بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إزمعين بتوفيق الله نسلك طريق الإيمان من بدايته ونرجو الله أن يحقق لنا البلوغ لنهايته نسمي الإيمان وطريق الإيمان لا نسمي التصوف لأن كلمة الإيمان هي الكلمة الشاملة لكل العلوم ولكل الأنوار والأحوال فإذا قلنا بحث الإيمان فمعناها الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الإيمان وهذا جهيله كثيرا من الناس أكثر الناس ظنوا أن الإيمان قول وأن الإيمان أن يقول آمنت بالله وباليوم الآخر أما الإيمان هو مراتب ومراحل لا بد للإنسان أن يسلكها حتى يصل إلى ذوق حلاوة الإيمان ثم يطعم طعم الإيمان حديثين وردوا حديث يذوق طعم الإيمان وحديث يطعم طعم الإيمان الإيمان هو نور إلهي يسكن في قلب العبد هذا النور الإلهي لا يأتي بمجرد الأمان الإنسان يتمنى أن يكون له هذا النور أو يشتهي أن يكون له هذا النور ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وبحوثنا بتوفيق الله ستكون كلها مقيدة بالكتاب والسنة ما ورد من آيات القرآن وما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليكون لكل واحد منكم أينما جلس سنة من الكتاب والسنة فيما يسمع من أحاديث ومن بحوث فبحث الإيمان أول ما نبدأ به يبدأ بالصحبة مهما درس الإنسان ومهما قرأ ومهما تعبد إن لم يكن له صحبة فلا ينتفع من عبادته بشيء إنما عبادته ظاهرة لا يصل فيها إلى حقيقة وهذا ما كان في أول الإسلام من لم يصحب رسول الله لا يصح دينه وإيمانه ولو تعبد مهما تعبد بل إذا لم يشهد بأن محمد الرسول الله لا يعتبر له دين ولو حج وصام وصلى فإذا لا بد من الصحبة في أول الأمر فأول طريق الإيمان هو الصحبة نبدأ بها بتوفيق الله عز وجل لنبدأ الخطوة الأولى في طريق الإيمان الصحبة الله عز وجل ذكرها لنا في القرآن في عدة آيات ممكن جبكم خمس آيات هناك آيات كثيرة خمس آيات نكتفي بها من القرآن الكريم بأن الله عز وجل طلب من كل مؤمن أن يكون له صاحبا يدعوه إلى الله والصاحب هو نوعان صاحب يدل وصاحب يوصب صاحب يدل وصاحب يوصب فممكن أن أدلك أنهم بالحيل فلاني فيه مي لكن في واحد بياخدك بوصلك إلى الماء فاللي دل مثل اللي وصال ممكن ياللي دلك تروح و تدور ممكن تزدل ممكن ما تزدل أما اللي أخذ بيديك ووصلك فهذا الذي سطاك فالصحبة نوعان دليل وموصب فالدليل هو الأخ الذي تصحبه والموصب هو الشيخ العارف بالله الذي يوصلك إلى منبع الصد والخير الله جل وعلا والصحابة والصحابة كان كان كذلك نوعان منهم من صحب صحابيا أوصله إلى رسول الله ومنهم من تعرف على رسول الله فكانت له الصلة أذل كاملة فأول ما نبدأ من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وانتبهوا أول ما نبدأ نداء الله لأهل الإيمان نداء الله لأهل الإيمان معنات اللي ما بده يدخل للإيمان وما بده يتزوق الإيمان ما بينتفع من الصحبة يا أيها الذين آمنوا آمنتم بأن الله إله واحد آمنتم آمنتم بأن الله أرسل رسوله آمنتم بأن الله أنزل القرآن على الرسول الأعظام فإذا آمن هذا الإيمان فإذا يجب علينا تطبيق القرآن الذي نزل وما أتى النبي به عليه الصلاة والسلام فتطبيق حديث رسول الله وآيات القرآن هو الإيمان فإن طبقنا آمن وكل ما تسمع فتقم بتطبيقه فأنت به مؤمن إن لم تطبق فلست مؤمن بما سمعت فلذلك أول نداء الله ينادي المؤمن فإن فإن كنت مؤمنا وجب عليك تطبيق ما تسمع وإن لم يكن هناك إيمان سمع وترك سجل أنسي أو سمع وترك بالجامع ومشي فإذا لا بد أولا من الإيمان والإيمان الآن سلاسة أيمان بوحدانية الله إيمان برسالة رسول الله إيمان بكتاب الله عز وجل فإن آمنا بذلك وجب علينا تطبيق الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله التقوى امتسال أمر الله واجتناب محارم الله فإذا امتسلت الأمر واجتنبت النهي فأنت مؤمن فأول وحدة اتقوا الله يعني امتسلوا أوامر الله واجتنبوا محارمه فأول شيء الله ناداك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا الأمر الأول بامتسال الأمر الأمر الثاني الذي أمرك به لتمتسله وتتقم به وكونوا مع الصادقين كونوا دائما مع الصادقين الصادق بأي شيء في صادق بالقول في صادق بالإيمان في صادق بالحال في صادق بالحب فالمؤمن صادق بكل شيء إن صدق قولا يصدق عملا ويصدق فعلا ويصدق حبا كلمة الصدق تشمل كل مراتب الإيمان فهي في البداية وهي في النهاية أول ما بتبدأ بدك الصدق وآخر وصولك بدك الصدق لذلك أول ما بدأ سين أبو بكر بدأ بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به وانتهى بالصديق بدأ بالصدق وانتهى بالصديق فإذا هذه المرتبة التي يجب على كل مؤمن أن يحفظها من بدأ بالصدق انتهى بمقام الصديق ومن لم يحقق الصدق في طريقه فلا بلوغ له ولا وصول وشان الإنسان يعرف ناوي انت يتصال يلي ناوي يصال بده تم صادق إن أحببت فتصدق في الحب إن ذكرت تصدق الله بالذكر إن تقربت تصدق الله بالتقرب فكل واحد تحتاج إلى صدق وكل إنسان يقبض الأجر على عبادته إلا الصديق والصادق ليجزي الله الصادقين بصدقهم ما بأجري صدقهم بصدقهم فمرتبة الصدق عند الله أعز مرتبة بعد الأنبياء ليس هناك بعد الأنبياء مرتبة إلا هي مرتبة الصدق فأول دعوة دعاها الله للمؤمنين أن دعاهم إلى مجالسة الصادقين الصادق كيف نعرف نعرف أنه صادق من غير صادق علامة الصادق نفيئل علامة علامة الصادق الدأب على ما يطلب الدأب الملازم الملازم على الطلب أي علامة الصدق أما الذي يقطع مرة هيك ومرة هيك هذا ليس بصادق الصادق هو من صدق في سلوكه وفي حبه من غير تقطع لذلك الله عز وجل سمى المؤمنين بالصادقين لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة مات في سبيل الدعوة ومنهم من ينتظر فإن كنت صادقا فعلامة الصدق الدأب على ما تقصد ما قصدك إلهي أنت مقصودي تصدق في هذا القصد فالصادق في قصده يسمى صادق أما من تردد فليس بصادق انتبهوا إلى هذه المعاني لأنهم نمتطبق في حياتنا فالصادق الملازم الدؤو على ما يطلب أما اليوم تعبان واليوم ما أدران واليوم درسي عمي جاني واليوم بالدنياني واليوم كل يوم مشغول شكل هذا ليس بصادق الصادق هو الدؤو بدأ في مجلس فيبقى ملازما عليه أما اليوم ساوينا الدرس بكرة ما لنفاضين بعد بكرة غيرنا الدرس ثاني مرة فهذا ما صدق فالصدق هو الدأب على الملازمة فشو عزمكم من أول خطوة أنكم نستعداد الدأب والملازمة بإذن الله نسأل الله التوفيق لذلك فما دام نوينا الدأب والمواصلة على الصدق فنسمع الآية التالية قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه اصبر نفسك هاي الآية إلي وإلك إلي وإلك أنت أنت الآن طالبين القرب إلى الله طالبين الإيمان طالبين محبة الله طالبين أن تستأنس قلوبكم بالله فالله يأملني اصبر نفسك معهم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وموجه الآية لكم إذا رأيت من يدعو إلى الله طالبا رضاء الله فلازم صحبته واصبر نفسك أيها المريد مع الذين يدعون ربهم يدعون الله ويدعون إلى الله وبالغداة والعشي يريدون وجهه ما طالب إلا التقرب إلى الله ليدلك ويوصلك إلى الله فهي إلي الآية وإلك فالله عمي إلك إصبر وأن فشكن وعمي إلي إصبر فأنا لح أصبر على مجالستكم أنتو بتصبروا على مجالسة الشي مش هننطبق بتصبروا والله ديوم من نعس وديوم من نتعب وديوم من الأدرانين واصبر نفسك وما دام واصبر معناتها الصبر الملازمة وإن كان في مرارة الصبر ما بيصير على أكل بقلاوة وعلى أكل النمورة وعلى شرب الشاي بده صبر الصبر عن مرارة نعسان دك في مرارة في عندك صبر تترك الفرشة وتقوم هذا صبر برد نازل تلج وقت الدرس ما ممكن لتأخر صبر واصبر نفسك فالمؤمن إذن بده يصير يا ابن أعظم من الملوك ليس الملك من وضع التاج لكن الملك من قهر النفس هذا الملك الصحيح من قهر نفسه الملك يسعى وراء لزائز النفس أما الملك الحق ومن قهر نفسه ومن قهر نفسه لا يسمى ملك ولكن يسمى ملك يسمى ملك قال الشاعر صاحب الشهوة عبد صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملك صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملك أنت لاحظ تصير ملك في قالب بشر فإذا الصبر الصبر على المكاره اليوم مطاز جيت هذا ما اسمه صبر ما أنه قالوا لك افتح محل بكير نجي نشتري والأخي بلا يشتروا بلا يبطخوا دنيا مطار وما حدا لا يفتح ما بمفتح في الساعة 8 ما بتفتح لكن لما كان الطلب الله والقصد الله والرجاء التقرب إلى الله تركته جيت ولو مطر هذا الصبر واصبر نفست مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي فهي ترى موجودة بالشيخ موجودة يترى بالشيخ في الصباح وفي المساء يدعون الله وإلى الله فإذا واجب عليكم لازموا واجب علي لازم لكم العطاء والتعليم فالآية لي ولكم فتنتفعون بها كما أنتفعوا بها أرجو الله أن يسبتني على مجالسكم وأرجو الله أن يسبتكم كذلك عن مجالس والمجالس ما هي جمعة وجمعتين كنت حط قدامكم مجالسنا يمكن تبقى خمس سنين يمكن تبقى خمس سنين فإذا عندك استعداد من أول الطريق والله خلص على باب الله إن شاء الله من الصادقين حتى النهاية وإذا ما عندك استعداد والله أنا بحضر كم درس وحاجتي بحضر كم درس وحاجته مثل اللي بد يأكل الأكل لأمتين ثلاث وحاجته يعني هذا شو يتم يتم إن شاء الله بتشبعه بالإيمان إذن هاي آيتين هلأ صار معكم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وحتلتفت يمين وشمال عنهم خلي بصرك كل معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لو واحد دخل ملك لو حضر الرئيس لحنا ما المربي ولا تعد عيناك كأنه توجيه قرآني وهي لا شو لما نعرض شو نعرض ها نهي ينهى أوحى تلتفت عنهم فلو إجت الملوك أطلع إلها أنت جاي قاصد التقرب إلى الله فلا تلتفت مينا ولا سمالا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ممكن يجي واحد من الغافلين إليك شو بدك بهالروح بكير ما لا أشريخ يعملكون إلا بكير وبالشتي والصيف بدك ترك نومة هلأ إيش يعني غلاظة يعني خلي لو أعملكون إياها بغير الوقت هلأ تعبان هلأ فهذا من الغافلين فأوعى تسمع كلام أهل الغافلة ونقنا لكم وقت بتوفيق الله لا موظف مجهول فيه ولا طالب مجهول فيه هذا الوقت يعتبر بالنسبة لكم ميت يعني وقت نوم صح وقت نوم فلحنا لحنشغل هالوقت الميت بحياة قلوبنا بالله نشأل الله أن يحقق ذلك علينا طيب هي صحبة الحديث الأول أن تجالس وتصاحب الصادقين حديث الثاني أن تصبر نفسك معهم الآية الثالثة قول الله عز وجل واتبع واتبع سبيل من أناب إلي اتبع الاتباع شو بيحتاج بدك تتبع المتبع للإمام شو بيحتاج إذا رفع الإمام أن تركع معه إذا رفع الإمام أن ترفع معه هذا الاتباع فاتبعوني فإذا كان هذا الاتباع فمعناته بدك تتم دائما معه بدك تراقب حركاته بدك تراقب خطراته بدك تراقب نظراته حتى تتم دائما دائما معه واتبع سبيل سبيل يعني الطريق سبيل من أناب أناب يعني رجع فالراجع إلى الله في قوله في دعوته في تبليغه اتر أمر إلهي بالاتباع واتبع سبيل من أناب إلي يا سبحان الله الإنابة إلى الله هي توبة القلب ورجوعه إلى الله في التوبة باللسان أستغفر الله وأتوب إليه أما توبة القلب شو يقال لها إنابة أناب إلى الله يعني رجع بقلبه إليه فشو مين لقلبه راجع إلى الله متوجه إلى الله بحب الله يذكر الله مين هذا التبع واتبع سبيل من أناب إليه صريحة الآية واضحة فإذا في القرآن في صحبة صحبة الله تعالى يأمرنا يأمرنا بذلك ما أمرك أن تصحب صحبة تمشي معه أمرك بروح الصحبة روح الصحبة ما بالصحبة صحبة أني مشيت أنت وياه هذا صحبته قال لا بدك تكون معه وبعد ما تكون معه بدك تصبر على صحبته بعدين بدك تكون مرتبط بحركاته واتبع سبيل من أناب بقلبه إليه اتبع اتباع حركاته ركع رفع اتوجه زكر فانت مرتبط معه بهالارتباط انتفع المقربون بهالارتباط انتفع الصادقين سبيل من أناب فإذا أناب إلى الله ورجع فارتبط معه فإذا في مذهب الحنف رضي الله وعنه إذا بدك تصلي بدك تشوف الإمام إذا شفت الإمام ركع تركع وإذا كنت غايب عن الإمام ما بيصح الاقتداء بيصح لأنه اقتدع التلفزيون ما أنه شايف الإمام لكن ما في بينك وبينه مسافة فبدك تكون شايف الإمام وانت معه فإذا الاتباع هو من أناب إلي يعني من رجع إلي بدك تكون انت دائما مرتبط معه هاي آيات كلها صحبة آية رب يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا سبيلا يعني طريقة يا سبحان الله عد الذي لا يجالس ولا يصاحب عده ظالما ظالم والظالم والظلم لا يدخل الجنة اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فإذا من لم يجالس ولم يصاحب فهو من الظالمين والظالم ظلمات لا يدخل الجنة يوم يعض الظالم على يديه من الظالم اللي عم يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا الرسول هو الذي حمل الرسالة ليوصنها إلى الخلق رسالة محبة الله إلى الخلق ومحبة إلى الله فبدو يوصل لك رسالة أنه الله يحبك وانت لازم تحبه هذه الرسالة يوصل لك فهذا اسمه رسول ففيه الرسول مؤيد بوحي من الله حمل الرسالة رسالة التبدير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في وحي لكن حمل رسالة رسول الله حمل رسالة رسول الله فهو رسول رسول الله أنا لو عطيت واحد رسالة وصل لي هذا ما قال له اسمه رسول عطيته رسالة ووصلها فالعالم حمل رسالة رسول الله ليبلغنا إياها لما النبي أرسل سيدنا معاز إلى اليمن سأله إن شون بدك تحكم قال له بكتاب الله قال له فإذا ما وجدت قال له بسنة رسول الله قال له إذا ما وجدت قال أجتهد فيهم برأي فالنبي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما فيه الخير رسول رسوله إذا ليش ما اتخذ مع الرسول سبيلا يعض الظالم على يديك يعض على الصبيح يا ريتني يا ريتني نشير مع الصادقين المخلصين يا ريتني كنت يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ريتني ما صاحبت فلان ما جالست فلان ليش قل لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء بعد ما جاني الذكر جالس أهل الله بعد ما انتفعت اجا أطاعني عنهم فهذا اعتبر ظالم فإذا من لا شيخ له من لا مرب له من لا صاحب يدله على الله فهو ظالم ويبعث يوم القيامة مع الظالمين والظلم ظلمات يوم بيئي الظلام ظلم نفسه بدلا ما يكون حبيب لله صار بعيد عن الله بدلا ما يكون من أهل الجنة ساغ من أهل النار ظلم نفسه فأرداها في الأزى وأرداها في الضلال فبينما المؤمن بده يوصل نفسه لي يتقرب إلى الله ويتذوق حلاوة الإيمان هذه الآيات موجودة بسورة الفرقان يوم يوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يعني طريقة يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني معناته بعد ما بتهتدي لطريق الإيمان في قطاعين طريق بيقطعوا عنك الطريق بيقطعوك عن أهل الله بيقطعوك عن أولياء الله هذول يسمىهم سيدنا الشهر وهي الدين رضي الله عنه وأرضاه سماهم قطاع الطريق هذا قطع الطريق عنك أخذ مالك وتركك أو قتلك فمت شهيدا أما هذا أخذ منك الإيمان وقطعك عن الله قطعك عن محبة الله هذا أعظم من قطاع الطريق فانتبه من قطاع الطريق ما بيجي هذا لما بيكون تارك الشيخ ما بتعرف الشيخ ما بيجي لعندك ما بيجي لعندك إلا بعد ما بتتزوق الحلاوة بعد ما بتجالس بعد الزكر قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وبعد إذ جاءني شو بيصير بيصير قول الله عز وجل ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد الهداية بعد ما تعلمت الزكر وأحببت الشيخ ومشيت معه بيجي بيقطعك معناته زاغ عن الإيمان ومن زاغ عن الإيمان مات على سوء الخاتمة هاي الآيات فانتبهوا إذن أنه الطريق ماهيك الشيطان ملحا يأول لأنه إلا جيدكم الصبح الشيطان خاطت أرقيله عمي كركز ومقيف يعني جيدكم انتو الصبح ربنا لا ينفذر بد ينفذر اليوم أن شو الشيخ عمد فيهون جايبون الصغع ترك نوم و أجا أنا أنا أبدبرك ممكن يبذل كل جهده يبعث لك خمسين شيطان سلو الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طيب هاي هلأ أربع آية آية ثلاثة أظن ما هي أربع آية طيب من آية الخامسة قال الله تعالى ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا اسأل استواء الله على العرش كيف لكن مين بدك تسأل الخبير وسؤال الخبير وانت ببيتك تسأله وانت بدك تروح لعنده ده تقعد معه السؤال بدك تجلس بين يديه مثل ما جلس سيدنا جبريل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أحد على ركبه حط يتينه على الركب وقال يا رسول الله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان هذا السؤال هذا السؤال فبدأت جالس وتصحب وتسأل خبيرة خبيرة هي صحبة العالم الخبير من كان على خبرة في العلم على خبرة في الإيمان على خبرة في الهداية فإذا كان خبيرة فمعنى زادت يا أبي أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل كل إنسان ومين الخبير اللي بدي يكون حطر لك إيها بآية تانية قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن أهل الذكر في خبرة خبرة حب خبرة صلة خبرة وداد قرب فبيجاوبك على خبرة فاسأل به خبيرة سبحان الله قال له هاي الآيات كلها شو بالدل آية السادسة ما أني هو أكتب من أكتب من أربعين آي في القرآن على الصحبة الآية السادسة هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة هل أتبعك ما قال له أنا أبدي أمشي معاك عم يستأذن هل أتبعك تأذن لي أنه أنا أمشي معاك وعلى شرط أن تعلمني أن تعلمني ومن أنه علم أن تعلمني الفقه أن تعلمني مما علمت علمت مين اللي علمه وين الآية اللي الله علم فيها وعلمناه من لدنا علم إذا بدك تعلمني من العلم اللي الله علمك ياه أما علم الشريعة عنده علم الشريعة سيدنا موسى رسول وبرسالة وكتاب عنده علم الشريعة المال اللي جاي أتعلم عندك علم الشريعة جاي أتعلم عندك علم الحقيقة اللي الله علمك ياه هل تعلمني هل أتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة يعني الطريق الذي يرشد صاحبه للوصول الى الله دك تدلني على الطريق اللي بدي يوصلني الى الله ايه معه شريعة بس بدي اتزوى بدي اتقرى كيف هل اتبعه فاذا هون الاتباع هون هو الصحب يعني اصحبك لو صحب سيدنا موسى الخضر كما امره سيدنا موسى قال لا رأينا العجائب كنا اسمعنا عجائب لكن ما صبر والله طلب منه انه واصبر نفسك لذا شو قال له انك لن تستطيع معي صبر لن تستطيع ليه ما رسول نبي ورسول وحي شكل ما بحسن بصبر الامور الروحية غير الامور الظاهرة يا ابني الظاهر محدود جسمك محدود تمشي بين جامع محدود اما الروح بتغميض العينين بالطوف السماوات والارض بتغميض عين فلا يمكن للجسد ان يكون له ما كان للروح فالى اشغال تيري بذلك اول واحد كسر السفينة اول واحدة تاني واحدة قتال الغلام تالت واحدة ام لن عمر الحيط يا طيب شلون قال له اتعى اما صار اه لا احكي لك وما فعلته عن امري لك بامر الله كل الشغل بامر الله لكن انت ما عندك العلم ماذا هل اتعى هل الم يعني اطمئن شلون اخذوا للغلام اللي قتله كشب الجلد عن الكتف فاذا مكتوب على الكتف كافر لا يؤمن بالله مشاي فاردت ان يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة اوحى الله الي ان اقتل هذا الغلام ان ام ابو متعلقين فيه وزكاة متعلقين فيه بدي يدخلهم بالكفر فاوحى الله الي ان اقتل الولاد والله سيعوضهما عنه بدلا عنه من الاولاد الصالحين يعني ما عندي خبر هيك انا ما عندي خبر انه ما قالت الله انك لن تستطيع معي صبرا فيا ابني الصحبي اذا بدها بده صبر اذا صبرت وصلت واذا ما صبرت ممكن تصل والصبر شرطه ان لا تنتقد شرط الصحبي ان لا تنتقد اه نقد لا اما اذا بدك تفهم الحقيقة حبيت تسأل لتتوضح المسألة ما ليش انه ليش هي هيشون حابل افهم سيدنا ابراهيم قال اريني كيف تحيي الموتة قال او لم تؤمن قال بلى ولكن لي اطمئنا قال اذا اطمئنا ما عليش اما النقد ليش هيق سوا اليو حق هيك اليو حق يحكي هيك ما اليو حق يحكي هيك هذا يا ابني قطع الصلة النقد باب الطد متى نقد قريب ما عاد يكمل انه متى مانات نقد مانات شاف شيخه نائص هو كامل شاف شيخه ما فهم انه هو افهم ما دام افهم شلو انجالش بتركه يمشي لذلك اياك وان تنتقد على اولياء الله لهم حالات انت ما بتعرصه ممكن يكون له شيء خاص انا شفت واحدة في حياتي كنا ابنين طلع اظن على الحمة والقطار عمي بده يلشي واحد جاي المستعجب يلحي يطلع القطار واحد من المجازين مسكوا عطيني فرن مشان الله عطيني فرن عطا ما الله ما بخليك تسافر بدك تنشي معي بدك تروح معي لك اخي بدي يمشي اعطي والقطار راح يمشي ما كان يخليه وما خلاه ما خلاه ومشي القطار لاجل التقديل سبحان الله لقطار بعد ما فرق وطلعي كناح الحمة عمي الحارس فاللي بقطار منه نتجرح من هون اصيب فاجهل هالصالح احد امسكه شام ما ينقذر لما منعك تركب من القطار منعك الركب بالقطار اله ولا الك هو ظن انه ربح علي الطلعة ربحها ولا حفظك فيها في امور كثيرة اهل الله لهم فيها احنا عم نمشي على شرع اذا حبيت تستفهم معلي شيء اما تنتقد فالنقد ممنوع في طريق اهل الله لا تنتقد انه هل عندك العلم اللي عنده منه اذا ما عندك فاصبر هي ست ايات على الصحبة بعد الايات نذكر حديثين كذلك على الصحبة ومنحرح بعدين الصحبة اما الحديث اما الحديث فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري وانا لا سأحكي لكم الراوي ان البعض بيقولوا ان الشيخ بيجيب احاديث ضعيفة او كذا حتى من خلي واحد يحكي روى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير كحامل المسك ونافخ الكير الكير كور الحداد يلي بينفخه باوي النار وكل ما اوية النار اكتر شو بتعطيه بطالع شرار فالجليس الصالح مثل حامل المسك والجليس السوء كنافخ الكير قال فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة هذا الجليس الصالح بيطلع منه ثلاث اشياء اما ان يحذيك طالع الانين ايه لك صلي على النبي على الطرف اللهم صلي على سيدنا محمد هاي يحذيك يعني اطلت اعطاك من غير الطلاقة اطلت بريحة طيبة طلعت منه رائحة طيبة اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه تشتري منه ان انينية اطلع واما ان تشم منه ريحا طيبة اقل ما يكون بتشم شو المعنى معناه الجليس الصالح اما ان يعلمك من غير ما تطلب بيذكرك من غير ما تسأل يقول لك سمعنا الحديث الفلاني كذا وكذا هذا اعطاك هو واما انت بتسألهم يشو كان الدرس مبارح شو حكى الشيخ هاي عم تبتاع منه وزلاهي ولا هاي حضرت بالدرس عم تشم من ريحة طيبة الشيء عم يعطر قلوب الاحباب وانت عم تتعطر معهم وهم القوم لا يشقى بهم جلسوهم فهي الجليس الصالح فيا هو بيعطيه يا انت بتسأل يا بالجلسة العام محضرت انتفعت متل ما غيرك انتفع قال وقاه نافخ الكير يلي عم ينفق كور الحداد عم يشعل النار طلعت شرارة حرقت لك اوعيك او حمل الحديدة من الكور بقت اوعيك حرق لك بدناك اما اني احرق السيابة واما ان تجد منه ريحا خبيثة انه عادة الحداد لما بيطالع الحديدة من الكور بدقوها وبيحطها بالنيب عدين يقول بيصقيها لما بيصقيها بتطلع ريحتها ريحة الحديد ريحة كربة فيا ريحة الفحم مكر فيه يا ريحة الحديد فلا شميت ريحة طيفة كمان الجليس السوء ياب بيحكي لك كلام بيأذي نفسك وبيأذي ايمانك وبيأذي حبك بيحكي لك على الشيخ بيحكي لك على المعاصي الخطايا اذا دينك ايمانك او وانت بمجرد الاحد معه الطبع يسرق من الطبع دائما ليش الله عم يقوله لا تجالس من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطيع انه الطبع بيسرق من الطبع فبدك تجالس واحد ان جالسه نفعك وان نظرت له نفعك اما واحد تجالسه مجالسه ما عنده غير كلام له ما عنده غير كلام غفله ما عنده غير كلام معصي فايا خويا اما ان يحرق سيابك يحرق الايمان في قلبك والطاعة واما ان تجد منه ريحا خبيسة بكلام ناقص او كلام غير صالح فهذا الحديث توجيه النبي عليه الصلاة والسلام ان يفتش كل واحد منا عن صاحب عن صاحب جليس لكن اي جليس جليس اتنين جليس صالح وجليس سيء فانت يدور انا جليس بالذاك وكل واحد يا ابني بيدور على من يتناسب معه اوعى الظن ان تكون طيبا وتجالس خبيسا ما ممكن اذا جالست خبيس معنات نفسك فيها خبس وان جالست الطيب معنات نفسك فيها طيب فاذا الله عز وجل وفقك لمجالسة الصالحين معنات فيك الصلاح وفقك لمجالسة المتقين معنات فيك تقوى فدائما الصحبة دليل انه في عندك استعداد لها فاذا في استعداد دور على استعداد مجالسة الصالحين طيب اليوم ما خميس حتى نقول عما الدايق سيارة ماذا رقم طيب فاذا الصلة اما ان يكون لك جليس صالح تنتفع به او جليس سيء تتأزى منه والصحبة في الدنيا صحبة في الاخرة ما اتظن ابدا اذا صحبت في الدنيا ان تنقطع في الاخرة ابدا قال الله تعالى واذا النفوس زوجت واذا النفوس ما قال الاشتاد الاشتاد راحب صفية النفوس الارواح زوجت يعني ازدوجت مع من يتناسب معها شمين اللي بيتناسب معها سيدنا اوبكر الصديق تناسب مع سيدنا محمد سيدنا عمر ناثر معه في نسبة اندفنوا بالقبر واحد لوجود النسبة فدائما اذا في نسبة لا بتفترق بالدنيا ولا بتفترق بالاخرة فبالاخرى لقاءنا مع بعضنا اللقاء بهذه النسبة نسبة ذكر الله فاذا هذا اللي لازم الانسان يبكي عليه في الدنيا ان تفتش على جليس صالح يكون فيه بنفسك صل وبعض العادفين بالله كان عم يقول انه دائما الانسان يجالس من يتناسب معه ما ممكن يجالس ما بتناسب فبعض المريدين تقول رفع رأسه شاف حمامة طائرة مع بومة ما فيه قال له ابني استنوا نشوف خليه فنزلوا التنتين لما نزلوا التنتين وازل حمامة عرجة والبومة عرجة قال له جمع بينهما العرج اما يجتموا بدون خصلة تلتقي لقاء ما فيه فاشكروا الله يا ابني فيه نسبة بينكن وبين الشيخ لو لهالنسبة الروحية ما جيته يا ابن وبتعقل مع الشيخ ساعة ما بتحس هالنسبة عم تنسيك تعبك عم تنسيك ووجع اجريه ليش هالروح عم تغزي روح فمن الغذاء عم تنسى التعب ولو بيعود الجلس بتاعه الساعتين ما بتحس هاي النسبة شكروا الله على هالنعمة حديث ثاني رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح قيل يا رسول الله اي جلسائنا خير يا رسول الله اي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته اذا تنظر علوه تتذكر الله جرًا ما تنظر علوه تتذكر الايمام تتذكر التقوى تتذكر الهداية مجرد النظر من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه يتكلم بكلام فبيزيد بعلمك تاخذ من علمه تحفظ وذكركم بالآخرة يعمله شوف عنده الخشيب شوف عنده المراقبة شوف عنده التقوى شوف عنده الصلاح عم يذكره انه هذا من ابناء الاخرة فهذا جالسه اذا شفته واحد بهالصلاح اصحابه وجالسه ولازم المجالسه له هذا يا ابني النظر في عباده والمجالسه في هدايه والغيبة إذا غبت عنه الغيبة فيها صلاح يدعو لك فتكون من أهل الصلاح بدعائه لك فهذا إذا صحبته نفعك أي جلسائنا خير من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله شوفوا ليل نهار ليل نهار عم اشتغل ريح حالك ما في راحة فيذكركم بالآخرة يعملوا دائما عملوا يريد الله أو الدار الآخرة يريد رضوان الله يريد التقرب إلى الله فهذا ابني إذا جالسه ينتفع بصحبته فهلا لحنا تلميز النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخذنا من الله كلام الله لحنا ناخذ من رسول الله كلام رسول الله لنعلم كيف تكون مسيرتنا حديث ثالث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم طيب طيب شو رأيك في هذا حب أحب 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 أهل الله آه ما وصل تسعى المقامه أنه أجال الموت وين هذا وين محله فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب يا سلام ما فرح الصحابة بحديث مثل ما فرحوا بهذا الحديث لأن كلهم بحب النبي وكلهم بحب أبو بكر وعمر فإذا هم مع أبو بكر وعمر ومع رسول الله فهل أنت تحب المرء مع من أحب فإذا أنت حبيت الشيخ وشيخ حب النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مع مين يعني يعني مع رسول الله ما بدها تعب كتير من كلام واضح كلام النبي واضح وكلام الله واضح فإذا يا إخواني الصلة والصحبة تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الدار الآخرة أحب قوما ولما يلحق بهم ما ممكن يصل لهم أدمى ركض المريب ممكن يصل للمقام شيفه وين الصحابة أدمى الصحابة جد يصل للنبوة لا والمريد أدمى جد يصل لمقام شيفه مقام الشيخي أدمى مقام أنقاذ مقام هداية مقام تبديل حياة تبديل عقل تبديل أخلاق ما حي الله واحد بيطلع بييده وعي فيها بيقولوا ما كنون صف الصواني بيصير حلواني آه صف الصواني إلها إلها يعني شيء خاص فإذا من أحب قوما ولم ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من إيش أحب اسمه أحب بالاسم يعني بس تقول له لأبوك بحبك أحبك يا أبني عبينا كاسة مي بحبك والزوج إذا قال له لزوجته بحبك جوعاني بحبك برداني بحبك لا جبلها ماظوت ولا شعلها الصوب يا ولا جبلها أكل وبحبك هذا شو بيطلع الحب تبعه حب الدب أحسن منه فالحب ما هو قول يا أبني حب العمل فهي الصحابي طيب وأخيرا الصحابي هنذكر حديث أخير إلها روال إمام مسلم عن حنظلة رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر أبو بكر الصديق اجتمع مع سيدنا حنظلة حنظلة شو المادة اللي ارتفعت فيه ورقته لفو شو اسمه يعني غسيل الملائكة يعني الملائكة غسلته غسلته الملائكة ما قال الإنسان غسله فهذا قديش كرانته فهذا حنظلة شاب وإله جماله يجب أبو بكر لعنده فقال كيف أنت يا حنظلة كيف حالك إيمانك تقواك شلونك قلت نافق حنظلة عم يقول له شلونك قال له والله منافق نافق حنظلة شلون منافق قال له أنت صاحب رسول الله أنت منافق كيف منافق قال له إذا جالسنا رسول الله وذكرنا نرى كأننا نعيش في الآخرة كأننا نعيش في الآخرة ننسى الدنيا ننسى الحياة ننسى وجودنا كأننا نعيش في الآخرة فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل والولاد عدنا مع المرأة والولاد أنكرنا قلوبنا ننسينا هالحال هالحال اللي كان مع النبي معاً موجود عند النبي شيء وبالبيت شيء هذا نفاق فقال أبو بكر والله إني لا مش لك أنا كمان هيك كمان مع النبي بتصفى قلوبنا لما عم نروح للبيت عم تتغير الحالة ايه؟ امشي للأم لنروح لعند الطبيب طبيب الإيمان قال ثم انطلق هو وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم ينادوا بالطريق نافق حنظل نافق ابن أبي قحافة ما قال أبو بكر لأنه اسم أبو بكر النبي سمايا حتى ما يحط الاسم بالنقص نسب حاله إلى أبو نافق ابن أبي قحافة فلما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خرج النبي فقال صلى الله عليه وسلم ما لكم خير قالوا منافقين يا رسول الله إذا أبو بكر منافق يا أنا وأنتو شو من طلعها الله يعفي عنه ويتوح علينا أبو بكر منافق منافقين خير قالوا له يا رسول الله عندما نجالسك تصفو قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة منعيش كأنه في حياة عجيبة حياة الآخرة فإذا ذهبنا إلى الأهل والولاد أنكرنا قلوبنا ما عد في عنها الإحساس هذا هذا النفاق فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لو الحال اللي بيكون عندي بتمكم بالبيت لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر بالذكر كمان شو بيصير معها كمان الصفاء لو تكونوا في بيوتكم مثل ما بتكون في الذكر أهم بتكون معي لصفحتكم الملائكة على فرشكم وأنت على الفرشة كانت بتجي الملائكة بتصافحك وفي طرقكم ولو بالطريق بتجي الملائكة بتصافحك لو الحال يدوم معك يلي عند الشيخ يدوم معك بالطريق أو بالبيت أو في حالة الذكر يدوم معك برا الملائكة بتصافحك ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة ساعة وساعة كررها النبي الثلاث مرات يعني ساعة صفاء روح وساعة بدك شغل الساعة مع الله ساعة بالنسبة بدك تأكل فساعة إلك وساعة لربك ما هيك العوام بيقولوا إذا صار لك ساعة إلك ساعة لربك معناته أنت مع أبو بكر الصديق مع سيدنا حنظلة هذا إذا صار لك ساعة وساعة يا لي بتمنى يصير أنا ساعة وثلاث ساعات ثلاث ساعات تخليها إلك وساعة مع الله يعني إذا كان ثلاث ساعات وساعة بالأربع وعشرين ساعة كيف يطلع لنا ثمين ساعات عم سلكن ثمين ساعات كل ثلاث ساعات إلك أعطينا ساعة لك حبيبي خمس ساعات إلك وأعطينا ساعة إما عم ما يصير فبدنا أقل ما يكون يكيب بهالنصب ساعة الفجر عود ذكر الله لابد منها عود اشتغل بذكر الله هيئ قلبك فلما بتحس بأنه قلبك شصار على مستوى الحضور مع الله قوم زين للشغل فعند عندك صباحا ومساء ما ساعة وساعة ساعة 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 مقام مقام عظيم ثم يا أحباب شو هالحديث هذا معناته قديش كانت اتشع روحانية النبي في قلوب الصحابة قديش كانت اتشع الأنوار شو كانوا يصفوا مع النبي هالصفاء هالهدوء هالطمأنينة اللي عم يحصلها مع النبي شو سيشوع من النبي فيهم صلى الله عليه وسلم صب في قلوبهم من أنوار اليقين ما ملأ قلوبهم كأنهم مع الله عز وجل زكى نفوسهم حتى صارت الملائكة تصاصحون بعض الصحابة الملائكة كانت تعد معه تحدثه يحدثها وتحدثه شو هالصفاء هذا هذا ما بيشير للكل لكن صاحب الصفاء بيشير معه ويقول لي ما يصل له ما يشي على الطريق ما يشي على الطريق وهذا بدك يكون يوم لأيام بدك تحصل هالحال الروحي بينك وبين وبين أولياء الله فمثل ما النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصحابة يشعروا بها الصفاء معه كذلك وارس النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلست معه كمان بتشعر بها الصفاء بتشعر بها الروحانية بتشعر بها اللطافة بتشعر بها الشفافية الروحية بيصير معك إنسان بتنسى حياتك بتنسى وعودك بتنسى طبيعتك بتنساها انت وين غرآن مع الشي فهل حال هذا لو يتم معك دائم والله لتسمع عنا تسبيح الحصى وتسبيح الهداس لو يبقى هالحال معك تسمع الحيطان عما تسبح الأرض عما تسبح هذا الزكر يا ابني في شيء الله يفتح عليكم ما بحسين أحكي كل شيء بدي أنت الدوق ما بدي أنا أحكي لك أنت يدوق ويلي بيدوق بيعرف أن الأحباب إلو كل واحد إلو حال هالحال اللي إلو ما بينطبئ على الكل واحد صدق واحد ذكر الله كل يوم ثمين ساعات واحد ذكر الله من الصاعة هاد مثل هاد عطاء هاد مثل عطاء هاد لا يبقى كل واحد له عطاء يتناسب مع ذكره وماء وماء تعبه فإذا أديش النبي عمل فيهم صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى حال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما نفضنا أيدينا من من التراب من دفنه صلى الله عليه وسلم بعد ما دفنوا النبي عليه الصلاة نفضوا أيديهم قال ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا أنكرنا قلوبنا معناتها هالصفاء اللي كان أنكرناه ما عاد في عنها الروح ما عاد عنها الطمأنينة فمعناتها قديش كانتها التأثير بالصحبة هي الصحبة فالصحبة إذا بدأ تأثر فيك روحياً بدأ تأثر فيك فكرياً بدأ تأثر فيك علمياً بدأك تتأثر بكل الحالات فهي الصحبة في بدايتها أخذناها من الآيات ومن الحديث نعملنا إن شاء الله جلسة تانية مشان ما نقطع منص الطريق جلسة تانية ما هي آداب الصحبة وسمرات الصحبة بدنا ناخد فيها آدابها وسمراتها وإنتاجها وإنت شو نفعك منها إذا الله أحياني الجلسة الآتي إن شاء الله نبدأ فيها بتوفيق الله عز وجل حتى تتزوقوا يا أخواني الإيمان من طريق الصحبة وسيقوا الله يا أبي لو أن أخ أو مسلم لو تعبد ستين سنة وما صر له صحبة وأخوه ما تزوق إذا كان سيد الخلق يا أبني رسول الله اللهم إني أسألك حبك وحبه من يحبك النبي عم يطلب حب من يحب الله انتصار لك محب لله لا أسأل أبوك ألو محب لله في الله لا لك صلى طج وركع لكن هل صلاته نهته يوما عن الفحشاء والمنكر ممكن يقع فيه بطير أما المؤمن لا المؤمن في حماية الله في حماية ذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله يعني في النهي أكبر بينها أكبر فهو واحد عم يذكر الله بيعمل خطيئة عم يذكر الله بيعمل معصية ذكر الله حماية الله يحميكم يا أبني بإسم الله ليجعل قلوبكم قلوب عاشق لله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الصادقين في صحبتنا المخلصين في محبتنا أن يرزقني وإياكم كمال التقرب إلى الله وكمال المحبة لله اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين من خطوات سلوك المؤمن نحو الإيمان الكامل فكان أول بحث هو الصحبة والصحبة لا تكون للإنسان بمجرد مجالسة أو بمجرد مشي أو أن يكون مع من يصحبه في طريق أو في بيت للصحبة آداب وكم من صاحب وليس بصاحب وكم من من كان بعيداً عن الصحبة وهو صاحب الإنسان صحبته أدبه فمن كان متأدباً كان صاحباً وإن لم يجالس ومن جالس ولم يتأدب فليس بصاحبٍ وإن مكث السنين الطوال ينتفع الإنسان بصحبته ما دام متأدباً مع من يصاحب وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوه من الفضل ومن الجود والكرم إلا ببركة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحبوه للعلم وللإيمان والصحبة لا تتخذ لطعامٍ أو شرابٍ أو لهوٍ أو سهرٍ الصحبة هي صحبة الإيمان الصحبة التي تغذي القلب بنور الله وتوجه الروح إلى محبة الله هذه الصحبة أول ما يجب على الأخ في صحبته أن لا يكون هناك اعتراضٌ على مجالسه أو صاحبه النقد والاعتراض هم الذين يصرفان الإنسان عن الصحبة ويحرمانه من بركتها النقد والاعتراض النقد والاعتراض يقال من اعتراض انطرد الاعتراض إذا كنت فاهماً بمسألةٍ أو عالماً بها وأتاك غير ما تعلم أن لا تعترض حتى تسأل ماذا قصد وماذا أراد وما هي وجهته فإن تبين لك أنه خالف شرعاً وأنت عالم به فلا مانع أن تعترض فترده إلى الصواب أما إذا لم تكن عالماً ولم تكن فقيهاً ورأيت منه حكم أو رأيت منه تربية فقلت ما له حق يعمل هيك هذا اعتراض اعتراض وأنت لست بأهل لما هو عليه فلا لك أهل للتربية ولا لك أهل للعلم ولا لك أهل لزوق الطريق فاعتراضك هذا يدل على أنك لا تقدر ولا تحترم العلم ولا المعلم ولا المؤدب فالاعتراض الذي يوجب الطرد والذي يوجب الطرق البعد هو الذي يكون عالماً ثم يعترض أما إذا كان جاهلاً إذا كان جاهلاً واعترض فهذا ما عنده لا في حصيلة إيمان عنده ولكن معنى ذلك أنه لم يقبل بعلم المعلم وجعل نفسه أنه أفهم من المعلم والكاسي اللي بده تععد فوق الحنفية ما لحا تتعبى لو بتعييه لو تعود ألف سنة ولا تظن أنك من نفسك ستكون متأدباً الطبيب مهما كان حازق لا يطبب نفسه مهما كان الطبيب حازق وشاطر فالطبيب الحازق ما بيطبب نفسه ولو قرأ كل كتب الطب ولو كان مشهود إله بروح لعن طبيب تاني لحتى إداوي طبيب العيون بيصف لنفسه هو النضارة لأنه بده يكشف عينه ما بيكشف عينه هو لعن نفسه بده يروح لعن طبيب تاني وهكذا لا يصح الاعتراض على أهل الذوق إنسان من المقربين إنسان من أهل الصفاء من أهل القرب إلى الله وانت ما عندك شيء لا من القرب ولا من الصفاء فبتجي بتعترض عليه فهذا الاعتراض معناه أنك غير مقتنع بعلمه وغير مقتنع بإيمانه فلذلك لا نصيب لك عنده ولا انتفاع لك منه إنما تبتعد عنه وتطرد عن صحبته ولعله أن يكون من المقربين إلى الله فلذلك ما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة كان يشوف بعض أشياء ما تتوافق لكن سيدنا عمر في لما صار غزوة بدر أظن حديبي حديبي أنه لحنا على الحق الله على باطن فقال فقال يا عمر إني رسول الله والله لا يخزيني سلم ما اقتنع رحل عن سيدنا أوبكر إن احنا على حق ولا باطن قال قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله لا يخزيه أبدا إلزم غرزه أوعا مستك وإياك والاعتراض لما تبينت الحقيقة وظهر أن صلح الحديبية أدخل في الإسلام بقدر ما دخل من أول الإسلام لصلح الحديبية لما شاف سيدنا عمر رالك بكى وعاتب نفسه كيف قال للنبي ذلك وأنه في أمر يمكن ما يبين معك الآن في بين أمر بنكشف بعدين فلك أن تستسلم عند ما تستمع إلى حكم أو إلى تربية أو إلى تأديب لتكون من أهل الثبات على الإيمان فإذا خطر لبالك شيء أو خطر لنفسك شيء فسارع للاستغفار مباشرة لا تخلي يزيد في نفسك إذا كان مرة خاطر على قلبك بدل هذا الخاطر فورا بالاستغفار لأن الخاطر متى ما فتحتله الباب بزيد وكل ما زاد بتمكن حتى يكون هذا الخاطر كشيء ثابت في نفسك وأنت على غير ألم فبترجع إلى الاستغفار والتوبة عملا بقول الله عز وجل ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ثم يتوبون من قريب مجرد ما حس أن قلبه انشغل أو أنه اعترض أو أنه لم يوافق ليش موضوع لفلان الشيء هيك عمله ما كان أحسن يعمل كذا فورا استغفر الله وأتوب إليه شغل نفسك وإياك والاعتراض كثير من الأحباب بيدخل الجامع وبيصحب الشيخ وعشر سنين باعتراض بسيط بترك الجامع وبتماشي ما الشيخ طرده لكن يا أبني بيوت الله الله وكل فيها ملائكة من أساء في بيت الله طردوه من البيت هذا بيت الله الذي يدخله بده يدخله بأدب بده يدخله بحضور مع الله ما بده يكون فيه إساءة فإذا أساء في بيت الله أخرج منه ولا ترد يدخل إلى بيت الله وبيت تاني طلع متى ما طلع ما عاد إله حصة خصة عند أهل الله وأولياء الله فمتى الملائكة أبعدوا ما عاد إله حصة أهل الله ومتى ما خسرها الحصة هي معناته مسكين خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فالمؤمن دائما في صحبته يجب أن يكون دائما على الصراط المشتقيم إذا صحبت فاحفظ بصحبتك شيئين احفظ لسانك واحفظ قلبك احفظ لسانك من ذكر نقص واحفظ قلبك من خاطر سوء فالذي يحفظ قلبه ويحفظ لسانه تستقيم صحبته ولعله أن يبقى مدة الحياة في هذه الصحبة حتى تنتقد صحبة الدنيا بصحبة الآخرة وهذا الذي يريد المريد أن يكون قلبك من قلبك من خاطر سوء أن تكون صحبته في الدنيا وفي الدار الآخرة ليست الصفل في الدنيا فقط ابني أنه لحنا جينا وصحبنا واسمعنا الدرس وتعلمنا لا يا ابني ما هون الدنيا حياة فانية ظل من ظلال الفناء ليس فيها بقاء وليس فيها خلود إنما الخلود في الآخرة فإذا هون استقمت على صحبة الصادقين على صحبة الصالحين فالله يجمعك بهم يوم القيامة وسوف تكون معهم حتى تدخل الجنة معهم المرء مع من أحب هي الصحبة فإذا كان عظم الصحبة بهذا الشيء فذلك استسلم فهم أعلم منك هم أدرى منك بالمصلحة إذا واحد ركب بالسيارة وما بيعرف يسوء بنتقل على الشوفير يقول له أخي ليش حطيت أول حط الثاني دغري ليش حطيت الثاني حط الثالث بدي يوقف أخي ليش رجعت على الأول خليك على الثالث شو بيقول له الشوفير يقول له عفوان يا بتسكت يا بتنزيل ما بيرضى إلك أنه تنتقد عليه أنه هو صاحب السيارة وإذا انتقدت على مرتك في الطبخ مرتك شو بتعمل لك تخبر لك الطبخة على حسبك فهذا صاحب المصلحة يا أبني لا يعارض في مصلحته المصلحة المادية لا يعارض فكيف إذا كانت تربية روحية وتسليك روحي والتسليك يا أبني هو هو طريق ارتقاء ارتقاء حتى تبلغ المقام الأقرب أنت مع الله لا سالس معكما هذا السلوك هذا بده يرقى فيك لتكون مع الله على كل حال فإذا ما تعلمت وما سلكت ما لها تحسي انتصال واللي ما بده يصحب الصحبة الطويلة ما بيوصل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أخي لن تنال العلم إلا بستة هي وصية الشافعي رضي الله عنه أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني هنا حبين لك الأمور التي بها تستطيع أن تتعلم ذكاء وحرص لك تحرص على العلم مع الذكاء حرص ما يمتج يوم ما يجي ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة مع الجد اجتهاد وبلغة يعني يكون معك مال لكي تشتري كتب لكي تدرس وصحبة أستاذ وطول زماني طول زماني أما جالس خمس سنين حاجة عشر سنين راح يدور على غيره يا أبني هذا اللي خسير مسكين خسرا ولم يكن له مع أهل الله وصوله بيجي يوم القيامة معمي بدأ يمشي ماشي مع هذا ماشي مع هذا ماشي مع هذا هذا بيقول له أنت ما كملت سلوكك معي ما لك حص عندي يروح لعن الثاني بيقول له أنت ما كملت سلوكك معي مع السلامة فيبقى في الدار الآخرة حيران لا يعلم مع من يذهب يذهب فلا بد إذا لصحبة أستاذ وطول زماني حتى يصل إلى المعرفة وإلى الإيمان صحبتنا صحبة إيمان صحبتنا صحبة حب لله وحب لرسول الله فالذي يصحب يصل ويلي بده من أول يوم يصل إذا بده نطى واحدة نطلح حتى يصل لفوق عن ما أدني شو بيصير فيه لح يسقط والله يشتر ما تتكسر أعضاؤه بدك تطلع درجة درجة لا تستعجل من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه فلازم أصاحب ولا تدري في أي مجلس الله عز وجل يفتح لك باب الوصول فإذا لا بد من المجالسة فقبل الصحبة يا ابني أولا بدك تصحب قبل الصحبة انظر إلى إن كان شيخك أو صاحبك إن كان على علم بالكتاب والسنة إذا عنده علم شرعي عنده اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فاصحبه ففي صحبته الخير وتأدب معه فأدبك معه يوصلك إلى السعادة العليا فعساك ولعل أن تنال بهذه الصحبة حالا يقربك أو قالا يدلك إما أن تجد بصحبته حال يقربك من الله أو قال يعني قول يدلك على الله ومن قبل أجمع أولياء الله رضوان الله عليهم قالوا لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله فبدك تصحب إذا أولا فأولك تشوف الصاحب الذي ستصحبه هل هو على اقتداء برسول الله هل هو مطبق لكتاب الله إن كان على ذلك فاصحبه وتأدب معه وإذا ما فيه صحبة لكتاب الله ولا اقتداء برسول الله فلا تفكر أنك تنتفع منه مهما كان الحب هنا تكون بدك رجل يكون له حال يكون له حال مع الله وحال رجل بألف رجل خير من قال ألف رجل برجل حال رجل بألف رجل واحد له حال بيأثر بألف واحد أفضل ما ألف واحد يحكوا مع واحد الحال القوة الروحية يا ابني القوة الروحية إلها فعالية عندما روحانية الشيخ تختلط بروحانيتك فتملوها من النور من الهداية من الخشية من السبات هاي بينتفع قيمتها يا ابني الحياة فإذا ما إلو حال فلا تفكر إنه الصحبة تنفعك بدنا أخي يكون إلو حال والحال مع الله يكون كثير الزكر صادق الحب مخلص المجالسة مستقيم في الطاعة له اقتداء برسول الله هذا صاحب الحال ما صاحب الحال الذي يصرخ الله لا هذا مصاحب حاله صاحب الحال بالاقتداء إذا قال لك قال رسول الله يرى رسول الله يتكلم يخاطبك وهو يسمع من رسول الله فإذا ما له هالحال ما بتنتفع فيه لذلك لما بيحكي لك الحديث بتحس كأنه كأنك عم تسمع من رسول الله لما بيصرح لك الآية كأنك عم تسمع من الله هذا الحال الروحي يا ابني فصاحب الحال بيأسر بيأسر به كل إنسان جالسه إذا ما كان فيه استعداد كل الخلق ينتفعون إلا الحاسد والمنتقد الحاسد والمنتقد لا ينتفعون لو جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المجتمع انتفع إلا أبو جهل ما انتفع من النبي لأنه حاسد حسد رسول الله أنه كل شيء له كمان النبوة والإحنا شو خلالنا فلذلك حرم من النفع اليهود ما انتفعوا لأنهم حسدوا حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام فما انتفعوا فاللي بده ينتفع يا ابني لا حسد ولا ولا اعتراض عندها ينتفع من الصحبة فإذا كان الإنسان جالس صاحب روح صاحب حال فهذا الذي يؤثر فيك أنت في طريقك نحن خلينا نحكي بصورة عامة الآن أنتوا عم تنشغلوا بأعمالكم وأشغالكم وبيوتكم ودراستكم كل واحد منكم حامل خمسين شغلة هالأمور اللي عم تنشغلوا فيها عم تبطئ القلب بالإقبال على الله ما عم تعطي القلب قوة روحية ليقبل فيها على الله مشغول عن الله بدنيا بأشغال بأعمال فبدك قوة روحية تساعد روحك حتى تبذل الجهد والهمة للارتقاء فإذا ما أصلك صاحب روح ما بحسن ترتقي أما حكينا شو الفايد من الكلام الكلام كتير بيحكوا كتير لكن يا ابني بدنا بدنا كلام قبل أن يخرج من الفم يخرج معه نور إلهي يسكن في القلب وقد قال أولياء الله رضوان الله عليهم قالوا حيث ما وصل التنوير وصل التعبير حيث ما وصل التنوير إذا نور قلبك بعدين وهي في طريق أهل الله قلهم سر في كلامهم السر في كلامهم نكشف بعض الأوقات ما لازم تلحكها لكن لازم يعرف أولياء الله رضوان الله عليهم العارفين بالله قبل أن يتكلم يحرث القلب بيحرث القلب بعدين بيحط البزرة فما تظن أنه تغري علمك هيأ قلبك ثم وضعه العلم فيه لذلك بتفز حامل شيء متأثر بشيء عارفان إن صار معك شيء هذا منين جاء فأول مرة أخذت خمسة بالمئة ثاني مرة سبعة بالمئة بعدين بيجيك يوم تأخذ خمسين بالمئة فحسب الصيلة وحسب الانتفاع فهذا أحبابي الحال الروحي اللي بيأثر اللي بيأثر بالأخ لذلك أقول لك بدك تصحب ولا بد اصحب من إذا نظرت إليه ذكرت الله اصحب من إذا نظرت إليه ذكرت الله عملا بحديث رسول الله أفضلكم صلى الله عليه وسلم أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله وفي رواي خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله بمجرد النظر بمجرد الرؤية تذكر الله عز وجل وقد ورد في بعض الأحديث يذكرون بذكري وأذكروا بذكرهم إذا ذكر الله ذكروا أولياء الله ذكروا معه وإذا ذكروا ذكرت الله فبينهم دائما مرتبطين مرتبطين بمجرد ما تمسك الشريط اشتغلت الكهرباء معك أذكروا بذكرهم ويذكرون بذكري صلى الله عليك يا رسول الله هذا أحبابي هذا الأخ الذي ينتفع بالصحبة ينتفع بالمجالسة يكون له صاحب إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك أما صاحب على بيتفور وعلى ميرندا وصاحب على سهرة وعلى حكب لطعم هذا ما صاحب يقول هذا يقتل وقتك ويقتل إيمانك أما الصاحب من ذكرك بالله ووجهك إلى الله ودلك على الله حببك بأولياء الله عرفك بالمقربين إلى الله هذا الصاحب هذا وإن كان صار قليلا في هذا الزمان لكن لا تخلو هذه الأمة المباركة من قائم لله بحجة لا تخلو فيها من أحباب الله وفيها من أولياء الله وفيها من الصالحين لكن انت اسأل ان الله يجعل يجمعك معهم اسأل الله أن الله يعرفك عليهم لعل الله أن ينفعك بصحبتهم أو ينفعك بمجالستهم أو ينفعك بالنظر إليهم إذا النظر فيه الخير والفضل كيف المجالسة؟ كيف الصحبة؟ كيف المحبة؟ فأصحب أولا من إذا نظرت إليه ذكرت الله وإذا خاطبك دلك على الله وإن غبت عنه سأل لك الله هذا بغبتك عم يدعي لك فهذا الصاحب الذي إذا صحبته أو تنتفع به فإذا صحبنا وتأدبنا من آداب الصحبة أن تستأزن بكل عمل أن يكن بينك وبين صاحبك إذن الإذن بن شيء سر إله الله أعطاه لأنبيائه ومن بعده لأوليائه الإذن الإستئذان أتى رجل شاب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أتأذن لي بالجهاد؟ أتأذن لي بالجهاد؟ عم يستأذن فقال صلى الله عليه وسلم هذا عم يجيب هوى بارد هذا هوى بارد بدلا ما يجي صغن بارد ونحن مغير شيء أتأذن لي يا رسول الله بالجهاد؟ فقال النبي أحي والداك؟ أمك وأبوك أحياء؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد روح جاهد بأمك وأبوك خدمهن خدم نعالهن وخدم إجريهن هذا الجهاد ففيهما فجاهد فأنا أعظم يخدم والديه واللي ينزل للمعركة ويموت شهيد أعظم من موتك شهيد أن تخدم والديك حتى يموتا وهما راضيان عليك هذا الإذن فلو نزل أجاهد أم أبو زعلانين ولو مات شهيدا لا يدخل الجنة إلا برضى والديه لو مات شهيدا فلا أظن أن أمتك شهيدا نفدت لا يا أبني برضى الوالدين فالصحابي عم يستازن إذا ما فيه تشتغل على مراءك على كيفك أجعل بالك تسافر ضب غراضه ومشي أجعل باله يشتغل شغله فلاني يلا اشتغل بدك تكون مستأذن والإذن فيه سفر إلهي عجيب متى استأذنت يسر الله لك الأمور وقضى لك الحوائج وجعل السيء بالنسبة لك حسن جعل الأمور المكروهة بالنسبة لك محبوبة فيغير الله لك المسيرة بالإذن يستأذن في كل مسيرة وفي كل عمل أراده فإذا صد لك الاستئذان فيا هنيئا إليك سلوا الأخوان اللي بيستأذنوا ما استأذن أخ وشقي في استئذانه ما استأذن أخ ولقي في إذنه قسوة أو شدة إلا الأمور كل ميسرة ببركة الإذن الإذن يا إخواني الله أزن لنبيه وداعيا إلى الله بإذنه والنبي أذن لأصحابه وتناقل الإذن جيلا بعد جيل إلى زمننا كان من قبل الإذن كانوا يكتبوه كتابي أذن له بما أذن له شيخه بالإمداد والاستمداد والتعليم والعلم كان يكتب له الإجازة الإجازة ولا تزال موجودة فإذا أذن الشيخ لك بإذن ولو شفه هذا الإذن خذه أن فيه سر الخير والتيسير وقضاء الحوائج وليس فيه أي شيء مما يؤسرك في الحياة استأذن أما الأخ يعمل بعدين يجي ليستأذن قبل ما تعمل ما عملنا عملا إلا بإذن ولما استأذننا كان كل شيء الله عز وجل يهيئه لنا من غير أن نبزل جهدا أو تعبا فالمريد إذن لا يتصرف بغير إذن ولا استشارة بدك تستشير بدك تستأذن لأن الشيخ عندما يأذن لك يا أبني لا يأذن لك على كرام يا الله مأزون الشيخ أمين أمين الله الله أمنه على حياتك وعلومك ودينك فبده يشير إلك بما يصلح دينك ودنياك أما مأزون ومشي حالك لا يأذن فكل إذن لابد له من رباط روحي مع سيدنا رسول الله ما أزن ولي من أولياء الله لأحد من المريدين إلا برباط مع رسول الله هذا الإذن فإذا أزن لك بروحانية رسول الله فمعناتك يا أبني أنت أنت عم تمشي بهالروح المحمدية هذا السر اللي الناس ما عرفوا ظنوا أنه بيشتغل لحاله كما بده الشيخ ما له فاضي لهود بدك تستأذن هذا شيء ضروري في الطريق خاصة في الدعوة بدك إذن خاصة عندك أخوك أختك حبيت تعلمهم ذكر الله بدك تستأذن ما يجي أنت تجي تعلمهم أنت صرت شيخ بدك تعلمه بقى الزكر لا يا أبني بدك تستأذن حتى يغلوا إمدادهم كامل أما تجي أنت بتعلمه تعلمه ما بيشتغل بالذكر ليه أنه ما في إذن فحملته مسؤولية وما نفت فيها الإسم عليك لأنه أنت ما عم تشتغل بإذن فالعاقل دائما يا أبني المريد الصادق هو من مشى دائما بإذن شيخه دائما مشى بإذن واستشارة حتى يحقق الآمال فإذا كان العلوم كلية تبدأ أذن لو واحد باللغة العربية بده يعلم بيستأذن أستاذه بيقول له علم بالقرآن بده يستأذن أستاذه فبالتربية يقلها أذن داعيا إلى الله بإذنه والإذن سر إلهي ينتقل من قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى قلب العارف الذي يأذن بما يأذن به سواء أذن بالتعليم الزكر أو أذن بالدعوة أو أذن بعمل فهذا شيء مرتبط رباط كلي فإذا ما بتعرف أنت إذا ما بتعرف الحق مو علينا الحق عليك إلك أنه تسأل والشيخ يا أبني لا تظن أن الشيخ بس مش أني علمك الشيخ يا أبني بيكون تاخدوا منه جزئين جزئين بدك تاخد منه الجزء الأول التعليم إلى الأذن وبدك تاخد منه الإمداد الروحي من القلب ليصي فيه معك مدد روح هالمدد الروحي اللي بتحسن تحكي فيه مع الناس وين ما عادر بتتكلم عما نجيب عالم عم ياخد دكتورة ما عم يطلب يدو يحكي وعم يجي أخ أمي ما بيعرف يكتب اسمه عما يساوي درس عم يحضر بدرسه كذا إنسان رحمة الله عليه أبو غنيم رحمة الله عليه كان يدرس بجعم الأموي فلاح وأمي لا بيقرأ ولا بيكتب لا بيقرأ ولا بيكتب يدرس زعم الأموي يحضر درسه أكثر من خمسمائة واحد مشايخ الأموي يعترضوا إنه بلك عم يخربط بعض شوية عم ينفع ولا ما عم ينفع والله عم ينتفعوا الناس وبيبكوا بدرسه بيبكوا وهو أمي ليش أمي عم يساوي الدرس لخمسمائة عم يعدوا وبالأموي وليش العالم أخذ الدكتوراه اللي يصل له أربعين سنة عم يدرس ما بيعد حول منه عشرة شو السر؟ هذا آخي الأمضى يا أبني تاخد أمضى بتروح للبنك بتقبض مديون وإذا أنت مضيت الأمضى وقديش بيأبضوك عليها بيسحبوها على السجن صح؟ فبدها يا أبني أمضى هذا إذن أمضاء من أهل الله فلما بيمضو لك الشك تبعك بتقبض يا مثل حكايته كان رحمة الله عليه كان أب مصطفى الخرفان رحمة الله عليه كمان أمي أزل عند الشيخ بيشتغل عربجي على العربائي عربجي أمي كان درسه يحضر المشايخ العلماء علماء يحضروا بدرسه كانوا يعمل الدرس عن سيدنا الحسين يعدوا علماء في درسه علماء شلون قاعدين أنت صار لك عشرين سنة بالعلم وتلاقوا أربعين سنة قاعدين والله هم ننتفع إليش عم تنتفع من أمي وأنت عالم أن الأمي مأزون أنت مالك مأزون فيا ابني هذا العلم لما الإنسان بيعرف أني أنا اللي بوعه كان فيه قبل باب السريجة نحن نازلين من باب الجابة نحن باب السريجة فيه هون إصقاء الحطاب بيقلوله ما هي؟ إصقاء الحطاب كان فيه واحدة نيكة من تلميذ الشيخ أمين الله يقدس سره فكان اسمه الشيخ شاكر غلى الحليب الشيخ شاكر غلى الحليب أنا بكرة يساوي طنجرة حليب يبيعها كان يدرس بجامع إسنانية والشيخ شاكر ما هو عالم ما هو عالم ما عنده علم يدرس بالجامع ودرسه بالجامع يتعبى الجامع جامع إسنانية يتعبى فكان الله يتغمدهم برحمته كان الشيخ هاشم الخطيب هذا الشيخ الشام كان الشيخ هاشم الخطيب مدرس وخطيب الأموية الشيخ الشام كان والشيخ الكذبري رحمة الله يعني كان دائماً يرى رسول الله يعني الشيخ من الكبار الناس تاخذت الشيخ شاكر شاكر قال له نحن نشوف شو هذا شو عم يعلم شو فدخلوا على الجامع وتخبوا وراء المنبر فالشيخ شاكر هو عم يتكلم تكلم بكلام ما فهموه قال له عم تفهم عليه الكلام عم يدخل لك بس من عم فهمني شو هالكلام اللي عم بيحكيه فالشيخ قال الله يرضى عنه هو عم يدرس أهل بيجوا وبدن يفحصوا الشيخ بدن يشوه يسمعوا كلام الشيخ إذا جايين نفحصوا الشيخ ما لح تفهم الشيخ لي بعد اسبوعين ببيتك تفهموا بعد اسبوعين بتعرف الشيخ انتفت الشيخ شو بعد اسبوعين لنفهم الشيخ بعد اسبوعين الشيخ هاشجم عم يطالع بالفتوحات المكية وأزل الدرس اللي حاكيه الشيخ شاكل الحمصي بالحرف أمي ما بيعرفي عم يحكي له عم يظهر الفتوحات المكية عن ظهر قلب الفتح فتح كله يا أبني من عهد سيدنا أوبكر الصديق وإلى قيام الساعة الفتح واحد الشيخ هاشي من المشاء حمل الكتاب ورحل عن الشيخ الكزبري خد شوف الشيخ قال لبعد أسبوعين هذه الكلام خد ما هذا هو أي والله يا طيب الشيخ حافظ الفتوحات المكية طلع الشيخ ما بيعرفي لا يرى ولا يكتب شلون يا أبني لا تقول له شلون امضاي إذا مضونك إذا صاحب مقام ومضالك على ورأة بيضة تاخد فيها وخلي واحد مثل حكاية يمضي لك على خمسي ورأة شو بتقبض يا أبني بدها إذن فالاستئذان يا أبني من أجلك أنت حتى الله يجعل لكلامك قبول في قلب الناس إذا فيه إذن الناس بيقبلوا إذا ما فيه إذن بتحكي بتحكي ما حدا بيسمع هذا بيحمل الصباط ويمشي وهذا بيضهره وهذا ما حدا ليش هذا سمعوله ليش هذا ما سمعوله هذا الإذن يا أبني فلو عرف المريد شوفي بالإذن ما بتحرك إلا وهو وهو على إذن من أولياء الله وهذا الإذن يا أبني بيجعل الأخ دائما مقبول لدى كل الخلق وين ما قعد لي كل الناس بيفهم بيحبه كل الناس بيعشقه للإذن طيب من جملة ما حكينا عدم الاعتراض الإمام الغزالي إليه كلام رضي الله عنه وأرضاه كلام كتير راقي قال الإمام الغزالي كنت في مبدأ أمري أول ما اتعلم منكر لأحوال الصالحين منكر لأحوال الصالحين يا سلام عالم ومنكر نعم منكر لأحوال الصالحين شلون ومنكر لمقامات العارفين أولا دول إلم مقامات أولا حق بالخرج بلا مقامات بالشيء قال حتى صحبته شيخي شيخ يوسف النساج لما صحبه قال فلم يزل يسقلني بالمجاهدة الصقل لما حجر على حجر بتحقه شو بيصيد حجري ناعم عم بلمع قال فما زال يسقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات مجاهدة النفس تمشي عما إلهه مجاهدة النفس حتى صار في واردات أوراد من الأوراد شو بيصير واردات قال فرأيت الله في المنام يا سلام هاي صحبة كان أول كل معترض منتقد بلا عارفين بلا كذا لما صحب في حياة تانية يا ابنين يا ابنين العلماء ما بيعرفوها الحياة هاي المشايخ اللي درس ما بيعرفوها الحياة يعني هذا بجوز وهذا ما بجوز أما حياة القلب صيدة الروح بالله زوق الحب زوق الإيمان هاي ما بيعرفوها فالإيمان غزالي هيك قال فرأيت الله في المنام فقال لي يا أبا حامد مين عم بحاكي الله في المنام يا أبا حامد دع شواغلك واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري الله أكبر الله أكبر ما أعظم هالعطاء هداء جعلتهم في أرضي محل نظري إذا أراد الله أن ينظر لون بنظر إلى قلوب العارفين ينظر إلى قلوب العارفين بالله قال له تريك شواغلك تريك دراستك وشغلك وعملك تريك الكل اصحب قوما جعلتهم في أرضي موضع محل نظري قال له أمين هني قال له هم الذين باع الدارين بحبي من أجل ما حبتي باع الدنيا وباع الآخرة بده حب الله باع الدارين بحبي قلت بعزتك شو تسب برابو عليه بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم حتى ما أنتقد على واحد أحسن الظن فيهم كل قال فعلت إليك لحدوءك برد حسن الظن بهم وأن تكون منهم والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا يلي بيقطعك عنه تنشغل بالدنيا تنشغل بحب الدنيا هاي يلي بيقطعك عن أهل الله كان ينوازب انشغل ما أحد إجاء كان يحضر درسين ثلاثة صار بالجمعة ما يحضر درس انتبه انتبه متى ما أصر الدرس واحد حطيت إشرة موزي تحت إجرق أول درس هذا اللي بيخاف عليك من أول جلسة لازمت عهدت واظب لازم وكل ما لازمت كل ما بيتسبت يقينك أكتر الشجرة لما بتساب بتلازم شرشة لون بنزيل بيغمئ ما هي عواصف الزمن ما عاد تأثر عليها لكن إذا ما كانت سابتة لتحات بيجي هواء بيقلعها برميها فخليك دائما سابت فالله يرضى عنه فلما قال الله له ذلك هدول محل نظري هدول في أرضي محل نظري لذلك الله يرضى عن سيدنا علي قال إن لله في كل يوم سلاسمائة وستون نظرة إلى قلوب العارفين كل يوم بيطلح على قلب العارف ثلاثمائة وستين نظرة فاجتهد أن يكون اسمك في قلوبهم فإذا نظر الله إلى قلوبهم فرأسمك معهم فأمدك بمدده الله يرضى عنه وهي أديش من أي غالي لذلك في حديث موجود في كتاب الكنز الكنز كاتب أنه رواه مسلم أنا ما رأيت بصحيح مسلم قال الدنيا حرام على أهل الآخرة الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا والدنيا والآخرة حرام على أهل الله أدوه لا بد هاي ولا بد بد الله لا دنيا ولا بد الله فيا أبني بلكن تكونوا على هالمستوى هذا روي الابن عساكر والإمام الديلمي رضي الله عنهم فإذا كان لحنا بنى نظر أنه الإنسان لما بدي جالس نرجع إلى كتاب الله فلو أخذنا من كتاب الله قصة سيدنا موسى صلوات الله عليه كل مرة بناخد منها شيء ودرس جديد سيدنا موسى كليم الله مع جلالة قدره وعظيم مقامه ونزل عليه التشريع ونازلت عليه التوراة من أجل الصحبة الله أمره أنه يروح إلى مجمع البحرين ليلتقي بمن يصحب ومشى الطريق الطويل البعيد البعيد حتى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب وجد التعب لقد لقينا من سفرنا هذا نصب طيب مع هذا النصب والتعب يلي وجده مع ذلك ماذا حصل معه لما لم يمتسل نهيا واحدا نهيا واحدا قال له لا تسألني عن شيء فسأله حرم العلوم والإمداد والعنل الحال الروحي وحرم كل الفتح من سيدنا الخضر وكانت النتيجة هذا فراق بيني وبينك فراق فراق بيني وبينك مشان نهي واحد نهي واحد قال له لا تسألني عن شيء فسأله فبإساءة الصحبة وعدم الامتسال للنهي هذا فراق بيني وبينك صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لو صبر لا رأينا العجائب لو صبر لكن ما صبر فإذا الصحبة يا ابن بنهي فممكن بمخالفة من المخالفات يا ابني تحترم الشيخ ممكن بمخالفة تحترم الجامع ممكن تكون عم تذكر الله يا ابني بمخالفة تحترم ذكر الله ما يقبلك معه يبعدك عن ذكره لذلك إخواني خليك دائما خليك دائما على باب على باب الله ذاكر مواصل ملازم وإياك وإياك ونفسك إياك ونفسك ما في شيء يخرب المريد في الطريق مثل النفس نفسك بتتم بتتم بدها راحة بتتم بدها مكانتها إيه شو بنا نعمل شو بنا حط واطة حط لك خمسين واطة حط خمسين واطة وانتفع ولا يحملوا عطايا الملوك إلا مطاياهم يلي ما بيصير مطية للملوك ما بيحملوا العطية لما بدأ يحملوك خرج الدهاب شو بدك تكون بدك تكون مطية تصير حتى يحملوك فلي بده يحمل الإمداد الإلهي بدك تكون يا ابني متزلل مفتقر فإذا ما افتقرت وتزللت ما بتحميل الله عز وجل جعلنا مثال في الحياة الشجرة عندما يكثر حملها شو بتعمل بتنخ بتنخ لسه صغيرة الحمل ونخي فما يقبر بيتأل حملها فالله بيلهم البستاني بيقول له قوم حطل لشاب خلي يصير حملها وين على الأرض ما تت هي تشوف الحمل تتقيل عليها على الأرض صال الحمل فلما بيتأل حملك الله بيحمل معك بس كون دائما يا ابني مع الله لا تفكر بنفسك لا تفكر أنه أنت وانت كب أنا مع جنب ودخل على أهل الله دخول المتواضع الطالب لعلومهم الطالب لفنونهم في علوم ما كل الأوقات بتعلم الإنسان لكن إن شاء الله المجال سيء لا أحكيكم أشياء الحياة ستكون معنا إن شاء الله إن شاء الله طويل يا جاي بالله فال لما بكون يا ابني أنت كأخ تريد أن تنتفع من الشيخ حابب تنتفع اجعل نفسك مريض بين يدي الطبيب كمريض بين يدي الطبيب فالطبيب إذا قال لك بدك عملية مستسلم وإذا أعطاك حبوب بتستعمل إبر بتستعمل هذا المريض مع الشيخ كمريض مع الطبيب فالطبيب بده يداويه حتى يخلصك من المرض فإذا قال لك تهى وإذا أعطيك إبري بتقول له أنا جيت لعندك لتوجعني أنا جيت لطيبني من الوجع بدك تتحمل أولاً بدك تصبر فدائماً يا أبنين المريض مع مع الشيخ كمريض مع مع طبيب ودائماً استغس بالله خدوا مني يا أحبابي الله يفتح عليكم أكثر الاستغاسة بالله اطلوب من الله اللهم دلني على من يدلني عليك اللهم أوصلني إلى من يوصلني إليك سل الله يا أبي اللهم دلني على من يدلني عليك وأوصلني إلى من يوصلني إليك فاجعل بالنهار لقاءك معهم وبالليل دعاءك إلى الله أن يكرمك معهم بصحبتهم وبمجالستهم لتكون لتكون من أهل القرب إلى الله عز وجل فمن ضروريات الإيمان صحبة المرشد وصحبة المرشد مثل الترياقع مثل الدواء الناجح الإيمان وضرورات الإيمان صحبة المرشد وملازمته فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس عيوب النفس مطلع على خفاياها في خفايا كثير للنفس لا أعطيكم وحدة من خفايا النفس وحدة من خفايا النفس النفس دائما تحب الكسد لا تحب النشاط دائما تحب إلا هو لا تحب الجد دائما النفس تحب ضياع الأوقات لا تحب اقتساب الأوقات فعندما تريد الطاعة تظهر لك النفس بحالة المرض بحالة الضعف تشوف حالك ما عندك نشاط ما عندك استعداد أنت جسمك صحيح لكن النفس ما بديك تقوم بالطاعة لأن النفس لا يوجد يا إخواني في الكون كله لا يوجد محارب لله إلا النفس محارب لله فقط مين النفس فلا تريد الصادق لا تريد أن يتقرب إلى الله لا تريد أن يأنس بالله فتورجيك فتورجيك التعب والمرض والكزاء حتى ما تعمل من ناحية تانية أردت أن تذكر مسكت المسبحة خمسين خمسين وحدة بيبعث لك لك تترك الزكر أنه وصلت لللزة لما وصلت لللزة بيبعث لك هالأشياء هاي تبعث النفس هالأمور هاي كلها حتى تشغلك عن الله لذلك متى جلست جلسة للذكر لو السماء نزلت للأرض خليك أحد لا تتحرك خليك جالس لو صريخ لو عياد لو اقتال كله أوهام خليك أحد عم تذكر النفس تعمل كل هالأشياء هاي حتى تشغلك عن لحظة اللزة أنه متى ما صار لها اللزة إليك ست بدك تطهب معها مرة تاني بدك تذكر الله حتى اللزة تزيد بدك تتابع للزة وإذا تابعت اللزة النفس بدأ تموت أنه لزة الحب لله والقرب إلى الله مع الهوى ما بتر تبيض فلما بتشوفها لبدا تموت بدأ تدافع عن حياتها ما بيقولوا عن حياة البقاء للأصلاح بدأ تدافع عن حياتها فلذلك بتعمل لك كل الأوهام حتى تشغلك عن الله وإمتى ساعة اللزة ساعة اللزة تركته في الزيت يا مسكين فإياكم النفس تضحك عليكم أو توهمكم أو اتهيئ لك أشياء أنه لح تخرب لح تموت لح تجن بيلاقي أشياء كثيرة فكر من لح يجن بحس خربشار بالبيت حركات كذا كله يا أبني من أوهام النفس بذرك الزكر بيسطح بالفرشة لك هذا وقت العطاء واعلموا يا إخواني والله كما ورد في الحديث إن لله ملائكة يرشون النور في قلوب عباده فالله بعث الملك الملك يرش النور في قلبك فتح الله أعطاك الفتح حص بخربشي فز وهرب يعني عجل البنك وقدم الشاك لما فتح السندوق وطال أهل المصاري وأم هرب هذا هل أبدأ تقبط لك أبني هل أبدأ من الغريبة فإياكم والنفس بهذه الأحوال كثير من نفس الآن بتشغل المريد عن التقرب إلى الله وعن ذكر الله فإذا حصل إلا والله ما بتقومي لخلي صوات الزكر تكسرت رجلي تعبت صارت حريقة صد قاعد عم بذكر بتفتع عيونك قلت لك ما في شي ما صار شي لا حريقة لا صار كله من أوهام النفس النفس تعمل أوهام بعض أوقات بتخلي الإنسان يهرب فإياكم يا أبني والنفس في حالة الزكر جلست إلى الزكر هي ساعة القرب إلى الله وما بتعود وما بتعود تمسك مسبحتك إلا بعد أن يأذن الله لك الله أزين لك بالذكر فإذا عدت لحتى تذكر بعد الزكر الله يفتح عليك فأوحى تنسك الكنادر وأضرب رأسي فيها كنادر الإخوان وأضرب رأسي وأقول أنا الله ما قبلني من ساعات هذا ذكر أليل أليل من ساعات ذكر أليل أضرب رأسي بالنعال أنت قد يش عم تذكر مجنينا والعائلنا الله يثبتنا بقوله السابت فأوحكم أخواني تخلوا النفس تضحك عليكم أو تلعب عليكم بدي يعرفكم بنفوسكم لحتى ما تخلوها سيطر عليكم أنه متى ما سيطرت عليك ما بقيت تعرف لا تذكر ولا شيء في واحد يقعد لا يذكر بتهوج الشهوة معه لك هلأ ما الله ما الله هي إذا ما الله هيك شو بدي يكون برا ما بيصي معه هيك عند الزكر هاي النفس قويت معه هالحال هذا من شان يترك الزكر بيترك وبدأ يفز لحيا ابني عود خليك قاعد ولا تلتفت إلى هالأمر هذا عود اشتغل وسدد الهدف بالتوجه إلى الله ومتى ما سددت الهدف بالتوجه إلى الله النفس بتموت بتروح اليوم أخذنا اليوم على الصحبة وبعض الأداب في الصحبة سمان تاية الأداب بعد الصحبة سنبدأ بقى بخط تاني إن شاء الله ببحث تتعلق عليه الصحبة الصحبة يغفر لي ولكم مغفرة عامة شاملة عم خدس لك درس سبعة إلا خمسة مشان اللي عنده شغل ما يقصر اللهم إنا نسألك يا حي ويا قيوم نسألك بإسمك العظيم الأعظم أن تجعلنا أهلا لمجالستك وأن تجعلنا أهلا لأنوارك اللهم اجعلنا أهلا لأسرارك اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين واجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنه اللهم اغفر لنا ولوالدين ومشايخنا وللمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين لحنا قالنا يا بابا يلي بدك تصحب شو لازم يكون حكينا اللي بدون نصحبه شو لازم يكون عالم بايه بكتاب الله مقتدي برسول الله أما إذا نوجد عليه بعض الخطايا فالصحبه فالصحبه بالنسبة ما هي ما هي كاملة لحنا ابننا اصحاب من يقتدي برسول الله ظاهرا وباطنا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقدرنا إلى حبك اللهم جعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الضمأ الشديد اللهم جعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم أكرمنا بكمال محبة سيدنا محمد وأكرمنا بكمال محبة أوليائك وأحبابك واجمعنا بهم تحت لواء سيدنا محمد غير خزايا ولا ندام اللهم ارزقنا الصدق في محبتهم وارزقنا الإخلاص في صحبتهم وارزقنا اللهم رضاهم ظاهرا وباطنا اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين جزى الله عن ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عن ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على سبيل والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبرع إليك من حولنا وقوتنا ونلتج إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بفضل الله وتوفيقه تقدم معنا المجلس الأول والثاني على الصحبة ولكن الصحبة جسد لا روح فيها فإذا وجد الجسد بلا روح لم يكن له مكانه ولم يكن له منزله الصحبة جسد وروحها هو الحب فإن وجد في الصحبة محبة انتفع المرين وسلك وارتقى وإن لم يوجد بالصحبة محبة كانت مجالسة عابرة لا تزيد عن سماع حروف لا تصل إلى البيت ولا تزيد عن سماع كلمات لا يتأثر بها الإنسان المفتاح الحقيقي للمعرفة والعلوم والهداية والارتقاء هو الحب والحب ليس هو زائد عن شرع الله إنما هو من شرع الله جل وعلا الحب الله عز وجل ابتدأ به فأحب خلقه وطلب منهم محبته فلا تظن أن الحب هو خارج عن الدين أو خارج من الشرع أو هو أمر سانوي الحب هو أمر أصيل في سلوك الإيمان ولا يمكن للمؤمن أن يبلغ الإيمان بدون الحب فالإيمان هو الحب ولا إيمان لمن لا محبة له الحب كلمتين طوي عليهم الكون كله من العرش إلى الأرض كله مبني على هذين الحرفين الحب والله تعالى يقول يحبهم ويحبونهم يحبهم فإذا كان الله يحبهم فمعناة الحب أمر ديني شرعي يقوم به الإنسان فإيمانه على قدر محبته فمن أحب جزءا كان إيمانه جزء ومن أحب كلا كان إيمانه كلي فلا تظن أن إيمانك هو أن تقول آمنت ولا أن تقوم ببعض الأركان فتقول آمنت كل طاعة وعبادة لا حب فيها لا قبول لها لا تقبل ولا ترتفع في موضع القبول فأصل كل مادة من الطاعة محبة الله جل وعلا والحب نوع واحد لا يتغير إنما هناك نوعان حب فناء وحب بقاء الحب نوعان حب فناء وحب بقاء كل ما كان محبته من أجل الدنيا وللحياة فهو حب فناء وكل ما كانت محبته من أجل التقرب إلى الله وعبادة الله فهو حب بقاء والفرق أن حب الفناء لا أجر فيه بل لعل أن يكون فيه معصية وحب التقرب إلى الله حب عبادة وطاعة يؤجر عليه العبد فحب مأجور وحب مأزور بالوزر فحب الأجر كل ما يقربك إلى الله ويدلك عليه والأجر هذا الأجر والوزر كل ما كان للدنيا متعلق بالدنيا فهو حب مأزور بالأجر بالوزر لا بالأجر فهذا الحب الذي يسعى إليه الإنسان يبتدئ بحب أولياء الله وينتقل إلى حب رسول الله ثم إلى حب الله ومن لم يبدأ بالحب من بدايته يعشر عليه الوصول إلى نهايته من لم يبدأ الحب بأولياء الله لا يمكن له أن يتزوق محبة رسول الله ولا محبة الله وهذا أمر بديهي طبيعي أوحى الله إلى سيدنا موسى صلوات الله عليه وسلامه يا موسى وعزتي وجلالي لو أتيتني بعبادة أهل الثقلين وحب لله ليس وبغض في الله ليس ما قبلت منك شيئا لو أتيتني بعبادتي أهل السماوات وأهل الأرض وحب لله ليس يعني لا يوجد وبغض في الله ليس ما قبلت منك شيئا إذن أصل العبادات كلها هو الحب والحب نأخذه اليوم من الآيات والأحاديث والدفس الآتي إن شاء الله تعاريف الحب والدلال على الحب وكيف يكون فأولا الحب كما ذكرته شرعي ورد في كتاب الله جل وعلا وردت كلمة يحب في 53 آية في القرآن إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب 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 53 آية وآية لا يحب وردت 24 آية في القرآن لا يحب إن الله لا يحب القوم الفاسقين لا يحب القوم الغافلين فإذا كان في القرآن وردت كلمة الحب ب53 آية ولا يحب ب24 آية معنى ذلك أن الحب له منزلة في القرآن ومنزلة في الإسلام فمن أحب فقد طبق كلام الله ومن لا يحب فقد وقع في البغض من الله والبعد عن الله فأول ما نبدأ قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنتم تحبون يعني إن كنتم سلكتم الطريق لمحبة الله فلن تصلوا إليه إلا من طريق اتباعي ومحبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة رسول الله إن كنتم تحبون الله الحب هنا لا يظن الإنسان أنه كلام أن يقول أحببت الحب ليس هو كلام وليس هو حروف إنما الحب نار تشتعل في القلب بالتقرب إلى المحبوب نار ما بيهدأ ما لم يلتقي بحبيبه ما لم يشهد حبيبه الحب غير ما يظنه الناس إنه الله بحب وبحب هذا كلام متى أحب المحب هان عليه وقته وهان عليه ماله حتى نفسه تهين عليه إذا أحب ما بيقولوا الحب شو بيعمل يضرب الحب شو بيزل الحب للدنيا زل والحب لله عز الحب للدنيا وما فيها زل والحب والحب لله وما يقرب إليه عز فكل فكل ما أحب الإنسان وصدق كلما زادت درجته وارتقت مرتبته وتقرب من الله بصدق محبته والحب ليس هو محصور على الرجال للرجال والنساء والصغار والكبار لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان أول مرة يرون النبي استقبل النبي البنات والأطفال الصغار وهم يضربون بالدف فوقف النبي بينهن وقال لهن أتحببنني هل هل لطف صلى الله عليه وسلم أتحببنني قلنا إي والله يا رسول الله قال الله يشهد أن قلبي يحبكن يعني في بين بين القلبين في تناسب فالحب ما هو كلام محبي طلعوا يدقوا بالدف لأول مرة ينظروا إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بعد اللقاء وبعد المجالس وبعد المحبة كيف تكون محبتهم فالحب إذن أمر ليس هو كلام يقال المحبة معنى معنى دق فهمها عن العقل البشري العقل البشري ما بيحسين يوعى معنى الحب لأنه حالة روحية ما حالة فكرية حالة روحية دق فهمها عن العقل البشري كما دق معنى التجازب بين المغناطيس والحديد إذا نوجد المغناطيس والحديد شلون بينجزب الحديد إلى المغناطيس شو السر اللي اللي جذبه كما أنه هذا ما حسن الإنسان يفهمه ما شاف إلا الجذب الحديد هكذا الحب يسري من غير أن يعي الإنسان هذا العقل كيف لا يستطيع فهم الحب إلا من كان له قلب لذلك الله قال إن في ذلك لذكر لكن لمن كان له قلب القلب والروح هي التي تعني معنى المحبة فلما تحب لا تحب بجسدك تحب بروحك ولما تحب تقدم المال لما تحب تسهر الليل لا تشعر بالتعب لما تحب تحمل الثقيل لا تشعر بثقله هذا الحب وإذا لا 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 لو قالوا لك جبل محرم ستجد إليك لا 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 فأولا الحب من أراد محبة الله فلابد له من اتباع رسول الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هو باب محبة الله جل وعلا ولا تظن أن هذا الباب هو الذي يوصلك بمجرد ما أنت تبد حب لا بد أن يشرح أن تشرح هذه الآية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلى الله عليه وسلم من أحب الله فليحبني من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي حب النبي من غير حب الصحابة ما بمشي الحال من صحابة النبي بدك تشوف في صحابة النبي في زمن وفي زمن ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن أنه بدك تفهم القرآن من أصحاب رسول الله الأصحاب اللي صاحبوه جسديا أو صاحبوه روحيا هذه صحبة إما صحبة الجسد وإما صحبة الروح فلي صل صحبة الجسد هذا صاحب وصحابي ولي صل صحبة الروح كمان هذا صحابي فبدك تتعلم القرآن منين ممن صاحب رسول الله وكشف الغطاء عن قلبه بحب رسول الله فعلم أسرار كتاب الله فإذا ما عرفته ما بتحب النبي من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد أنه معاني القرآن وعلوم القرآن وهداية القرآن وشرح القرآن وين بيصير في بيوت الله في المساجد فبدك تهوى المساجد يلي فيه مجالس العلم يلي فيه مجالس الإيمان يلي فيه مجالس الزكر والتقرب إلى الله كل مربوطة ببعضها فصلى الله عليه وسلم فلا أظن أنه بمجرد ما أنه صلى الله عليه وسلم حبيت النبي في قدامك طريق بدك تتبعه فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب مساجد يعني بدك ترتاد إلى المساجد حتى تكون ورجل قلبه معلقون في المساجد فليحب القرآن من أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أبنية أذن الله تعالى برفعها رفع المساجد في رفع الجدران وفي رفع الإيمان في بيوت أذن الله أن ترفع هذا رفع الجدران والرفع الثاني ويذكر فيها اسمه هذا رفع الإيمان فبدك المساجد التي يرتفع الإيمان بها ويتسبت الإيمان في القلب بإراد والمجيء إلى هذه المساجد قال أذن الله تعالى برفعها وتطهيرها دائما أن تكون المساجد طاهرة ونظيفة وبارك فيها بارك في المساجد لأن المساجد دائما فيها فيها كلام الله يتلى فيها علوم القرآن فيها أهداف القرآن فيها حكم القرآن وبارك فيها فهي ميمونة ميمون أهلها ميمونة ميمون أهلها إذا فيه اليمن والبرك والخير لكل من أتى إلى المسجد فهم في صلاتهم فهم في صلاتهم والله تعالى في حوائجهم الله أكبر أنت جاي على الجامع والله تعالى يقضي لك الحاجات يسر لك الأمور يفرج عنك الغموم هم في صلاتهم والله تعالى في حوائجهم وهم في مساجدهم والله تعالى في نجح مقاصدهم ماذا تقصد؟ الله ينجح لك المقاصد أي قصد تقصده فالله ينجح لك هذا القصد وأنت في المسجد أنت قاعد بالجامع والله ينجح لك مقاصدك ما أريد أن تفكر ما أريد أن أريد أن أعمل أنت تعالى إلى بيت الله وترك الباقي على الله والله في نجح مقاصدهم يا سبحان الله ما أحلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث موجود في تفسير القرطبي فلو نظر الإنسان إلى هذا لرأى أن الله عز وجل يقضي له كثير من الحاجات والقصة التي سميناها من شيخنا رضي الله عنه وأرضاه عن الرجل الذي كان معتاد يذهب إلى الجامع يوم الجمعة معود يذهب إلى الجامع يحضر الدرس يوم الأربعة معود يأتي إلى الدرس فريد أن يأتي إلى الدرس وقالت له أين رأي قال لي اليوم الدرس قالت له إذا بدك تذهب اليوم وقت العدان تبعنا سقي البستان والبستان كل 15 يوم ينصها مرة فإذا ما صقينا معناتها لح تبس الشجر شهر ما لح تشرب معناتها البستان لح يبس منها نقصر البستان فإذا بدك تروح أنت على الجامع مين بدأ يصقي قال لي يا أم أحمد يا أم خالد إذا أنا متت مين بدأ يصقي لكم البستان أو تقلق بعيد الشر نبقى ندبر حالنا قال له هلأ أدبر حالكم هلأ وقت الدرس ما في شيء يشغلني وصل للباب ردت نادته يا أبو أحمد نعم قال له طيب البستان ندبر حالنا لك طيب العجنة الخبزة الطحين بالطاحون مين بدأ يجب النطحين كمان بدنا ناجم شأن ناكل ما في كمان خبز قال لك ما قلت لك أنا هلأ متت خلاص متت الآن أنا إلى الله دبر حالكم تأكلوا ما بتأكلوا سلام عليكم يا أبو أحمد يا أبو أحمد قال لك طيب لحمارة كمان ضايع هربانة من بين يا أبو أحمارة أو لا ألا انتهت حياتي سلام عليكم دبر حالكم إني ذاهب إلى ربي سيهديني فما دام رايح إلى الله فالله يهديه وذهب إلى المجلس حضر الدرس وانتفع حتى امتلأ قلبه بالإيمان لما انتهى المجلس رجع إلى البيت رجع إلى البيت شمريحة الخبز دخان طالع وريحة الخبز طالعة فات على البيت شو هات مين جبلكم الطحينات فمرته قالت له والله يا أبو أحمد والله أنت إليك عند الله كرامي خير قالت له أنت رحت لو نحن قاعدين عما نفكر مين يلي بده يجب لنا الطحينات مين بده يسئل عما نفكر قالت له ما شفت إلا جارنا عمد الباب خير جيراننا قال أنا رحت لجيب الطحنة خربطت بدل ما أحمل طحنتنا حملنا طحنتكم فأخذوا الطحنة تبعكم جاره ما حضر الدرس راح ليجيبوا الطحنة من الطاحون بدل ما يحمل طحنته حمل طحنت طحنت جاره فلما أوصل للبيت مرته قالت له شو هات قال لجيب طحنت قالت له هذا مطحنتنا هي طحنت جيراننا الله شغل جاره عالتال هاي والله في نجح مقاصدهم آكل واجد ونحن عم نعجن ما شعر إلا وحش لا راكد وراء الأحمار فالأحمار فتح الباب دغري طرع الباب وفأت دغري على الباية والوحش رجع الأحمار كما جوع الحمد لله قال له لشوفها الأرض طلع لا يشوف الأرض والجاره بده يصئي حاطة المر بده يفتح الماء على أرضه نايم على المر وطايفي الأرض من أرض جاره لأرضه صايا الأرض كلها فيأ جاره قال له أم أصي أرضك فصار يبكي قال له يا رب أنا مشان انتفئ أنا مشان إيماني تركت الكل لوجهك للجامع فيا ربي تكرمني بالثلاثة فتلك الليل يرى رب العزة في المنام يقول له عبدي تركت من أجلي سلاس فأعطيتك بها سلاسا وسلاسين ثلاثة ثلاثة في الدنيا وثلاثين قضاء حوائج عند لقائي الله عنده كثير والله في نجح مقاصدهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فكل ما يقربك إلى محبة الله هذا يعتبر عبادة وطاعة فمحبة العلماء محبة الشيوخ محبة المساجد محبة القرآن كلها طاعة وعبادة تقرب إلى الله ممكن يجي واحد يقول لك مش أنا إيش محبة الشيخ لأن محب النبي دغري إهل النبي عم يقول ده تحب أصحابي أول ما بتحب أصحابي حبك ما مقبول ما بتدخل إلا من طريق يلي النبي رسم لك يا صلى الله عليه وسلم من أحب الله فليحب ني ومن أحب ني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد إليش فإنها أبنية أذن الله برفعها وتطهيرها فهي ميمونة ميمون أهلها فهم في صلاتهم والله تعالى في حوائجهم وهم في مساجدهم والله تعالى في نجح مقاصدهم هذا يا أحبابي الحب فإذن الحب لحيخفف عنك الأتعاب لحيخفف عنك الأفكار بدل ما تفكر كتير وتتعب كتير الله جل وعلا هو الذي يقضي لك الحوائج وهو الذي يسر لك الأمور وهذا لو سألنا أحباب الله لو وجدنا هنا حقيقة عندهم ما بيفكر بشيء لا في الدنيا ولا في العمال ما بدل أن يفكر يجد الأمور كلها مهيئة عنده من غير تفكير بمجرد ما يخطر لباله الله يحقق له الأمال هذا الحب فإذا أحببت فإذا خفف الله عنك تفكيرك وخفف عنك حمولتك وخفف عنك أمك إذا أحببت فهي أول طريق الحب تيسير الأمور وقضاء الحوائج آية ثانية قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مين دول المتطهرين يلي في آية ثانية الله قال عن المساجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين شوفوا الآية يا أحبابي قال فيه فيه في إيش في المسجد فيه الهيلوين عادي للمسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه في المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني في الجامع فيه مطاهر في الجامع بده يقضي حاجة ويتطهر بالجامع شو الطهارة الموجودة إذن في الجامع ليست هي طهارة الجسد بده يدخل على الجامع طاهر لكن فيه بده يطهر جوا الطهارة التي توجد في داخل الجامع هي طهارة الروح من محبة السوى طهارة العقل من التفكير بغير الله طهارة القلب من الانشغال بغير الله هذا هل هون بيفز وحب يطهر بيعاب الجامع بده يضي حاجة ويتوضى لوضوه برا أما في الجامع فالآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يلي بده يطهر فالآية الأولانية الله ذكر فيها طهارتين طهارتين طهارة الروح وطهارت الجسد قال إن الله يحب التوابين والتوبة طهارة الروح ويحب المتطهرين المتطهر هو طهارة الجسد بالماء فقال يحب المتطهرين حتى تتوضى بالماء أما آية فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ولا المتطهرين ما المتطهرين المتطهرين جل جلال الله يلي تطهر من كل السوى يا أخواني والله الدنيا نجاسات حب الدنيا نجاسي لا يطهر القلب إلا بالله ولا تنقى الروح إلا صفاؤها مع الله وميلها إلى الله وعشقها لله فالله يحب التوابين الذين طهروا أرواحهم طهروا قلوبهم التوبة يا أحبابي في توبة الجسد وفي توبة الروح توبة الجسد أن تترك المعصية معصية عصيت تترك المعصية هي توبة الجسد توبة الروح أن تخرج من قلبك كل ما تعلق فيه ما سوى الله بدك تطهر قلبك من محبة الغير أن هذا الشرق يعتبر أن تحب غير الله هذا الشرق فبدأ يكون قلبك متجه إلى محبوب واحد فالقلب لا يسع إلا محبوب واحد وهو الله وأما المحبوبات كل ما يدلك على الله فهو من محبة الله حب النبي من محبة الله حب النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الله حب أولياء الله من محبة الله هذا كل حب طاهر هذا ما بدخل الدنيا ولا بدخل الهوى ولا بدخل الشهوي هذا حب طاهر مقدس حب يقربك إلى الله فهذا الذي يحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهناك توبة للجسد وتوبة للروح وتوبة الروح تسمى إنابة وأنيبوا إلى ربكم يعني توبوا بقلوبكم إلى الله أن لا تشغل القلوب بغير الله جل وعلا هذا يا أخباني هذا الحب الذي يستطيع الإنسان أن يصل به إلى الله عز وجل يحب التوابين إذن لازم تسعى إلى التوبة أولا التوبة كم توبه؟ توبتين توبة الأجزاد من الخطايا وتوبة القلوب من الميل إلى غير الله اشتغل وجمع وجيب المال وتاجر ما علي شيء بس قلبك ما يتعلق بغير الله ما تظن الدنيا أنه الشغل لا يا ابني اشتغل الدنيا أباحها الله لك خلقها لك ما معناها تتركها بتشتغل بتجمع بس يا ابني ما طلوب منك شيء واحد القلب فقط سلم قلبك لله وما بتسلم لله إلا إذا سلمت لأحد أولياء الله بتسلم قلبك لولي من أولياء الله فيوصله لك بالله جل وعلا بيدلك على الطريق بيعرفك على الحب بدوءك حلاوة القرب فيقربك إلى الله هكذا الطريق الذي يريد أن يصل من غير الطريق لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الهدف كل هدف له طريق بتسلك الطريق للوصول إلى الهدف إلى الله في طريق إلى الله بتسلك الطريق تصل إلى الله سيدنا أوبكر الصديق ما صار صديقا لو لا رسول الله لو لا النبي عليه الصلاة والسلام ما صار صديق سيدنا عمر ما صار فاروق إلا بعد صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كله يا أبني العارفين والصالحين ما صاروا إلا بعد ما صحبوا فالصحبة نسبة الصحبة يا أبني الحب تناسب بين المتحابين الحب تناسب بين المتحابين والنسبة تجازب متما صارت نسبة الحب صار في تجازب بين القلبين القوي يغزي الضعيف والضعيف يأخذ من القوي هذا هذا الحب هذا كله تجازب وكل الكون كل الكون قائم على هذا الحب تجازب المحبوب للمحب وانجزاب المحب نحو المحبوب فمحب ومحبوب فالكون كله قائم على هذا الشكل فلا تظن أنه أنت تأتي بشيء غريب أخي أعطينا دليل قرآني هاي أدلة قرآنية هاي أدلة وياللي بيئلك ما في حب وبلا مشايخ وبلا كذا بده يقطعك عن الله ويقطعك عن بيوت الله في واحد ترك مشايخ وتم ملازم على الجامع وتم ملازم على مجالس العلم تم يذكر الله بيلك هذا الزكر بدعة لا إله إلا الله واللهم أجلنا من النار واللهم أدخلنا الجنة أهل صلوا فز بيحكيهم لحاله هو راحوا خلاص مع الجماعة تكسب فلذلك إياكم أن تلتفتوا لمن أراد الطعن فهذا مسموم يريد أن يسمم الإيمان إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هاي آيتين آية تالتي بلى من أوفى بعهده واتقى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين أوفى بعهده أنت عهدت على الصحبة عهدت على الزكر عهدت على المحبة فإن وفيت بعهدك أحبك الله من أوفى بعهده واتقى اتقى أن يترك العهد اتقى أن يبدل أو يغير العهد عهد تذكر الله نصاعة تذكر لو صار لو نشل أن الزاكر لا يشل هذا من فضل الله الزاكر لا يقع بشلل بتوفيق الله وفضل الله لو صرت على فراش الموت بالتم عم تذكر ملا من أوفى بعهده واتقى اتقى هنا أن تبتعد عن القطيعة ما تترك الزكر ما تنقطع عن الصحبة ما تنقطع عن المجالسة من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الذين يمتسلون الأمر ويجتنبون النهي يمتسل أمر الحب ويجتنب أمر الجفاء والبعد فهذا الذي يحبه الله بلى من أوفى بعهده واتقى هنا اتقى ما رب دأن اتقى ما صل كتير اتقى نكس العهد أن ينكس العهد أو يترك العهد بلى من أوفى بعهده واتقى نكس العهد فإن الله يحب المتقين فإذا عهدت على الذكر أن تكون قائما بالذكر من غير تقصير ولا انشغال ولا التفات لذلك لما عيننا الذكر بعد الفجر ما في عندك شغل بعد الفجر بدك تنام إلا ما في نوم لنذكر الله ما يذكر الله بعدين بتنام هذا الوقت ما في شغل لا تشغل نفسك عن ذكر الله بشيء وفي العهد يوفي الله لك بعهدك وقد قال سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه يا رب يا رب وددت أني أعلم من تحب من عبادك متمنى أن أعرف من اللي بتحبه سيدنا موسى كليم الله يا رب وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه حبه على محبتك يا رب أعرف اللي أنت بتحبه لحتى حبه على محبتك يا ربي وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه فأحبه يا موسى إذا رأيت عبدي يكسر ذكري إذا رأيت عبدي يكسر ذكري فأنا أذنت له في ذلك يعني إجاك الإزم من الله هو طالبك تععد معه هو ورايدك تجلس جلس معه أنا جليس من ذكرني أطاك الإزم فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه الله أكبر الله أكبر أنت بتعد مع واحد ما بتحبه فإذا كان أحبك أذن لك بالذكر وإذا أذن لك بالذكر فيهنيئاً إليك هذا الإزم الله أذن أن يجالس فأنا عزي وأنا كرامي وأنا مجد هذا المجد قال وإذا رأيت عبدي لا يذكرني والله اليوم انشغلت ما ذكرت الله اليوم جاء نظيف اليوم أبي شغلني اليوم أمي بدياني كل يوم انشغل بشغلة وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك فكر حالك أنت مشغول الحقيقة محجوب يا مسكين فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه نسأل الله العفو والعافية بغض وأنا أبغضه نعم فبتظن حالك أنت ما لك فاضي تذكر أو مشغول الحقيقة الله حجبك ما بديانك ما بديانك شو السبب ليش ما بدياني أنا بحب أن أذكره لأنك ما أحببت أحبابه وما أحببت أولياءه وما أحببت رسوله لذلك ما بيحبك طالعوا لبرة بده يذكر حجبه بده يدخل من غير الباب من غير الباب ما في دخول يلي بده يدخل بده يدخل من الباب والله جعل أولياءه هم باب الوصول ومن دخل من الباب بلغ المحراب ومن بلغ المحراب أزن له بزيارة ربي الأرباب فإذا ما دخلت من الباب ما بتصال فهذا الحب يا ابني هذا الحب بدك تصال لكن من طريق إذا ما لك عيان الطريق بدك تتعلم كيف بدي أصال فذكرت الله والله ألبي آسي ما عم محس خليكم لازم خليكم لازمين يا أخواني الذكر دائما بين اسمين من أسماء الله بين اسم القابض واسم الباسد الذكر دائما يتردد بين اسم القابض واسم الباسد فمرة يبسط الله لك الرزق والعطاء ومرة يقدر ينشك عنك وأيهما أفضل للذاكر السالك أنا أفضل له القبض للذاكر خير من البسط دائما حفظوها القبض للذاكر خير من البسط ليش؟ لأن القبض يعطيك الإخلاص لله ما عم يحس بقلبه لا فتح ولا نور ولا هداية ولا وملازم الزكر هذا مخلص ذكر الله خالصا لله ما بده غير الله هذا صاحب المقام الرفيع هذا صاحب العطاء الواسع هذا صاحب الأنس بالله هذا الذي ذكر من غير فتح أو عطاء أما البسط لما بيجيك البسط ممكن تغتر ممكن تشوف حالك تحكي لأخوك تحكي لأمك صار معي كذا صار معي ومتى ذكرت حالك انقطع عنك الحال متى ذكر حاله للغير انقطع عنه الحال في غرور اغتريت أو شفت حالك اعجبت فلا أجر حبط أجره لذلك يا ابني الذاكر بين بين اسمين من أسماء الله يتردد بين القابض والباصد فمرة قبض ومرة بسط وأنت بأي حال تفراح الزاكر بأنه حال بفراح بالقبض أنت حبيت الشيخ إذا أعطاك حبيته ما دام عم يعطيه حبيته أنت ما بتحب الحب إذا منعك ما أعطاك وتميت على الباب فأنت محب فالشو بين المحب وغير المحب المحب هو الذي يحب خالصا أعطي أم لم يعطى وأما هذا يلي ما بحب إن أعطيته فرح وإن ما أعطيته زعيد هذا ما بحب فأنت ما الله بتحب الله لعظمته وقدرته أو لعطائه ونعمه أنت لأنه بتحبه كانت رابعة العدوية تقول تخاطب الله عز وجل ما أحببتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن أحببتك لأنك الله الذي تستحق الحب الله تستحق العبودية تستحق المحبة أما مشان جنة حبيت أنت عل حبك معلول فالمحب الذي يحب من غير عطاء فأنت بتحب أبوك ما أعطاك بتحب أبوك ولا بتكره أبوك ما أعطاك وخانأك وبهدلك بتحبه هذا من حب ليه لأنه أراد أنه يربيه فالمحب يا ابني لله هو الذي يحب الله لا لعطاء إنما يحب الله لذاته لعظمته وقدرته يحب الله عز وجل فإذا أحببت هذا الحب فلكل شيء أجر فيعطيك الأجر قال الله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين مين المحسن يلي الله لحيعطيه الدنيا والآخرة المحسن الذي عبد الله كأنه يراه هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فلما كنت مع الله على كل حال وهو معك على كل حال يعطيك ثواب الدنيا وسواب الآخرة ما بيحرمك ما وحد عن الثاني الدنيا الحسن والآخرة الحسن فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين هذا يا أبني الحب يلي المسلم إذا رزق هذا الحب بدأ بدأ يرتقي بهذا الحب فهذه الحب يا أبني التناسب إذن بين روحين إذا صار التناسب والتجازب بين روحين فيا هنيئا إلك ما ناتى فيه بينك وبين روحانية الشيخ نسبة إذا حبّين بينك وبين روح الشيخ فيه نسبة بين روح الشيخ وروحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسبة لو لن نسبة ما صارت المحبة دائما الحمامة بتجي للحمامة فيه نسبة أما حمامة بتمشي معبومة لا النسبة فإذا أحببت أولياء الله أولياء الله أحب رسول الله فمعنات فيه نسبة يا أبني بينك وبين روحانية رسول الله وهالواسطة لحد صير بينك وبين النبي روحانية الشيخ هيا فلو عرف الأخ أن هذا الحب هو باب الوصول فلذلك من قللك إلزم الأصول تبلغ الوصول من لازم على الأصول بلغ الوصول أما الذي بدأ يصن من غير الأصول ما يدخل فإذا كان المحبها التناسب والتجازب بين الروحين واليقين واليقين أن المحبة ليست هي من تعليم البشر إنما هي فضل الله جل وعلا هبة من الله يهبها للإنسان هبة لكن أنت إذا دخلت من طريقها الله يهبك هذه الهبة هبة الحب أولا بيجمعك تسمع ثم تصحب ثم تحب ثم تعشق وعندها يكون العطاء فأولا مجالسة فصحبة فمحبة فعشق وشوق فعطاء فلابد ما تمشي أول بول أهلنا الصحبة صلنا حديثين بالصحبة هاي بدأت أهلنا بدأت المحبة وهذا أول الطريق لسا ما بدأنا هذا أول أول الطريق بدك تتزوق حلاوة الإيمان فمن الآن عرفوا من لم يحب لا حصة له في هذا الطريق طريقنا مبني على الحب طريقنا طريق صديقي مقيد بسيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر الصديق حبيب رسول الله فمن سلك طريق الصديق وصل إلى الصدق بدك تحب من هذا الباب سيدنا أبو بكر الصديق أحب النبي حبا فاق عن حبه لنفسه ولأهله أحب النبي أكتب من نفسه وأكتب من أهله ربح ولا خصيف شو رأيكم كدنيا ربح ولا خصيف صار في الدنيا ملك وفي الآخرة له في الآخرة النبي عندما عرج إلى السماء وكان لقاؤه مع ربه هناك سمع صوت أبي بكر الصديق هنا فسأل أنه معنا أبو بكر قالوا أنت في مكان لا بيصل أبو بكر لا بيصل جبرين ما حسني صلو صلى الله عليه وسلم لكنني علمت أنك تحبه فأسمعتك صوته الحب وين يا ابني عند قرب الله في حالة القرب ذكر الحبيب سمع صوته مشان يتذكره فلا تظن يا ابني أنك في معزل عن قلب شيخك ولا طرفتين فشيخك في حالة وصاله في حالة اتصاله في حالة حضوره يذكرك بين يدي الله هذا إذا كان الحب يا ابني مرتبط إذا في حب وإذا ما في حب ما حدا بيذكر حدا أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أكون في بيتي جالسا فأسمع طنين أذني إذني ما فيه العم الطن فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقول لما بالطن إذنك قال لا أقول شيئا قال بل قل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اذكر من ذكرني بخير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طن أذن أحدكم فليذكرني فإني أذكره في الملأ الأعلى بخير ما نسيانك عم يذكرك بالسماء صلى الله عليه وسلم إذا طن أذن أحدكم فليذكرني صلي على النبي فإني أذكره في الملأ الأعلى بخير فمعناته يا أبني إذا كان الحب موجود الحبيب ما عم ينساك ما بينساك في حالة من الحالات فإذا كان أردت أن تصل إلى الحب فابدأ إبداء الحب ما يريد أن تعليم الأططة بأنه مدرسة درسة تحب أولادها تحب أولادها الأططة إذا واحد يبدو يمسكهم تهجم عليه تخل مشوا أنه هدول البلادي لا يتقرب عليهم مين اللي علم الحب هذا فطرة موجودة هب إلهية الله يهيبها لك لكن أنت طلب من الله وتقدم معنا اللهم صلني بمن يصلني إليك دلني على من يدلني عليك طلب من الله طلب من الله وسيد الخلق طلب اللهم إني أسألك حبك وحبه من يحبك فبدك مين يحب الله إذا صار لك اللي بيحب الله حبه حبك لحبيب الله هو حبه لله ومتى دخل الحب اشتعل النار في القلب الحب يا أحبابي نار بيحرق من القلب ما سوى المحبوب ما بيترك في القلب إلا حبيب واحد نار لذلك بعض المحبين بيصفر بيدوب شوها حب الحب الشوق عم يدوب لحمه عم يدوب إلهم محبوبات ترك الكل بعض المحبين لما شفوا ليش فهيك صاير معك فأنشد إلهم بيتين رضي الله عنه وأرضاه قال إذا وجدت أوار الحب في كبيدي أوار اشتعال النار إذا وجدت أوار الحب في كبيدي ذهبت نحو سقاء الماء أبترد بروح إلى الحنفية بده يبرد شوي ذهبت نحو سقاء الحب أبترد هبني بردت ببرد الماء ظاهرة هب إنه كتيت مي وبردت هبني بردت ببرد الماء ظاهرة فمن لنار على الأحشاء تتقدوه هذه لجوة مين اللي بدي طفيها ما بطفيها إلا النظر إلى المحبوب لذلك عشاق الله أحباب الله لا تنطفئ شرارة حبهم حتى ينظروا إلى مولاهم يوم القيامة تلك النظر التي هي مقصودهم في الحياة كلها فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل فذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرامة هذا اللي بده يصل للحب بده يصل من هذه الحالة هيا يا ابني لحتى يصل للإنسان ما يظن أنه يصل ها بكلمتين من العجيب يا ابني من عجيب الحياة الإنسان مشان يصل إلى المدينة المنورة بيقطع القفار والبراري وبيعطاش وبيجوع بس مشان يصل إلى بيت الله وحرم الله يلي فيه آثار الأنبياء آثار الأنبياء ها بيقطع مسافة ألفين كيلو متر لا يصل يشوف آثار الأنبياء يا عجبا فيك آثار مولاك ولا تقطع النفس لتصد إليها آثار مولاك فيك في قلبك في روحك آثار الله فيك اقطع نفسك الأمار بالسوء حتى تصل إلى الله لن تصل إلى الله ما دام نفسك موجودة فبتقطع البراري اللي تصل لهنيك اقطع نفسك الأمار بالسوء وهواك حتى تصل إلى مولاك نحن اختم لكم درسكم اليوم بثلاث أبيات شعر ما أنه اليوم أظن أطلي ما هي شوريا يكون إذا أطلي نعدنا شين الصاعة ثانية مين بوافق كلكم ما شاء الله الله يسبت ويرضى علينا وعليكم ويجعلنا يا أبني من الصادقين في محبة الله خذ نصح قولي في المحبة أو دع خذ نصح قولي في المحبة أو دع إن لم تمت وجدا فإنك مدعي إن لم تموت وجدا لوجد الشوق والعشق فإنك مدعي ليس الغرام نحول جسمك دائما عم يضعف عم يضعف وين حل لا ما هذا الغرام ما هذا الحب ليس الغرام نحول جسمك دائما كلا ولا طول البكى بالأدمع عم يبكي كثير ما هذا الحب ليس الغرام نحول نحول جسمك دائما كلا ولا طول البكى بالأدمع الحب ما أفناك عنه قليله فذهلت حتى لا تجيب ولا تعي ما عاد يعرف إلا حبيب هذا الحب لما بصير هذا الحب الله يرزقني وإياكم يا ابني الصدق فضل الله فضل الله نسأل الله أن يثبتنا أنا الآن خايف كثير الله يثبتنا بقوله السابت مرة أيام يا ابني الحب كان كان حبي أحسن من هلأ كان حب قوي وشديد كان حبي غريب بفضل الله أسأل الله أنه يلي أحسن البداية يحسن ختاب ويحسن النهاية ف يا أخواني الحب بدك تفنى عن وجودك تفنى عن أحاسيسك تفنى عن ميولك حتى تستطيع اتصال والمحبة يا أخواني سلاسة أقساب أي لحا أعطيكم يا هب أختم الدزم طولنا عليكم لكن والله في شيء إن شاء الله جايكم أيام المحبة سلاسة أقساب محبة إحسان ومحبة كمال ومحبة جمال محبة إحسان إذا أعطاك حبيته وإذا ما أعطاك ما في حب في محبة كمال حبيته لكماله هذه محبة تنفع المريد أحب للكمال فإن رأى نقصاً ضاع كمال حبه ما أعطاك كمال ما يشوف نقص أما الحب أما الحب الكامل حب حب جمال أنوار الله ما حب جمال الخرأة أو جمال الشكل جمال نور الله هذا الحب الحقيقي جمال نور الله فإذا أحب فإذا أحب الحب هذا هذا الذي يصال إلى محبوبه وأقسام السلوك ثلاثة أقسام السلوك ثلاثة سلوك المحب من طريق الحس والخيال الحس لقاء مجالسة صحبة وخيال شايف الصورة هذا الذي يشغلوا به عن الحقائق الكاملة فواحد بده الرابطة بس أنه يشوف صورة الشيخ هذا خيال لكن الحب الذي أرقى السلوك من طريق الحس والعقل تعرف حبيبك من طريق العقل العقل بيدلك على الفضائل والكمالات وهي كذلك ناقصة لأنها تتعلق بالشخص بالجسم لنحن بدنا نطوي الجسم أما السلوك برؤية الجمال القدسي المتجلي للنفوس وهو الذي ينطبع في النفس نورا كانطباع الشمس في المرآة الصافية الشمس لم تنطبع بالامرأة صالت جزء منها صالت الامرأة هي شمس هذا المراد من الحب وهذا لا يصله الإنسان إلا بالرياضة القلبية بدوام الزكر أكسروا من ذكر الله أسأل الله أن يفتح عليكم وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل المحبة الكاملة تعبير الحب لا سنعبر عن الحب لأن المحبة لا تدركها الحروف والكثيفة المحبة لا يمكن الحروف الكثيفة أن تحيط بالمحبة اللطيفة فالمحبة روح لطيفة نجي الحروف بدأت تعبير عنها لا يمكن اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هذا عما تكتلوا أسئلة وأنا الأسئلة بهذا بهذا الدرس ما لحن نجعل أسئلة من تم على ما نحن عليه في صفانا وروحانيتنا عنكم الدروس عما تسألوا بكل الدروس خلوا هذا الدرس صافي من الأسئلة حتى ما نشغلكم أو ننشغل بغيرها الآن نسأل عن الريح وأحب معه الريح كثير صوم صوم عن مي بتطهر نفسك من الريح اللهم مغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بسر اسمك العظيم الأعظم قوي شيخنا زده قوة على قوته وعافية على عافيته ورفعة على رفعته زده كرامة وكمالا وأمده بإمداد منك يا قوي ويا متين اللهم زده عافية وكرامة وكمالا وارزقنا محبة له وارزقنا إخلاصا في صحبته واجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا ونور بصائرنا واشرح صدورنا واجعلنا من المقربين إليك الخاشعين بين يديك العاشقين إليك اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا واشرح بالإيمان صيورنا وارضع عنا وعن أهلنا وأولادنا وبناتنا ومن جالسنا ومن أحبنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالم موافئين عن دس منيحيك الواقع منيح اليوم زودنا عشر دائق أنه ما في مدارس أما الواقع ساعة سبع إن شاء الله بيخلص مع السلامة الله لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبرو إليك من حولنا وقوتنا ونلتج إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بحثنا اليوم التتميم بحث الحب السابق والمراد نعرض لكم بعض صفات المحبين وبعض صفات الحب ليجعل الإنسان كل واحد منا يجعل هذه الصفات أمامه فيعرض نفسه عليها فهو من أي درجة ما هو مستوى حبه ما هو مستوى إخلاصه هل صدق في الحب حتى كان كان المحبين أم هو مدعي في الحب وليس له إلا الإسم الحب أولا ليس له تعريف كامل لا يعرف الحب محب لأن الإنسان يعرف الحب على حسب استعداده لا على حسب جوهره جوهر الحب ما عرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحب الله الحب الذاتي الحب الكلي وما عرف رسول الله أحد إلا الله وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخلص في حبه وصدق فبلغ ما بلغ وأما تعريف الحب فلا يعرفه أحد إنما نذكر بعض التعاريف ممن سلك طريق الحب نذكر بعض تعاريفه لتسأل نفسك هل وصلت أنت إلى هذا الحال أم لا هل أنت من أهل الصدق في هذا الحب أم لا فالحب يا أحبابي منزلة تنافس تنافس بها المتنافسون والله أخبرنا بذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خلي يتسابق المتسابقون لكن إلى أي شيء إلى الحب الذي يوصلك إلى المحبوب فالتنافس والمسارعة والمسابقة إلى حب يرضى به عنك المحبوب فهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون وإلى عالمها شمر السابقون العلم العلامة من سبق إليها بلغ المرحلة فالسابقون شمروا للسباق وتفان المتفانون وتفان المتفانون بالوصول إليها فمنهم من سهر الليالي ومنهم من بزل المال ومنهم من أضن الجسد ومنهم من ترك لذة الحياة فكل واحد على حسب حاله فالمحبة هي غذاء القلوب كما أن الأجساد تتغذى بالطعام والشراب كذلك المحبة تتغذى كذلك القلوب تتغذى بالحب فالمحبة غذاء القلوب وهي غذاء الأرواح وهي قرة العيون من أراد أن تقر عينه بمن أراده أو من تقرب إليه فليحب فالحب قرة العين تمتلئ العين كمالاً وجمالاً بمن أحب فالحقيقة المحبة هي الحياة من حرمها عد من الأموات هي الحياة من حرمها عد من الأموات ومن أدركها عد من الأحياء أو من الأطباء حسب ما يدرك منها من فقدها عاش في الظلمات وإن درس العلوم وقرأ الفنون عاش في الظلمات فهي الشفاء من الداء الذي لا دواء له شفاء من الأسقام شفاء من الآلام شفاء من الأتعاب واللذة كل اللذة إذا أدركت المحبة فعند إدراك المحبة يدرك اللذة حتى ولو أصابته الهموم والأحزان فتنقلب همومه وأحزانه إلى حب إلى كمال فلا يشعر بأسى وكلكم سمعا عندما خبيب أتوا به للقتل جابوا بدن يقتلوه وسلطوا عليه أبناء من قتلت آباؤهم آلول هذا اللي قتل أبوكم فأخذوا الرماء وصاروا يدخلوه ببطنه ويسحبوها يعني نتشول لحمه وينتفوه فأتى أبو سفيان وقال يا أخو بيب أتحب أن تكون في أهلك وأن يكون محمدا مكانك عم تتعطى لحمه بالرماح أتحب فما عجب كلامه قال له والله ما أحب أن يصاب رسول الله بشوكة في أسفل قدمه وأنا في أهدي شوكة ما بحب أن يصاب فخليني يكون فداء له وخليني يموت فداء له الحب يا أبني ما كلام الحب فوق الكلام وفوق التعبير وفوق ما الإنسان بيتخيل شفاء المريض بالنظر إلى حبيبه إن نظر إليه شفيا من مرضه فكيف لو مد يده عليه فقرأ لذلك كثيرا من أهل الحب لما بيرتقي بحبيبه ووضع يده عليه فقرأ له يخرج وكأنه لم يجد ألما أبدا هذا الحب لذلك الحب ليس هو سحر السحر له أمامه الحب هو الذي يقلب الحياة المرة بيقلبها إلى حياة حلوة المصائب بيقلبها إلى حياة جميلة فالحب روح الإيمان مفتاح المقامات درج الوصول هو الحب الحب مطيّة أهل القرب متى ركبوا مطيّة الحب تقربوا ووصلوا إلى من يحبه وكما قال بعض العارفين رضي الله عنهم قال والله لقد ذهب أهل الحب بشرف الدنيا والآخرة ألا يكفيهم فخراً وشرفاً أن النبي قال المرء مع من أحب ألا يكفي هذا الشرف ألا تكفي هذه المنزلة المرء مع من أحب فإن أحببت رسول الله فأنت معه وإن أحببت الصديقين فأنت معهم وإن أحببت العارفين فأنت معهم فهنيئاً لأهل الحب حبهم ولا تكون المحبة للإنسان بمجرد الأمان كل شيء في الحياة له له قيمة كل شيء في الحياة له سمن وإذا أراد الإنسان أن يتزوج لا بد له من دفع المهر وكذلك المحبة لها مهر من دفع مهرها أدركها ومن لم يدفع مهرها لم يفرح بها ولم يأنس بقربها ولم يحصل شيئاً من وصالها أول نقد الحب بزل الروح هذا أول نقد لذلك رضي الله عن سيدنا ابن الفارض لما عرف قال هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل هو الحب فاسلم بالحشا يعني إسلام من المرض والموت فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضناً به وله عقله فالحب راحته عنا راحته عنا وأوله شقم وآخره قتل نصحتك علماً بالهوى أنه شو بدك فيه بعد عنه حبيت قبل منك بعد لا تقرب على الحب نصحتك 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 علماً بالهوى والذي أرى مخالفته يعني حب لا تخاف فاختر لنفسك ما يحلو إذا حبيت حب ولا تخاف ولو فنيت فناء الحب بقاء وبقاء الجفاء موت فمن أحب وإن مات فسيحيى إذا كانت النواي حبت الظهور وحبت أن يكون لها مكان تندفن فإذا اندفنت في التراب وحجبنا عنها النور والهوى بعد أربع خمسة شهور تنفلق تطلع شجرة بعدين بتصير الملوك بيعدوا تحت منها وبياكلوا من سمرها فلما فنيت فيما أحبت بلغت ما أحبت هذا الحب فإذا ما دفعت الروح أول نقد من للحب ما بتحصل الحب لذلك ليس للبخيل موطئ في طريق الحب لا يفرح إذا كان بخيل بخل بروحه لا يفرح أن يكون من أهل الحب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب كيف أصبح حبك لي يا عمر قال والله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي إلا نفسي التي بين جنبي أنا موت يعني مشانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كم لإيمانك يا عمر ما كم لإيمانك أي كلمة بتكسر الظهر معنى ما كم لإيمانك يعني لن تدخل الجنة معي ولن تلتقي بالجنة معي لن تكون ما كم لإيمانك يا عمر فلما رأى عمر أنه سيخسر رفقة رسول الله وصحبة رسول الله قال امدد ردك يا رسول الله فوالله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي ونفسي التي بين جنبي فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط على كتفيه وقال الآن الآن كم لإيمانك يا عمر بزل روحه فكمل إيمانه ليكون رفيق النبي في الجنة فلما أحب وصدق ما كان في الجنة في الدنيا دفن مع حبيبه وهو في الآخرة معه دفن في الدنيا معه هذا الحب أن لا تفارق حبيبك في دنيا ولا في ولا في آخرة فلذلك يا ابني البخيل ماله موضع لأنها بضاعة ليست بكاسدة الحب بضاعة بضاعة نافأة ما بضاعة كاسدة لحتى نعرضها بالتأسيط أنا في بعض البضايا عم يبيعوها بإيش بالتقصيد أما الحب ما بينباع بالتقصيد بضاعة رابحة وليست ببضاعة كاسدة لذلك لا تباعوا بالتقصيد وليست بضاعة بمهملة فيميل إليها البطالون يلي ما صر لهم إلا الإدعاء ومن ادعى الحب طالبناه بإقامة البينة متى ادعى أنه يحب له هات الدليل جيب البينة على الحب ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لإدعى الخلي حرقة الشجي لو الناس أعطوا الدعوة مثل ما بدهم لإدعى الخلي الخالي من الحب حرقة الشجية لمحروه بالحب كان كل واحد يدعي الحب وكل واحد يقول هو رئيس دولة والتاني رئيس جمهورية والتالت رئيس وزارة كل واحد كان بالدعي لكن ليست الدعوة بلا بينة البينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم هاي الدعوة هاي البينة وجدت عندك البينة دخل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإذا كان صار عندك هذا الحب فأنت بدأت بسلوك الحب وإذا ما عندك إن كنتم تحبون فاتبعوني إذا ما كان اتباعك مية بمية أنت لسا ما حبه المتبع هو الذي يطيع محبوبه من غير تردد ما دام أن محبوبه سلك طريق الشريعة المطهرة وطريق التوجه إلى الله والإخلاص معه فعليك الطاعة له ما دام في طريق التوجه إلى الله فإذا خالف فلا محبة هناك المحب لا يخالف لأن المحب دائما مع حبيبه وأكثر ما يخشى المحب أن يراه حبيبه على غير كمال هذه الخشية أخشى ما يخشاه المحب أن ينظر إليه حبيبه وهو على غير كمال لذلك لما كان نظر الله إلى قلب العارف هيأ العارف قلبه للحضور مع الله دائما فقلبه مع الله دائما حاضر لا يغيب فلله في كل يوم سلاسمائة وستون نظرة إلى قلب العارف بالله فقلبه حاضر لذلك لا يغيب قلبه عن الله طرفة عين فإن عرفته فالزم حبه واصدق في محبته واتبعه فتصل إلى ما فيه رضاء الله عنك هذا الحب يا ابني الكامل لأجل نظر الناس تطهر ثوبك لأجل نظر الناس تلبس التوب الجيد إذا توبك شوي وصق بتسلحه لأن الناس ينظروا إليك طهرت موضع نظر الناس إليك ولم تطهر موضع نظر الله إليك فنظر الله إلى قلبك لا إلى ثوبك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإذا فإذا النظر إلى القلب طهر قلبك أن لا يشغل عن الله بغيره أن لا يلتفت عن الله لغيره أن يكون مشؤولا بالله ذكرا وحضورا وشهودا وكأنك معه في كل طرفة عين هذا يا أحبابي هذا الحب إذا بده يبدأ هذا الحب ولما أهل الحب أثبتوا دعواهم وبينوا أنهم صدقوا في محبتهم وأنهم سلكوا مسلك الحب بأفعالهم وبأقوالهم طلبوا تزكية البينة ما بس البينة البينة أثبت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه البينة بده تزكية ما بقولوا يجيب لي من يزكيك يجيب شاهدي عدل يزكوه ما هي التزكية طلبها الله في القرآن يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم صار حراً مع الله عبداً له متقرباً إليه لا يخشى في الله أحداً الله وليس معه غيره هذا يا أحبابي بدأ بدأ الحب حتى يصل المحب إلى ما يحب وإلا فيأني بين المحب وغير المحبوب بين القلب الحي والقلب الميت فيه كلمة مشتركة فيه قلب القلب مشترك بين الحي وبين وبين الميت فقلبك حي أو ميت فهذا اللفظ لما منقول القلب حي وميت فأنت هل ترى من أيهما مثلك مثل الحب يا أحبابي مثل البحر الصافي والنهر الجاري والمستنقع البحر الصافي والنهر الجاري والمستنقع المستنقع ما يقال عنه ماء ولا زيت كاز ما يقوله عنه ماء فهذا ماء والنهر اللي عم يجر الأوساخ والأتراب كذلك شو يقال له ماء والبحر الصافي اللي تخوض الذي تخوص فيه الغواصات وتجري فيه البواخر كمان شو اسمه ماء فالأنبياء بحور الصفاء والأولياء أنهار العطاء والعوام هم المستنقع فأنت تحب البحار أم الأنهار أم المستنقعات أين مسكنك أين مكانك فتعرف نفسك أين فإن كنت عاشقا لأولياء الله فأولياء الله أولياء الله أنهار يجرفون أقزار إخوانهم وغفلات الإخوان وميول الإخوان يقزفونها إلى البحار فيطهرون الأرض ويطهر وهو ماء نغذيف طاهر يجوز الوضوء به يجوز الوضوء طاهر مطهر هؤلاء الأولياء والأنبياء بحور لا ساحل لها متلاطمة تجري فيها أفلاق أولياء إلا كل الأولياء يجرون بأفلاكهم في بحور الأنبياء فمنهم من أنقذ الغرق ومنهم من أخذت بضاع والتجار وصلها إلى البلد الفاقد ومنهم من ركب الناس فحماهم من الغرق وكل واحد على حسب ما يأخذ من حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم فقبل أن أبحث لكم إذن عن معاني الحب أعطيك نصيحة يا ولدي أقول لك قلبك 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 سلعة لا يرغب فيها مشتري أريد قلبك على البيع مين بشتري قلبك سلعة لا يرغب فيها مشتري لكن الله اشتراها فضلا منه وكرما فقال تعالى إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإذا ما في مشتري إلا الله فبع قلبك لله أو ابحث عن مشتري هذا المشتري يطلبك ويبحث عنك هو عم يدور عليه اطلب من يشتري وابحث عن مشتري يبحث عنك ويطلبك ويطلبك والذي منه بدايتك بدايتك وإليه نهايتك من الذي خلق وإلى أين المنتهى ومن الذي اشتراه الله فهو الذي يبحث عنك عم يدور عليك عم يطلبك فبتروح بتعطي قلبك تركد وراء من يأخذ قلبك إلى الإنتان وإلى الأقزار وإلى الخطايا بتروح بدك تعطي قلبك والله الذي طلب لك طلب منك القلب ليسعده ويكرمه تهرب منه وين عقل الإنسان يا أبني عقل الإنسان الله طلب القلب ما عم تبيعه ويلي هرب ما بده القلب عم تركض تحت تعطي بيركض وراء هاي وراء هاي بده بيعطي حب ولا هاي بيعطي حب ولا هاي والله حب فلاني وما عد حسن يحعد بلاها وحب فلاني صار مثل مجنون بحبها يا مجنون ليش لا تحب من يفر منك لماذا لا تحب من يطلبك لماذا لا تحب من يطلبك من خلقك وأوجدك واشترا منك نفسك هو وهبها لك وهو اشتراها منك أفتبتعد عنه إلى من لا يدفع السمان ويأخذ بقلبك إلى الوحل إلى الأقزار والأوساخ بمعاصي وزنوب حب فلاني وحب فلاني لماذا أحببت من يفنى لماذا أحببت من يتبدل ويتغير لماذا أحببت من يعرض عنك إلى غيرك لو رأيت غيرك أغنى منك راح تلعنده ليش حبيت من يتبدل ويتغير ولم تحب الله وحده الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا شبيه له ولا مثيل جل جلال الله هذا يا أحبابي الإنسان الذي ما عرف لذلك الله عز وجل عندما خلقك كرمك قال ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريمك قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإذا خلقك في أحسن تقويم وفي أكمل كرامي وبعد ذلك كم واحدة أعطاك في أحسن التقويم ولقد كرمنا بني آدم ثم تجلى وتفضل عليك فقال إنا أعطيناك الكوسر أعطاك الخير الكثير فبعد أن أعطاك هذا العطاء وتفضل عليك هذا الفضل وأحسن إليك هذا الإحسان تنشغل بغيره وتلتفت إلى سواء هل أنت محب هل أنت محب أحببت أباك أحببت أمك أحببت المال أحبب كل هذا فناء في فناء إذا فقدت هذا المحبوب بكيت عليه أما الله إذا وجدته بكيت عليه إذا وجدته إذا تقربت إليه بكيت لأنه كلما زاد قربك إليه زاد شوقك أكثر ومن عجب أني أحن إليهم هذا من العجب ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وين عمعي وهم بين أضلعي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي هذا الحب هذا الحب الناس يا أخواني الناس يغترون بكلام أهل الحب بيحب مجنون ليلة هذا مجنون مجنون لا يؤخذ بحبه المجنون لا يؤخذ بحبه ولا بعقله أين مستوى هذا من مستوى حب أهل الله وين مكانتم من مكان دخل مرة إلى بلدة فصار ينظر إلى النجم ينظر إلى النجم فقالوا ما لك تنظر إلى النجم قال أنا أكتفي بظل نجم وقع على ليلة من أين تطرؤه شو ما فهمان أكتفي بظل نجم وقع على ليلة بينما أهل الحب شو عم يقولوا وتبكيهم عيني وين هذا الحب من هذا الحب أين حب هذا من حب من قال ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه وما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده فقبل ومع وبعد الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذا أخواني هذا الحب فأخواني الحب لح أعرف لكم بعض التعاريف عليه لعلنا أن نعرض أنفسنا على هذا الحب أولا الحب حرفان الحاء ومخرجها في آخر الحلق والباء ومخرجها بين الشفتين إح إح منين من آخر الحلق وإب منين من الشفتين فالحب حرفان حرف من آخر الحلق وحرف من بين الشفتين وأغطي الحب الضم الضم لأنه مرفوع دائما مرفوع الكرامة مرفوع العزة لا يزل أغطي الحب الضم لرفعته وأغطي الحب الحب يعني الذي يحب أغطي الكسر لخفته إنه خفيف التقرب خفيف الوصول ف خفت المحبوب وخفت ذكره على قلوب أهل الحب أغطي الكسر فأنت اسمك حب والذي وصلت إليه اسمه حب فأنت فأنت حب أو حب لا يبلغ الحب من لم يكن حب يلي ما بينكسر وبتواضع وبتزلل على أعتاب أهل الحب ما بيصل الرفع فبدو أول إن كل يكون منكسر متزلل ليرتقي إلى مقام إلى مقام الحب فهذا الحب يلي لازم تصل إليه هذا الحب أولا يحول المرة حلوا يحول المرة حلوا والتراب تبرا شو التبر الذهب والكدر صفاء هذا إذا بدكت حب تكون هذه الصفة موجودة فيك الحب يحول المرة حلوا والتراب تبرا والكدر صفاء والألم شفاء صلى الله عليه وسلم قال إذا خذرت رجل أحدكم فليذكر أحب الناس إليه ما بتقدر الرجل بعض أوقات ما بيحسن يوقف فكان ابن عمر إذا خذرت رجله قال يا رسول الله وقام يا محمد ويقوم فإذا به لا شيء فيها هذا الحب إذا خذرت رجل أحدكم فليذكرني صلى الله عليه وسلم يعني بالحب انقلب الألم انقلب إلى إلى شفاء والسجن ينقلب إلى روضة مع من تحب لو سجنوك أنت وحبيبك شو بتلاقي السجن روضة ولو حطوك بالقصر وحبيبك سكر الباب ما أقابلك شو بيكون قصر سجن الحب هو الذي يبدل السقم نعمة والقهر رحمة لو شد عليك وأنت بتحب بتشوفك حلوة إنه بدي أدبك بدي ربيك هذا الحب الحب يلين الحديد ويقدس الحجر أما قدس الله الحجر لما أحب أنه حجر الله قدسه الحجر الأول الذي وقف عليه إبراهيم الخليل وقف ليبني الكعبة فمن حبه خليل الله ساخ تحت إجرين سيدنا إبراهيم فغاصت رجلي سيدنا إبراهيم بالحجر فلما أحب إبراهيم قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فتقدست الصخرة لما أحبت الحبيب وتقدس الجبل لما وقف عليه حبيب حبيب وقف على الجبل فأقسم الله والطور وكتاب مصدور والطور الطور جبل تقدس لما وقف عليه حبيب وبوقفة الحبيب تجل الرب جل وعلا على الجبل من وقفة حبيب عليه فإذا حبيب وقف على جبل فتجل الله عليه فكيف إذا كان حب الحبيب في قلبك ألا يتجل الله على هذا القلب فهذا الحب اللي لازم الأخ ينتبه إله فهي ابني الحب يبدل حياته الإنسان من شقاء إلى سعادة من تعاسة إلى هناء من ضيق وفقر إلى سعة وغناء هذا الحب بتحب طبئ الحب أما حب وما بيطبئ ما بيصير فبده الحب الصادق حتى يصير من أهل الحب كيف يبدأ الحب كل واحد مننا بيحب كلام الحب شي حلو وبرك منصير لهنا من أهل الحب فأقول لك يا ابني أول الحب ميل دائم بقلب هائم ميل دائم بقلب هائم هو يام معك ما بتعرف غير حبيبك ما بتروح إلا حبيبك وين رايح عند الشيء جاي من عند الشيء رايح شو صير لا ما عاد في عنده وعي كله عن من عن من يحب لماذا أحب لأنه رأى كمالا من حبيبه ولا تميل العين إلا إلى الكمال ميل دائم بقلب هائم شو مين الهائم الولد العطشان الصغير لما أمه بتتأخر عليه بالرضاء وبدأ تحطه على صدرها شنون بيعمل فاتح تمه بده نقطة حليب هذا هو يام فصار عندك الهيام بأهل الحب همت بهم هل شغلت بهم عن من سواهم هل شغلوك عن شهواتك هل شغلوك عن محبوباتك فإن شغلوك فأنت هائم وزال يزال في بقلبك ميل إلى فلان وفلان وإلى كذا وكذا فلست بمحب فلذلك أنا بتسمعوني لما بيجي أخ بيقول والله يعني بيشرب سيكار أنا ما عم بحسين بتركها أراد أن يزلل الصعاب فليحب فالحب يزلل الصعاب فلذلك ما في أمر صعب بحسن وما بحسن حب حكيت لكم قصة النملة يلي شافوها عم تحفر جبل نملة عم تحفر جبل فقالوا لها شو عما تساوي قالت بدي أحفر الجبل خير قالت لهم حبيبي ورا الجبل بدي أحفر الجبل لأصل عنده فقالوا لأنت بأصبيعك النعمة الصغيري بدك تحفر الصخور وتصلي فقالت الحب يدعوني للتوجه والعمل فإن بلغت فذاك أنفضي الله وإن ما بلغت أموت في طريق حبي أموت في طريق الحب موت وأنا في حبي فهي نملة بدي تصر لحبيبها فأنت يا ترى مش أنوصولك لحبيبك شو عملت برد شتي مطر بعد ما في بعد ولا في الحب يقرب كل بعيد ولا يشعر المحب بتعب مطلقا فأوله مسيرة الحب ميل دائم بقلب هائم نرتقي درجة درجة فنقول الحب موافقة الحبيب في المشهد والمغيب موافقة الحبيب في المشهد والمغيب لما بيكون حبيبك قدامك كيف بتكون متأدب معه كيف بتكون مخلص معه وفي معه هكذا في المغيب إن غيبت عنه هكذا فالمحب لا يتبدل بحضوره وغيبته أما إذا بحضوره كان شيء وفي غيبته كان شيء هذا نفاق وسمعت قصة سيدنا حنظلة الذي نادى نافقا حنظلة ولما رأى سيدنا أبو بكر الصديق قال له شخير قال له والله مع النبي بتصفى قلوبنا بنرجع للبيت بتتغير قلوبنا قال له والله أنا مثلك فمشايا وهما يناديان نافق ابن أبي قحافة يعني أبو بكر نافق حنظلة نافق طلع النبي على صوته خير خير شو من نافعين يا رسول الله لما منكن معك تصفو قلوبنا وكأننا نرى الدار الآخرة فإذا ذهبنا إلى الدار وعافسنا الأهل والولاد أنكرنا قلوبنا يا عندك شيء بر رشيد هذا نفاق اعتبروا نفاق فخفف النبي عنهم وقال المؤمن تارة وتارة ساعة وساعة من رهيق من رهيق أما إذا كنت مع حبيبك تتغير تتبدل لو كان لو أعتمى حبيبك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أعادت عشرة أيام تتغير أول يوم في حب تاني يوم منقص تالت يوم تنشغل عنه رابع يوم بتروح على السوق مع الحبيب لا يفارق في المشهد والمغيب هذا يا أبني اسمه حب عريض هالمقام عليك وصلت أنت ميل دائم بقلب هائم حط قدامك القاعدة وصلت إلى موافقة الحبيب في المشهد والمغيب وصلت إلى هذا لا طيب درجة تالتي الحب الحب محو محو محب لصفاه وفناؤه بصفات محبوبه شو إلك صفات تكذب سول تنبل بتحب اللهو بتحب الفراغ غير صفات موجودة فيه هي بده تمحى كلها بصفات من تحب محبوبك صادق نعم بكون صادق محبوبك صاحب همة نعم بده تصير عندك الهمة محبوبك يا هل ترى يضيع الأوقات لا أنت ما بتضيع أوقات لما دخلت على شيخي في أول الطريق كلما دخلت عليه شوفوا عميرة وأنا شايف شيخنا ما رأيت قبله ولن أرى بعده مثله ما رأيته في همته وعزيمته وجهده ودراسته ما رأيت وقال أنا مجالس مشايخ ما تبالي أساتستي لحالة أكثر من أربعين أستاذ أما من همة شيخنا ما رأي كلما أدخل عم يقرأ فمرة قالت له سيدي طيب أنت بحاجة للقراءة ما شاء الله بحر من البحار وبحور الله عز وجل أعطاك وأمدك بشيء ما في لا كتاب بسع ولا مكتب بسع فقال لي يا ولدي أدباً مع الله نقرأ هذا من باب الأدب مع الله وأما عند الدرس منقيم الكتاب من تخليه على المدد الإلهي فأدباً مع الله فأخذت منه هذا الأدب لما أطلع ما أصل للباب يكون فتح الكتاب كان أكره شيء عندي أنا القراءة فلما رأيت شيخي هكذا صارت القراءة في خلايا وجودي في السيارة وعند النوم وبالطيارة وإنما كنت القراءة قائمة محو الصفات بدك تمحي صفاتك بصفات محبوبك صر لك هات فأنت محب محبوبك في عزيمة وهمة وحيوية ونشاط أنت شو له ولعب وفراغ وضيع وقت أنت ما بتحب ولو ادعيت الحب أنت لست بمحب يا أبي المحب من محى صفاته بصفات حبيبه فبتحب النبي حط صفات النبي قدامك بدك تطبقه وحده وحده هذا الحب فلا تنسب نفسك أنك تحب زما طبقت هالقواعد هاي هاي قواعد الحب فاللي ما بيطبقه يا ابني ما بيصير من أهل الحب أما بيقول والله أنا بحب الشيخ وروح يفيد الشيخ وعم يضيق أوقاته وصرف زمانه بدون فائدة ولا يدرس ولا يقرأ ولا يا هذا وين الحب تبعه وهذا طالب العلم بحب النبي عليه الصلاة والسلام وين أوقاته وعم يضيعها عم يضيعها باللهو فهذا ليس بمحب يا ابني الحب محو صفاته محو المحب لصفاته بصفاته بصفات محبوبه هاي مرحلة تالتة تحسنوا عليهم مرحلتين بكفيقهم طبقوا أول بول طبق طبق ما المهم تسمعوا يا ابني المهم يا ابني هاي هلأ جلسة حسبت عليكم لا تخلوها سمع روحوا وطبقوا في أنفسكم حققوا ما تسمعون في أنفسكم حتى تاخدوا شهادة الحب وتاخدوا شهادة النبي المرء مع من أحب هاي المراد نحصل شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب مرتبة رابعة إذا أحببت فعليك واجب خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة دائما المحب يسعى لخدمة محبوبة هاي صفة من صفات الحب ما بيقيده سيدنا عمر الشخصية العظيمة سيدنا عمر النبي بده يروح يضي حاجة يحمي الأبريق لوضوه يلحقه إذا أضحج يعطيه الإبريق ولما بده يتوضى يمسك الإبريق بده يصب على إيد النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يرضي يا رسول الله يصب على إيده عمر عم يصب الماء هاي الخدمة يا ابني صفة تسري فيه في صفة المحب إذا ما بتخدم أنت كاذب ما بالحب أما تشوف حالك أنت أعظم أما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما ترك عملا لرسول الله إلا خدم فيه وهكذا أولياء الله رضوان الله عليهم سيدنا أبو يزيد البستامي أحب شيخه جعفر الصادق لما أحب شيخه ماذا أعمل خدم بيئة الخلى تبع شيخه سبع سنوات سبع سنوات يفرغ الغائط كل يوم من بيت الخلاء ينظف له بيت الخلاء سبع سنوات أبو يزيد البستامي خدم شيخه حتى صار أبو يزيد هيك صار أبو يزيد البستامي رضي الله عنه وهكذا يا ابني كل كل محب يخدم حبيبه ليش لما بيحب امرأة وبيركن وراها لو بتطلب لبن العصفور بنص الليل بيقوم بجبلية صح؟ هذه كما بيحكوا عليها إذا حب الشيخ الشيخ عم يخدمه لك هذه صفة من صفات الحب من لم يؤدي الخدمتها لم يبلغ مقام الحب لكن مع الخدمة يا ابني بدك تنتبه الخدمة أمر مهلك مهلك إذا لم يعرف الأخ بده يكون الحرم موجودة يعني تعرف دائما مكان الشيخ هيبة الشيخ متى سقطت هيبة الشيخ من قلبك فلا نفعلك ولا فائدة توقف الفتح وتوقف العطاء لذلك اللي بده يخدم بده يبقى على مقام الهيبة أما صار الشيخ عنده متر فيه بيقعد معه بيفود معه بيطلع معه وخير ما مثل الفيو صار ما عاد فتوقف النفع ولم يبقى له ارتقاء ولا انتفاع فدائما الخدمة يجب أن يقتنن بها شو هو حرمة حرمة الشيخ يعني هيبة الشيخ بدك تخدم بدك تقول عندك الهيبة أما سقطت الهيبة بعض من يخدم بعض قبور أولياء الله فيه ناس بيخدم القبور عم يخدم القبر الشيخ قبر الشيخ قبر الشيخ لكن بعد شهرين ثلاثة ما عاد صف فيه قبر الشيخ صار كنس كذا فرأى صاحب القبر في المنام نايم عنده قال له لبقيت تحول عندي ومرجع لعند أهلك قال له يا سيدي أنا وقفت نفسي لخدمتك قال له اللي بده يخدمنا بده يعرف مكانتنا وكرامتنا ويلي ما بيعرف كرامتنا يروح لعند أهله قال له سقطت الهيبة مع أنه قبر فكيف وأنت مع معلمك الحي مع حبيبك الذي عشق رسول الله وأحبه رسول الله فشلون ما بتحسن تحافظ على الخدمة على الحرمة بعد خلي خدمتك من بعيد أما مكانة الحب خوف ترك الحرمة مع بقاء وإقامة الخدمة هيكا قليل من يقوم بها قليل متى ما خدم شهرين ثلاثة سنة زمان صار والله كنا كنا مع الشيخ رحنا جينا معه عادنا معه طبيعي صار واحد من رفاءاته ما عاد انتفع فيه ابني لذلك احذروا احذروا فقدان الحرمة لجب لكم مثال كان الرجال كاتب من كتاب الوحي يكتب الوحي لرسول الله كاتب يكتب الوحي لرسول الله نزل هو عم يكتب لو كانت اكمالة الاية كذا فقال النبي له اكتب كذا هو عم يقول بنفسه لو كانت تبارك الله احسن الخالقين فالنبي قال له اكتب تبارك الله احسن الخالقين ما حكاها فقال اذا يا انا كام يعني عم يجيني الوحي كما عم يجي هو سقطت الهيبة بكلمة فالنبي ارسله الى مسيلمة الكذاب حتى يدعو الى الله مسيلمة الكذاب دفع له شوية مال فقال لمسيلمة انت الرسول الحق ومحمد مدعي شو صار فيه خرب بيته هلك في اخر حياته صار يبكي لكن ما حسن يرجع ما عد حسن يرجع ومات ولم يؤمن برسول الله شايفين يا ابني بكلمة فبدك تكون يا اخي حريص كتب كل الحرص ان لا تسقط الحرمة من قلبك هاي صفة من صفات اهل الحب دائما اتوقر الشيخ فالذين امنوا به وعزروه عزروه يعني عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه طيب من صفات الحب استكسار القليل من حبيبك واستقلال الكثير منك اذا شيخك قدم لك سكرة بتلاقيها بتلاقيها اغلى من الدنيا بما فيها واذا قدمت لشيخك طون سكر تشوف حالك ما قدمت شيء هذا الحب استكساره القليل من المحبوب واستقلال الكثير من المحب قد ما قدمت قد ما قدمت بتلاقي ما له شيء ليش ما انه عم يقدم ليش ما له شيء بقل لك يا حبيبي لو قدمت الدنيا كلها كل الدنيا بما فيها من اموال وما فيها من مجوهرات وما فيها من ملك وكل ما فيها لو قدمتها قدمت اقل من جناح برغشي لا تساوي جناح بعوضة اما الشيخ قدم لك الدار الاخرة قدم لك حب الله قدم لك القرب الى الله فانت قدمت فاني وهو قدم لك باقي وهل في نسبة بين الفناء والبقاء بين الحقير والعظيم في نسبة فالدنيا لا تساوي جناح بعوضة شو قدمت اما هو شو قدم لك احياك من موت اوجد فيك الايمان من فقد جعل اسم الله في قلبك اسم الله الاعظم جعلك عند الله ان قلت يا الله لباك واعطاك فشو اعطاك انت شو عطيت يا ابني الاخ ما بيعرف بفك انه جاب وردي انه جايب شيء والشيخ ما بيكسر بخاطر من الاخ كنا مرة مع شيخنا بيه الجامل بيه البيت يعني مواجه الجامل عجل اخ من ناحين الفيجي جايب تفاحة طالع تفاحة قدم هذا الشيء بعض الاخوان قدموا تفاحة فالشيخ اخذ منه وباسها وحط على رأسه تفاحة تفاحة الشيخ مش تيت تفاحة حطها على رأسه وقال له فالله يعوض عليك ويبارك لك في رزقك وما شاء الله فهل انسان مسكين لما شاف الشيخ قبل التفاحة وعم يدعيله ما بابده شيء من الدنيا قال له يا ريت يا شيخي هاليوم موت ما دام انت قبلت مني هالهدية وتاني يوم توفى فسألنا الشيخ انها سيدي ايه شو تفاحة قال يا ولدي هذا قدم اغلى شيء بملكه ما بينجي غير التفاحة قدمها لحب بحبه فهي اغلى عندي من الدنيا بما فيها لانه تفاحة محب وتفاحة المحب غالية وحط عنده صدقه الله وكيف جاءت بعد اربع ايام او خمس ايام زرت الشيخنا لقيت وحاطت تفاحة يا سيئت له دبلت تفاحة قال لي ما اجوأتها لستعدنا عم نتذكر صاحبها شو هالوفاء اللي ايه الله يرضى عنهن فقدم قليل شيخه شافه كبير الحقيقة هو شو ادام هذا الحب يا ابني ان تستكثر عطاء الحبيب اليك وتصغر عطاءك اليه لان عطاءه باقي وعطاءك فاني عطاء الشيخ لك عطاء الكمال عطاءك اليه عطاء نقص فما في نسب لذلك الله يرزقنا الحب الكامل يا ابن فاذا رزقت الحب فمن صفات محب دائما ترك بزل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب متى ما رزقت الحب اعتراض مبار ليش عميل ليش ساوى ليش ما في ليش في طريق الحب ما في ليش في طريق الحب فعل المحبوب كله كمال اذكر كنا في المسجد القديم لما صار انتخاب اسباعي وعندنا نمالك فشيخنا يوم الجمعة كان الانتخاب يوم الجمعة شيخنا صباح درس الجمعة اعلن انا لحنتخب ضياط مالكي يوم الانتخاب شيخنا اعلنها حضرنا الدرس انا كان عندي درس بجامع نبي الله زل كفل وانا طالع طلعوا علي تبعى الطنابر في طريق الطنابر طلعوا علي بيعين زل الكاز وكذا واجتمعوا حولي وكل واحد عضلاته وشواربه هيك الشيخ الشيخ بانتخب واحد كذا واحد عشرين واحد لتب حولي وكل واحد بيجوز ما بيجوز تقول لهم خلصتوا بعد ما حكوا تقول لهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى السلام عليكم قال كمان عملتوا نبي كمان صار وحي المحب ما بيعرف غير هيك وما ينطق عن الهوى مثل ما حكى خلص الشيخ بانتخب بانتخب أنت بدك تعلم الشيخ الدين أنت بدك تعلمه بيجوز وما بيجوز مين أنت شو عندك علمه فالحب يا ابني ما بيعرف في أترض على حبيبه بعد ما وشق أنه حبيبه على الكمال ما بقى فيه اعتراض فيا أخواني الله يرزقكم الحب الصادق سألوا بعض المحبين قالوا له ماذا تعلمت من الحب ما سبب المحبة اللي أنت بتحبها ليش كل هذا يعني بتحب شيخ ليش كل هذا تحب أهل الله شو السبب قال سمعت محبا خلا بمحبوبه فقال له والله أحبك بقلبي كله هذا سبب محبته رأى واحد التقى بمن يحب شو عم يقول له والله أحبك بقلبي كله وأنت معرضا عني بوجهك كله ليش كل قلبي عم يحبك وأنت دير وشك عني ما عم تعطيني نظرة فقال له محبوبه إن كنت تحبني فأي شيء تنفق عليه الحب بدك تبره بدك تحب شو أنفقت في الحب فقال يا سيدي أملكك ما أملك هذا الحب يلي بأملكه بأعطيك ثم أنفق عليك روحي بحب هذا أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك حتى تموت فلما سمعت منه يقول هذا قلت هذا خلق لخلق خلق لخلق وعبد لعبد أحب هذا الحب فكيف بعبد لمعبود كيف بمخلوق لمخلوق لخالق مخلوق لخالق شلوم بيكون حبه إذا مخلوق مع مخلوق عم يقول له لح أعطيك حياتي مالي وبص وكمان روحي فكيف قال الله قال فكان درسا لي فبزلت حبي وروحي لمن دلني على الله هذا حب هذا سبب من أسباب الحب يلي يلي وصل إله فوصل إلى هذا الحب فوالله يا أحبابي زاد الوقت مسقال خردلة من حب والله وأقسم لكم مسقال خردلة من حب أحب إلي من عبادة مئة سنة بلا حب مسقال خردلة من حب أحب أحب إلي من عبادة مئة سنة بلا حب مئة سنة بلا حب ما لا وزن وخردلة في الحب تزين السماوات والأرض وفي الحديث قال موسى يا رب من أهلك قال موسى يا رب من أهلك الذين هم أهلك من أهلك الذين هم أهلك الذين هم في ضل عرشك قال هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم إيدون ضيفة ما تلوتت قلبه طاهر ما تنجس بحب الشهوات الذين يتحابون بجلالي يحب بعض لله ما في مال لله يتحابون بجلالي الذين إذا ذكروا ذكرت بهم عندما نذكرهم تذكر الله الذين إذا ذكروا ذكرتوا بهم وإذا ذكرتوا بهم ذكروا وإذا ذكرتوا ذكروا بي الذين إذا ذكروا ذكرتوا بهم وإذا ذكرتوا ذكروا بي هذه ما رابطة هاي إذا ذكروا ذكرتوا بهم وإذا ذكرتوا ذكروا بي يسبغون الوضوء على المكاره بالشتاء بتوضع بيسبغ الوضوء ما بيخليه وضوء نائس والذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي بأمه شلوم بتقيد فيها والذين يأوون إلى ذكري كما تأوي الطير إلى وكرها شلوم تهوي إلى الوكر هي ميولهن إلى ذكر الله والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرد لما بيغضب ما بيعرف حدا قدامه رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي وبيت ثلاثة أبيات من الشعر كمان نختم الدرس فيهن أخاطب فيهم حبيبا مخاطبة للحبيب يا ثاوياً بين الجوانح والحشا ثاوي يعني جالس بين الجوانح الأضلاء والحشا الأمعاء يا ثاوياً بين الجوانح والحشا مني وإن بعدت علي دياره وإن بعدت علي دياره عطفاً على صب بحبك هائم عطفاً على صب بحبك هائم إن لم تصله تصدعت أعشاره أعشاره أجزاءه بتتصدع فكيف هو شو صار فيه قلبه شو صار فيه إن لم تصله تصدعت أعشاره لا يستفيق من الغرام لا يستفيق من الغرام وكلما حجبوك عنه تهتكت أستاره برادي كل ما حجبوك كل ما حجبوك كل ما حجبوك معناته ما عم مدغيب عنه ولو حجبوك ما عم مدغيب عنه لا يستفيق من الغرام وكل ما حجبوك وكل ما حجبوك وكل ما حجبوك عنه تهتكت تهتكت أستاره يا أبني لذلك اصدقوا في حب الله وفي حب أهل الله أي درسين على تعريف الحب لح أبدأ بعد منها بإنشاء الله المسيرة مثل ما تعلمها بعد درس ولا درس لنصل إن شاء الله إلى إلى المراد وكونوا دائما يا أبني مع الحب الخالد أحب من لا يموت قال الله تعالى بلسان سيدنا إبراهيم لما رأى الشمس القمر بازغا وأفل الشمس أفلت قال لا أحب الآفلين أحب من لا يغيب الله يرزقني وإياكم صدق الحب في محبة الله وأحبابه أرجو الله أن ربي يعيني تمملكون الطريق الله يسبتكم بقوله السابق اللهم إني أسألك بإسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا واحد ويا أحد يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا واشف صدورنا ونور بصائرنا واجعلنا من أهل الصدق في محبتك الإخلاص في طاعتك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الضمأ الشديد يا مقلب القلوب والأبصار سبت قلوبنا على دينك اللهم كما أكرمت الصديق بحب نبيك أكرمنا بكمال محبتك ومحبة رسولك ومحبة أحبابك اللهم اجمعنا مع أحبابك وأوليائك تحت ظل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور يا عالما ما في الصدور إنك عزيز غفور اغفر لنا رجالا ونساء كبارا وصغارا علماء وعوام واجعلنا جميعا من أهل محبتك الخالصة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين طولنا عليكم اليوم شوي إن شاء الله ما من عيده وفقنا الله وإياكم لما فيه رضا شايفكم أعدين عطله جدد شو رأيكم فزباب ابتد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبرع إليك من حولنا وقوتنا ونلتج إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين سبغى معنا درس الحب وبعد أن درسنا الحب لا بد لكل محب أن يكون مع من يحب في الدنيا وفي الآخرة والحب أمره أمر عجيب ما أحب مؤمن مؤمنا ولا أحب مخلص أخا له في الله إلا كان من واجب هذا الحب تخيل المحبوب وتخيل المحبوب في طريق أهل الله سمي بالرابطة بحثت الرابطة معكم في شهر رمضان لكن كان بحثا مقتضبا موسع اليوم البحث ليعلم كل أخي أن من علامة الحب تخيل المحبوب وكل حب لا تخيل فيه فهو حب كاذب الحب الصحيح هو الذي ينقلب معك إلى تفكر وتخيل ثم امتزاج ثم فناء فلا بد للحب من مراتب مراتب هذا الحب تظهر للأخ في مسيرته هذا الحب الذي يجب أن يكون دائم مع الأخ كما كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ادعى الأخ أنه أحب ولم يتخيل فليعلم أنه ما صدق في محبته أول ما بدأ الحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله حبا كان إذا سهى سهوة صلى الله عليه وسلم رأى نفسه بين يدي الله جل وعلا تأخر مرة عن صلاة الفجر وأتى قبل طلوع الشمس بقليل فوقف فصلى بالصحابة فقرأ بالركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق وبالركعة الثانية قل أعوذ برب الناس ثم التفت إلى الصحابة والصحابة سكوت فقال هل لا سألتموني لم تأخرت ما تسألوا ليش تأخرت اليوم فسألوا فقال لا رأيت ربي في المنام في أحسن صورة صلى الله عليه وسلم فإذا كان رأى ربه في المنام بنوم بسيطا رأى ربه معناها لا ينفك صلى الله عليه وسلم عن ربه طرفة عين فهو الحاضر مع الله في كل لحظة وهذا مثال أعطانا يا النبي عليه الصلاة والسلام لنعلم أن الحب ليس هو الدعاء إنما هو ثمر وإنتاج وأدب وله حقيقة فهذا يجب أن يكون مع الأخ الصحابة رضوان الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأنبياء أحب الأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام رأيت موسى وبيّن صفته بأنه طويل وقال رأيت عيسى وكأنه خارج من حمام شلوم بيطلع غدود حمر هيك رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى إبراهيم وقال أنا أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم فرؤية النبي لسيدنا موسى ورؤيته لسيدنا عيسى وبصفته ووصفه لأصحابه كما رأاه عليه الصلاة والسلام أليس هذا يعتبر رابط رباط رحانية النبي عليه الصلاة والسلام بأرواح الأنبياء والأنبياء يستمدون من روح رسول الله كل الأنبياء استمدوا من قلب الحبيب الأعظم وأمدوا أقوامهم فما من نبي إلا واستقى من روح رسول الله وسقى قلوب قومه من هذا الإمداد عبر عن ذلك الإمام بوصير رضي الله عنه وقال وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم كل واحد عما يأخذ على مقدار استمداد من روحانية رسول الله ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل العالم ما بيشير نبي مهما ارتق الدرجته ما ممكن أن يكون نبيا لكن قال كأنبياء كيف كأنبياء يعني استمداد العلماء كاستمداد الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم شمس شمس والأنبياء هم كواكبها شو بيقول الإمام بوصيري كأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم فكان النبي شمس والأنبياء اقتبسوا منه فكل اقتبس فكان قمر زمانه وبعد رسول الله العلماء كذلك سماهم النبي نجوم عليه الصلاة والسلام علماء المؤمنين مسلمين كالنجوم النجم يقتبس كذلك اقتبس أنواره من رسول الله وهكذا رسول الله يمد بروحانيته جميع الوجود صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من هذا العطاء اللا حدود له فعلماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كالمرآة يستمدون من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كل على حسب مرآته واحد مرايته صانطيين واحد مرايته خمس صانطي واحد مرايته نص متر كل واحد على قدر مرآته يأخذ من قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالأولياء والعارفون بالله طهروا مرآة قلوبهم ووجهوها إلى روح رسول الله فصبت فيهم الحكم والأنوار حتى أخذوا الكرامات التي هي معجزات للأنبياء معجزة النبي تكون للولي كرامة وكل كرامة أخذها الولي فهي من الأنبياء شو بتكون معجزة فهكذا استمد العلماء الوراث الذين ورثوا من رسول الله استمدوا النور من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرابطة وكل عالم ليس له هذا الاستمداد فعلمه لنفسه لا لغيره لا ينتفع الناس به ولا ينتفع الغير به وإن كان علمه بحرا من البحور لا بد للعالم أن يكون له قوة روحية وصفاء قلبي يتجبه به إلى سيدنا رسول الله ليستمد من قلب رسول الله هذا العطاء الذي به تحيى القلوب وبه تتنور الأفئلة وبه تنجزب العقول إلى الله وإلى دين الله أما أتى العالم ودرس وقرأ وكتب ومكاتب لكنه لا صيلة له ما أدرك هذه الصلة ولا حصل هذا الرباط فلذلك يكون نفعه نفع لنفسه أو نفعا قليلا فكل إنسان ينفع على مقدار ما يأخذ من هذا النور على قدر مرآته التي اقتبست من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله رضوان الله عليهم اقتبسوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنوار فكل واحد منهم أثمر وأنتج على مقدار اقتباسه من قلب رسول الله كانت رابطة صحابة رسول الله رابطة متصلة من غير انفصال وسواء كانوا في حياتهم أو عند وفاتهم سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقع في النزأ قالت أخته واكرباه 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 ما طاباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة وين هذا الله عم يحكي عم ينازع عند النزأ ما نسي حبيبه ولا نسي خليله غدا ألقى الأحبة فمعناها مرتبط بهم حتى يلتقي بهم بعد الموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة هكذا كانت صحابة رسول الله رضوان الله عليهم كانت مخيلتهم لا تفارق رؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سواء كانوا في بيوتهم أو كانوا في أسواقهم فهم كانوا مع رسول الله في كل لحظة قال الحافظ الإمام السخاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعد انتقاله بعد وفاة النبي عليه وسلم رأى في المنام هذا دليل الرباط الحبي دائما عما يفكر فيه فالتقى به قال فتفكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قام فدخل على بعض أمهات المؤمنين يقول السخاوي ولعلها ميمونة رضي الله عنه وأرضاه قال فدخل عليها فأخرجت له مرآة النبي صلى الله عليه وسلم يلي كان النبي يشوف حاله فيها صلى الله عليه وسلم طالعت له يها بي ابن عباس فنظر فيها فرأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى صورة نفسه من هو اللي عم يطلع بالمراية فلم يرى صورة نفسه بل رأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم هذا علامة ايه شيء علامة ايه شيء واحد عم يطالع بالمرأة بيشوف صورته ولا صورة غيره بدي يشوف صورته لكن شدة الحب فني بصورة حبيبه فرأى صورة الحبيب بدل ما يشوف صورته وهذا نقله الإمام السخاوي رضي الله عنه في كتابه فإذا كيف كان هذا الحب يلي عاشوا عليه حب للنبي كيف كان ما فارق خيال رسول الله أفكارهم ولا قلوبهم حتى التحقوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهي من علامة رابطة الأخ الصادق أنه لا يفارق حبيبه في حضر ولا سفر ولا حياة ولا موت لا يفارق الحبيب مطلقا وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم جالس كان يجلس مع رسول الله قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كانت له حالة خاصة هذه الحالة الخاصة كان دائما يستغرق بالنظر إلى رسول الله عيونه كلها عند النبي لا يلتفت يمين ولا شمال ولا يرفعين كله النظر عند النبي عليه الصلاة والسلام فكلما التفت النبي إليه وجده ينظر إليه فقال النبي له ما لك هذا كل هذا يعني استغراق النظر به الحبيب ما لك ما بالك فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني أفديك بأبي وأمي أتمتع من النظر إليك أتمتع والتمتع هذا شنو أنت بتتمتع باللي بس بتنتفع فيه هو عم ينتفع بهالنظر عم يذغزى بهالنظر أهل الحب يا أحبابي يقولهم سر لما بينظر إلى حبيبه لو كان جوعان بيشبع لو كان نعسان طار النوم من عيونه بالنظر شو هالسر هذا نسي نومه نسي أكله نسي حياته هذا سر الحب يلي بيحول وجودك بيحول كيانك كلك من حال إلى حال من إنسان ضعيف الهمة إلى إنسان قوي الهمة من إنسان ميت الحب إلى إنسان حي الحب النظر قال له أتمتع من النظر إليك فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله مكرا يوم القيامة أنت بدك ترتفع إلى المقام الأسنى فأنا وين فخليني يتمتع من الآن بهالنظر إليك فنظر النبي إليه وابتسم وقال المرء مع من أحب شو معناتها يعني هالنظر هذا لح تكون انتمعي بالآخر ما لح تفاردني ولا فارق هذا يا إحبابي الأخ الصادق الصحابي الصادق ما فارق النظر إلى رسول الله ويلي ما كان أراب كان ما يغيب عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا في ليل ولا في نهار المرء مع من أحب فبكى الصحابي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحبني كان معي في الجنة من أحبني كان معي في الجنة يا سبحان الله بنظرة أخذ شهاده لكن الشهاده أديش بتسوى من أحبني كان معي في الجنة هذه النبي نطق بها بالنسبة له وهل للوارث من هذه حصة الذي ورث عن رسول الله العلم والهداية وإنقاذ القلوب ودلالة القلوب إلى الله هل له حصة من هذا؟ نعم ما كان ما دام حبيب للحبيب فحبيب الحبيب شو بيكون؟ حبيب وبيقولوا ما أغلى من الولاد إلا ولد الولاد فإذا كان الشيخ ابن النبي عليه الصلاة والسلام فأنت ابن الابن ابن الابن غالي على الجد أديش الجد بيدلل ابن الابن هكذا أنت بتكون مدلل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا هالناحية هاي يلي بيطلع بزور النبي عليه الصلاة والسلام يلي بيطلعوا على الزيارة ما بصيد تدخل على الحضرة إلا بالرابطة يا بيدخلوا بالرابطة فيجدوا بفضل الله من العطاء من القبول ما لا يخطر على بال أحباب يوقفوا وإنه ساكتين مغمض عيونه وساكت وعيونه عما تهمر بالدماء وغيره عما يجي ويعيط ما عم يحس بشي ليش هذا حس وليش هذا ما حس قال الله تعالى وقت البيوت من أبوابها فاللي بيجي من الباب بيدخل للمحراب وياللي بده يفوت من الشباك بيقولوا عنه حرامي بيأخذوه على السجن فبدك تدخل من الباب باب أحباب رسول الله فاللي بيدخل من باب هون بصل حتى يكون على مستوى الصفاء وعلى مستوى القرب فإذا يا أحباب الرابطة بين المريد وبين الشيخ لو كان بينهما مسافة المشرق المغرب لبلغ المريد العطاء والإمداد من غير نقص مهما كانت المسافة بعيدة لأن رباط القلب غير رباط الجسد المحب ما بيحتاج يلتقي بجسده المحب يلتقي بروحانيته ولو حطوا له خمسين حجاب الحجب ما بيأسر عادي وذكرت الدرس الماضي إن يمنع عيني لحسنك أن ترى هل يمنع عني خيالك في الكرة بيمنع عني رؤيتك في المنام الكرة المنام فلو منعوني أن أتصل فيك في الحياة يمنعوني أن ما شوفك من منام ما حدا ما يحسن بالمنام يمنعك فالحبيب مع من أحب في كل ليلة في كل ليلة يكون مع من أحب إذا صدق الحب وصدق في التوجه فالرباط يا أخواني إذن له أصل كبير في الطريق له أصل كبير في المسيرة وهذا الأصل هو أصل الاستقامة أصل الاستقامة في الطريق وجود الرابطة وقوتها بالشيخ المربي المأزون العارف بالله فمثل الشيخ كمثل الميزاب يعني المزراب وأنت تحت هذا المزراب تأخذ من بحر الشيخ المحيط فيوضات لا تنقطع ما دام قلبك مرتبطا ويلي بيعرف بيعرف رحمة الله الشيخ عادل الدادة هذا كان إمام جامع دك الباب شاف المشايخ حاربوا الشيخ وعادوا الشيخ اجابوا يشوف شو الشيخ فلما حضر مع الشيخ عرف أنه هذا الشيخ حقيقي أخذ الطريق فالشيخ قال له بدك الرابطة فذهب أنشاريش الرابطة هو شيخ وأنا شيخ لقني الزكر بذكر الله فمن غير الرابطة ما كان يحصل معه شيء ما في فتح هي الباب يا أبلي ما صار فتح أهل يلا نجرب الرابطة مادم شيخ آهل رابطة نجربها فعمل الرابطة فحس بشيء مرة تاني شعر فأجل عن الشيء قال له والله يا سيني أنا زكاة أول كلمة لعرابطة ما شوف ما حسيت بشيء ما في شيء لما بدأت الرابطة صار في صار في حلاوة صار في زوق صار في معرفة القلب شعر طيب أهله يا شيخ عادل أحمد الله علي أهل الله يا شيخ عادل أهل الله من ألف سنة إلى الآن اعتمدوا الرابطة كانوا على خطأ من ألف سنة كله على خطأ هذه أصل من الأصول وكانت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلو فترت الرابطة فتخيل تخيل صورة الشيخ بيجو بيقولوا التخيل هذا شرق كذبوا وافتروا الكذب التخيل في الحياة مباح شرعا ولا يضر في عبادة ولا في صلاة التخيل حال في النفس يأتي من الدماغ مركز التخيل فلو واحد اتخيل بسكليته هو عم يصلي شو حكم صلاته صحيحة لو شاري بأرة وتخيل البأرة بصلاته تخيل شو حكم الصلاة صحيحة ما فيه شيء ولا عالم يستطيع يقول انه فيها كرهة لانه التخيل ما يملكه الانسان التخيل تخيل فكري ما هو تخيل قصدي ان نحط للعبادة بمر على افكارك وساوس كثيرة وافكار كثيرة فهذه صحيحة ما لا ما بتمنع له صلاة ولا بتمنع شيء فاذا التخيل هو صورة للمخيل وانا ما اعطيكم ما اعطيكم الرابطة الى مراتب الرابطة لها مراتب لها اربع مراتب يلي الله بده يكرمه بينتفع للرابطة اربعة مراتب المرتبة الاولى التخيل وهو للمبتدئين المبتدئ بتخيل صورة شيخه تخيل وهذا لا شيء فيه قال لينا نجي لواحد متزوج اتزوج جديد وليت العرس راح هو عم يصلي وقام اجل باله ومرته تخيل مرته شو حكم صلاته تبطل صلاته لا لا نطق ولا تكلم مر خيال على ذهنه فصلاته صحيح ما في اشيء بيجوز بيملك الانسان بيحسن واحد يملك نفسه ما يجيه شواس مهما في حاول بيخطر على بالك خاطر الا في حالة خاصة من اهل الزكر هذاك استغرق بالله ما عد في عنده تفكر بغير الله اما الانسان بيفكر وبيتوشوش وبيخطر بباله خواطر فهل هذه الخواطر تبطل الصلاة لا هل عليه اعادة صلاة لا صلاة صحيح اذا هذا التخيل هو ابتداء الحب لما بدك تبتدئ بالحب تتكلف الحب وتكلف الحب هو تخيل المحبوب امامك فكلما تكلفت اكثر كلما تخيل محبوبك اكثر فاولا التخيل بانتقل لمرحلة تانية المرحلة الثانية وهي رابعة الصورة بيتصور شيخه لما اعطى الطريق بيتصور شيخه هو عم يدرس بيتصور شيخه هو عم يحاكيه مرة عم يبتسم مرة عم يدرس مرة هالتصور هال كمان مخيلة فهالتصور هال قوة المخيلة صورت الشيخ امامك شتون يلي بكونوا مواقعين في ازمة نفسية لما بيقعد وحده بلقى اخي والله شايف انا رايحين عم يروحوا جايين رايحين جايين اخي ما في حدا بالبيت لا شايف اتخيل انه فيه جن ولما تخيل الجن صار يشوف صورتهم قدامه هو ما في شي لكن هذا من التخيل لما بيقعد التخيل شو بيصير تصور فالتخيل انقلب الى تصور هاي صورة من صورة اهل الله فهالصورة هاي اللي كانت ما تفارق اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هاي الاساس لاستقامتك في الحياة استقامة الاخلاق استقامة الايمان استقامة التقوى هاي الصورة فاذا كنت ماشي بالطريق وشيخك شايف شيخك معك ومرت المرأة بتطلع عليها ما عاد يحسن يطلع معصورة وشيخ فالصورة فالصورة هاي حجبتك حجبتك عن رؤية الخطايا وهذه الصورة عبر عنها سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بتهبير دقيق جدا قال قال رضي الله عنه وارضاه مات خزان الأموال مات خزان الأموال وهم أحياء هو حي لكن مات قلبه مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر باقي ما راه ما فقدته والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة أشخاص مفادت مو موجودة قال وأمثالهم في القلوب موجودة ممكن واحد يعبر مثل هالتعبيس الله يرضى عن سيدنا علي والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة ممكن فقدت الشيخ مات الشيخ مسافر أعيانهم مفقودة وأمثالهم شو المثال المنام شو يقال له عالم عالم المثال لأنك عما تشوف صورة حبيبة فإذا شفت يا ترى هاي صورته ولا غير صورته صورته وأعيانهم وأمثالهم في القلوب موجودة بهم يحفظ الله حججه بهم يحفظ الله حججه حجج الدين حجج الإيمان يحفظها بهؤلاء المؤمنين بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم النظير المثيل حتى يحطوه بقلوب أمثالهم حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم يا سبحان الله سيدنا علي أدي الصلو 1400 سنة عم يحكي هالكلام ويزرعوها في قلوب أشباههم في شبه أو في نظير قريب مثله فنظير أو شبيه فقال حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم أولئك خلفاء الله في أرضه أولئك خلفاء الله في أرضه الدعاة إلى دينه الدعاة إلى دينه ثم قال ها ها شيء من الألب محروق الألب شوفي خير قال ها شوقا إلى رؤيتهم شوقا إلى رؤيتهم فسيدنا علي عمشتاق لرؤية واحد من هؤلاء فإذا أنت الله جعله في زمانك وجعله في وقتك ما بدأ تقول هاه لا يهترق ألبك الله جعله في زمنك فمطبوق يا ترى هالمثال يا ترى مطبوق انطبأ بزماننا بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نصراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم الله يرضى عنه أولئك خلفاء الله في أرضه الدعاة إلى دينه هاه إلى رؤيتهم فإذا أولا لا بد لك من التخيل بعد التخيل تنتقل إلى التصور بعد التصور وهذا لسه للأطفال التخيل والتصور للأطفال أما إذا سلك مسلك الزكر وذاق حلاوة الحب تنتقل الرابطة إلى رابطة الروح ما عاد في صورة صارت روح وهذه الرابطة يقال لها رابطة الامتزاج تنتزج روحك بروح الشيخ فإذا امتزج الشاي بالمي الصخنة ما يفعل المي ما يصير المي بيضة صارت حمرة ما صار اسمها ما عاد اسمها المي صار اسمها شاي كذلك تتغير فيك صفاتك وأخلاقك وأعمالك أنه اختلط تروح شيخك فيك ولما اختلطت بدلت كل وجودك في هذه الحياة حتى تصير شبيه بشيخك في كل حركة من الحركات هاي رابطة الروح كيف تكون الروح على صورة على صورة منهم من يراها على صورة ومنهم من يراها نور ومنهم من يراها جمال ومنهم من يراها كمال وتصب منها إلى روحه الأنوار هي رابطة الروح وهذه الرابطة الامتزاجية أن تنتزج روحك بروح شيخك فتكون أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا هاي رابطة أهل الحب أهل الزكر أما إذا بلغ وصار من أهل البلوغ أهل البلوغ رابطن غير صارت رابطته مع مع السر رابطة السر ما رابطة الجسم رابطة السر وهي رابطة الفناء بأنك لا ترى وجودك لا ترى وجودك ترى مثل ابن عباس نظر للمرأة شو شاف صورته شاف صورة حبيبه صلى الله عليه وسلم هذه هي رابطة السر فرابطة السر في أخوان لسا ما سمعوا فيها ولا بيعرفوها فمن التخيل إلى التصور إلى رابطة الروح إلى رابطة السر وهي أن لا ترى وجودك بل ترى وجود حبيبك وهذه الرابطة هذه الرابطة التي يصب في هذا القلب صبا بحكمة من غير تعب ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر صلى الله عليه وسلم لذلك ما كان يقوله أبو بكر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام واللي كان يقوله النبي يقوله أبو بكر هو ما شايف النبي فشو هالحال هذا هاي رابطة السر وكثير من الأحباب من تزوق هذا نحضر درس من ساوي درس تنين تلاتة أرعب بيجي على درس شيخنا بيسمع الدرس من شيخنا بيذكر بعض بعض نقاط من هذا الدرس شو معناتها معناتها أنه المدد جاي من هناك ليس من عندك هذا العطاء فيا أبني إذن الرابطة لها أربعة مراتب فأولا التخيل وهذا لبدء الحب فإذا قوي الحب وصل إلى التصور صار يتصور صورة شيخ كيف ما كان وهي والله يأني والله كنت في الطاحون عم بيشتغل مع الوالد وأنا حامل المنخل عم بنخل الطحين لقيت شيخنا على باب على باب الطاحون خطيت المنخل راحت ما لقيت شي ما في حدا مرة ثانية مرة ثالثة واقف وعم يضحك يا طيب شيخنا وين خلصت ونزلت على الدرس كان يوم ثلاثة وكان أول فلما قابلت شيخنا كان أظن تالت مقابلة قال لي أما تطلع لعنا على جامع أبو النور حكا لبعض الأخوان ندلوا على الجامع طلعت قبل الفجر من على عرنوس على الشهدة من شهدة لعرنوس على الجسر لفيت لما وصلت لقريب الجامع رأيت شيخنا والله قدام ماشي قدام شيء أنا أركض وهو يركض قدامي وتم ماشي قدامي لوصلني لل الصباط اللي هون كان عند الصباط غابت الصورة ما عد شفته ما عد تعرفت شيخنا طريع لفوق مشي دغري نزل لا تحت ما عد تعرف شفت الحارس قال له فيه فيه شيخ كفكاكو قال لي شيخ كفتارو لي الجامع زينة على الجامع وحصل بعض أشياء لما أتحكيكم ياها الله عز وجل اللي سبتنا وإياكم بقوله السابق فمين اللي دلني صوت الشيخ قدامي ماشي هاي كان في البداية اللي سأل ثلاث أسابيع مع شيخنا يا إخواني هذا الحب ما بيده الإنسان لما بتحب ما في واحد بيحسن يعطيك بالأطارة الحب أنت تفتح الباب بتأخذ تفتح طاء بتأخذ على الطائتك بتأخذ فوسع حبك تأخذ العطاء الذي لا حدود له ومتى وصل المريد إلى هذه الرابطة هذه تسمى رابطة الغوث رابطة الغوث يغاث القلب بإمداد أهل الله العارفين بالله غوثا متلاحقا متلازما من غير قطع هل الغوث هذا الإغاث من روحانية أهل الله هاي أمور خارقة تسمى كرامات أو تسمى للأنبياء معجزات هذه خاصة بأهل القرب وأهل الحضور تقول أنا ما صلي منك أصدق الحب بتصير معك فمتى ما صدقت في الحب بتشوف كل شي سيدنا زكريا لما دخل على ستنة مريم أنا لك هذا يا ترى كان الفواكه عند صورة ولا حقيقة شاف سيدنا زكريا أنا لك هذا قالت هو من عند الله هذا الإمداد الإلهي الذي لا ينقطع من عند الله فإذا كان المدد صار من عند الله عز وجل فمعنى ذلك صار عطاهك لا حدود له عندها لا تتأثر في الحياة لا الهم ولا الغم ولا الكرب ولا البلاء ما أكثر منه سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما أتى إليه ملك الروم قال له إن كنت مؤمن صحيح شناب كاسي تهسم سم سم سليماني إذا تشربها بيكون دينكم صحيح وبأسلم وإذا ما شربتها بيكون دينكم ما صحيح سم سليماني يشربه سيدنا خالد قال له هذا أخده وهو في رباط مع سيدنا رسول الله تصور النبي ثم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع المشرب الكاسي ولم يتأثر بها ليس سيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ السم كان جسداً وروحاً في بشرية والبشرية تأثر لكن سيدنا خالد لما استعمل السم استعمله روحاً بالروح والروح لا تتأثر بروحانيته ارتبط بروح رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فما تأثر فكيف السم يأثر نعم ولا يومين ولا خمسة ولا عشرة ولا ما تأثر وبقي في معاركه هذا يا أحبابي الحب الحب الذي يغير وجودك يغير أحاسيسك يغير كل حياتك هذا الحب إذا أراد الإنسان أن يصل إليه وهذا الحب أحبابي هو تصرف روحي تتصرف روحانية العارف بالله بروح المريد هالتصرف الروحي أنت بتكون نايم فروحانية الشيء بتدخل لروحك بتطهرها وتطلع وأنت مالك حاسس بالدرس بعض أوقات الدرس بيكون يا أبي بعض أوقات مستشفى عما يغسل قلبك وقلبه وقلب التاني وأنت مالك حاسس فكثير من العارفين بالله تكون مجالسهم مجالس تطهير للقلوب وتنقي للأرواح وتصفية حتى تصفى الروح وتصير الروح لطيفة شفافة شفافة شفافية بتصير روح تستمد بقوتها وتستفيد من أرواح أهل الله وللاستفاض من أهل الله أربع مراتب هذا من أسرار الطريق أنا لح أعلمكم ياه برك الله ينفعكم فيها للاستفاضة من أرواح العارفين بالله أربع مراحل فاللي بيسلكهم بيصير الاستفاضة له كاملة أول واحدة تربية المرشد للمريد في عالم الظاهر بالمشافهة هي كتربية النبي للصحابة وتسمى صحبة فاللي عم يعد مع الشيخ ويسمع منه هذا الشيخ صار اسمه صحابي بالنسبة للصحابة سموه صحابي بالنسبة للشيخ شو سموه مريد شو معنى مريد يعني أراد الوصول إلى الله أراد التقرب إلى الله أراد أن يتفقها بلزة الحب مع الله ورسوله أراد تتفقه فيبدأ أولا الصحبة بالمجالس والمجالس ما أشط أن تبقى يوم يومين الشمعة وشمعتين المجالس كلما طالت مجالستك كلما عظم إمدادك حتى تكون على روحانية من تحب يزرعوها في قلوب أشباههم لما تصير شبه بيزرعوا في قلبك هذا العطاء فحكى لنا مرة شيخنا قصة الله يرضى عنه قال دخل بعض أولياء الله على بستان قصة حلوة من تفهمنا دخل بعض أولياء الله على بستان هو معه أخوانه بدون يعملوا سيران فإذا بالبستان في ناعورة الناعورة عما تعبي مي وتفضي لكن عما تزأزي عما تعن وهي عما تعبي وتفضي فالشيخ اقتفت للإخوان قال ابني من منكم فهم عن ناعورة ما تقول السيد لماذا الناعورة تحكي قال لا تكون سبعانين أنينها وعنينها تحكي لك قال والله السيدين لم نفهمنا عليها ما تحكي قال عما تقول بلسان الحال أيها السائل عني أيها السائل عني قد سلبت اللب مني كنت أسقى وأغنى صرت أسقي وأغني لما كان الشجرة كان يسقوها ويغنوا تحتها لما سلبوا اللب منها صار التص الناس ويغني لهم أيها السائل عني قد سلبت اللب مني كنت أسقى وأغنى صرت أسقي وأغني فإذا ما نسلب لبك لحبك ما بتحسن تسقي ولا تغني مش تستعدين راح اللب تبعها جوا فولا قلبها وحطولها مشان فخلي أهل الله يسلبوا لبك فإذا سلبوا لبك بتصير بتعبي من بحور هون وتسقي بتعبي من أنهار هون وتسقي الأرض جافة هذا يا أبني الحب ما أهل الله هاي أول مرتبة تاني مرتبة تربية المرشد للمريد بالروحانية من غير اجتماع حسيا ما اجتمع الجسد مع الجسد أو اجتمع فيه مرة وما اجتمع ما اجتمع فيه فبيربي روحيا كما رب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أويس القرني سيدنا أويس القرني ما التقى برسول الله رباه النبي روحيا وما تربهه قال لعمر رضي الله عنه قال يا عمر إذا لقيت أويس فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة يدعي لعمر نعم لعمر فإنه مجاب الدعوة ثم وصفه النبي قال رجل تحت جنبه الأيمن علامة برص في علامة برص تحت باطن النبي ما شاف هاي 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 الصورة يلي فسيدنا عمر سأل عن أهل اليمان قالوا له في واحد لما شاف فوق واز علامة برص تحت باطن دعي دعاله قال له بدنا نلتقي فيك قال له بعد اليوم ما في لقاء لقاءنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجدة يا سبحان الله هي هي تربية الروح كمان الشيخ محمد الأويسي البخاري رضي الله عنه وأرضاه رباء الشيخ عبدالخالق غجدواني روحيا حكى لأهل البلد قال له بدي يجيكن واحد بعد خمسين أو ستين سنة بيجي واحد اسمه الشيخ عبدالخالق فهذا اعتنوا فيه بدي يطلع منه خير كبير قبل ما يجي الشيخ مات بعد والشيخ باربعين سنة أو خمسين سنة لحبتها اجى الشيخ محمد الأويسي البخاري رباء بروحانيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هيا شلون بتقول هيا فيه ناس بيشوف الشيخ لسا ما يعرف الشيخ بيشوف بالمنام بيشوف الشيخ بالمنام والله بعد عشر السنين بيشي لك والله شايف الشيخ بيشوف 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 بالمنام شايف من عشر السنين لذلك في كلمة لأهل الله رضوان والله عليهم بيقول العارف بالله بيقول يا ولدي لا تظن بأنك الآن جيت لعند الشيخ روحانية الشيخ ربتك من وقت كنت في عالم الغيب من وقت كنت في السماء روحانية أهل الله اعتنت بتربيتك واعتنت بحياتك حتى وجدت في عالم الأمر ليش ما جبتوني قبل اليوم قل حتى نضجت صار عندك استعداد تعانى فجبناك لعنا أما قبل منك مجهول ما لك فاضينا فلما تفرغت فرغناك وجبناك لعنا فروح أهل الله يا أبني عما مدت من أبن ما ما تخلق وهذا قوله النبي عليه الصلاة سلم أرواحه جنود مجندة فما تعارف منها يعني في عالم الملكوت اعتلف بالدنيا وما تناكر منها اختلف إذا كان شو بيعرفوا إنه تآلف التآلف وهنيك هون حي يلتقي فاللقاء بيناتنا قبل ما تجهل على الجامعة من عالم السماء في تعارف الحمد لله على هالنعمة شكروا فضل الله عليها هاي الناحية الثانية ثلاثة تربية المرشد للمريد بالرؤية المثالية يتمثل لك بالرؤية أو بالخيال يتمثل لك فيربي روحانيتك بنظراته وهذا فيه المثال بالقرآن نعم فتمثل لها بشرا بشرا سويا ومتى تمثل لك معناتا لحتحمل منه لحتحمل أنواره لحتحمل إمداده لحتحمل توجهاته متى رأيت المثال صار فيه حمل من بعدها شو بدك تحمل ولاد لا ما لحتحمل ولاد هذا حصل لستنا مريم ومبعد مننا ما بقى شيء لكن شو لحتحمل من الشيخ لحتحمل إمداد قلبه لحتحمل فيوضاته فإذا ربك روحيا أو بالرؤية المثالية فمعنى ذلك لها يصد لك إمداد روحي أينما ذهب لو بتععد مع الملوك ما تشوف إلا أمداد الله أتاك فيوضات إلهية بتعطيه هينين هذا من الرؤية المثالية فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وهب لها غلام أما اللي بيمشي مع الشيخ ما بيجي غلام بيجي ألف غلام كم غلام أنتو كم واحد هلا كمسمية ستمائة واحد هاي هذا الحمل هذا الفتح العطاء الله يديم علينا أمداد أهل الله هين مرحلين رابع التالتي وهي يا أحبابي أنتروح ممكن تتمثل بعدة بعدة صور ممكن تشوف سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي فأتت روحانية شيخك بإمداد بصورة الشيخ أحمد رضي الله عنه ممكن تشوف سيدنا الشيخ القادر الجيداني فتتصور صورة الشيخ بصورة من تشاء لأن في قلبك ميل لهم فبتلتيك على هذه الصورة لتغزيك لألا تفزع فممكن أن تكون هذه الروح وقالوا من قبل قالوا الروح لها قدرة أن تتصور بسبعين ألف صورة ما شغل الصورة وحدة فبيتصور أنت لذلك مربوط بشيخك حكيت للعائلة الله يرضى عليها تير اشتائت لسيدنا أحمد الرفاعي بدت تشوفه وعما تطلب من الله فنامت شافت بيت كبير قصر عظيم قالوا لا فوت تفضلي فاتت طالعوا الطابق الأخير فاتت على الغرفة وقامل شافت شيخنا شافت الشيخ شيخنا هي بدأ تشوف سيدنا الرفاعي قالوا لا اطلعي لفوق طلعت وقامل شافت شيخنا فزت على بكرة قالت لي ما بد ياني يتعلى بغيره ما بد يا سبحان الله هي رؤية الروح يا أبي فتمثل لها فكثيرا من عارفين بالله يتمثل بصور كثيرة ليكون مددا لهذا الأخ الحال الرابعة تربية الروح المجردة كتربية النبي عليه الصلاة والسلام لأرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه هذه لا تكون إلا بالمناسبة بيكون في تناسب بينك وبين بين روحانيتك روحانية شيخا إذا صار في تناسب بين المفيد والمستفيد فعندها بتحصل بتحصل هذه الحالة الحالة هي ما بتحصل إلا بتلت أشياء كمان هذا سر والله ممكن ما أحدا من أهل الجامع أرفه أرجو الله الله ينفحكم في الإفاضة والاستفاضة بدي تناسب بين روحك وبين روحانية شيخك فبدي تلت أحوال حتى تكون عندك الاستعداد للمناسبة أول وحدة تسمى القدم الثابت الله يتثبتنا وإياكم بقوله الثابت وهذا في مراحل الأدب والسلوك لكمال الأخلاق وعبور مقامات النفس يتخطى النفس إلى القلب والروح والسر متى ما تخطى النفس صار روح السر أخفى من السر هذا اللي بيصير له التربية الروحية الخاصة هذا قليل من الإخوان اللي بيصلوا لهذا الحال أنه أكتر الإخوان عم يذكر لأحوال أكتر الإخوان عم يذكر ليحس أنه قلبه تحرك أكتر الإخوان عم يذكر من شأن يشوف الأنوار فهذا محجوب يا ابني عن هالمقام ما بيصل ما بتصل لهالمقام حتى تنقطع عن كل الأغيار لا تريد إلا الله وحده تذكر الله لله بيصير لك هذا أعطاء هذا أولا القدم السابت اثنين لسان صادق لسان الصدق وهو إيصال الكمال إلى المريدين على قدر استعدادهم عن طريق الإلهام وحي الإلهام فيغزف الشيخ في قلب المريد من طريق الإلهام افعل كذا ولا تفعل كذا هذا بعض الإخوان بيعود فيه إذن أو ما فيه إذن أما اللي فيه أعظم منه هذا بده يا ابني هذا بيصير إذا وصل له الحال هذا بخبرة فبتصير خبر الصدق صارت شفاعته مقبولة ودعاءه لا يرد هذه الحال الثالث حال الثالث القلب الصادق وهو انكشاف الآيات الغيبية والشهودية في قلب الكامل يقظة أو مناما انكشاف ما في غيبية انكشاف صار يرى البعيد كما يرى القريب كرؤية سيدنا خالد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى سيدنا ساريوين بنهوا وكذلك لما بعت ورأة لني المصر ني المصر جف بعت له ورأة وأمطف تعبى هاي طيب هذول الثلاث خلاصة البحث الله يكرمكم الحب يا أبي يا أخي كن مع الله حفظوا ليها كن مع الله فإن لم تطق فكن مع من يكون مع الله كن مع الله فإن لم تطق محسنت عليها كن مع من يكون مع الله مين اللي مع الله بكون شيخك حاضر فخليك معه فلقاءك معه لقاءك معه ولقاء مع الله لأنه يقربك إلى الله ويدلك على الله ويذكرك بالله فإن كن مع الله فإن لم تطق فكن مع من يكون مع الله واصحب من ببركته تنجذب إلى الله وتميل عن كل ما سواه ببركته تنجذب إلى الله هاي بيشعر فيها الأخ لما بيجالس الشيخ تنجذب إلى الله وتميل عن كل ما سواه ثلاثة اصحب من تفنى فيه أو يفنى فيك اصحب من تفنى فيه أو يفنى فيك أو تفنى ياك لكما في الله جل وعلا فلا بتبقى أنت ولا بتبقى النفس لا بيبقى هو مع الله وفقط وهذه الرابط يا فالرابط المراث منها إذن أن يكون قلبك مع الله دائما فمن كان مع الله دائما استقام بالكمال والأخلاق والإيمان ونسأل الله أن نلقى الله مع أهل الكمال هذا هذا من نسبة درس كنت اليوم اليوم ألقي في قلبي لا إله إلا الله شيء لا أستشيركم فيه خطر ببالي بعد فيها الدرس أعملكم درس ثاني في الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية الفقهية وأنا معلمكم الفقه غير المشايخ بس مين منكم على استعداد للحضور يعني نسكن ما أنه والله أنا ما باء عندي وقت لكن اليوم وقع في قلبي هذا وأنا في صلاة الليل وقع في قلبي أن الأخوان بيحتاجوا لأحكام شرعية مظبوط هالشي هذا يا ترى طيب تحضروا نعملكم يا صباحا كمان كمان صباحا تلاتة من نفس الوقت بيصير عندنا تلاتة وأربعة وإن كان الحجة بدا تزعل ما ما قال شي فسك صباحا ومسا بتليعوز كم بشاب فشو رأي كن نبدأ بس ما يأسر الدرس على درس بتجي تلاتة تترق الأربعة أو بتجي الأربعة تترق التلاتة أنه هذا له طعم وهذا له طعم هذا له شي وهذا له شي الأحكام الشرعية في مسيرتكم في الحياة نعرف نعطيكم من البداية إن شاء الله ونسحب مع كل مين بوافق ذلك الامتحانات بدت أخير لكم ياها ألا آه لأول شراط كون أنا كمان هيئة الجو شوية والله بدي أعطيكم حياتي حذروا ليش لأن الله أكرمكم بالنظر لشيخي ويلي بينظر لشيخي نظرا بعطي حياتي ووجودي أحبها وأحب كل منسوب إليها فما دام وقع نظر شيخنا عليكم بدي أعطيكم كل ما عندي في حياتي إن شاء الله لو عنكم أوقات والله ما بخلي لحالي دقيقة لكن إن شاء الله إذن الآن ثلاثة جاي معنا لأول شبار ذكروني بعطيكم إن شاء الله الأحكام الشرعية بصورة سهلة وأرجو الله تنسروا بإذن الله عز وجل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة وعسمك الأعظم وجدك الأعلى أن تحي قلوبنا بنور معرفتك اللهم اجعلنا من الصادقين في محبتك المخلصين في طاعتك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اجمعنا بهم ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة اللهم عطف قلب شيخنا علينا وعطف قلب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا واجعلنا من أهل الصدق في محبتهم من أهل الإخلاص في مجالستهم ثبتنا يا رب بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبور يا حي ويا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ومحمد الشيوخ والأولياء رضوان الله عليهم هي باب ومفتاح لمحبة رسول الله ولا يمكن لمسلم مهما بلغ من الطاعات والعبادات والأوراد والأذكار لا يمكنه الوصول الوصول إلى الله إلا من باب رسول الله فمن لم يحب أولياء الله ولم يحب المقربين إلى الله فليس له وصل ولا صلة برسول الله أحبها وأحب كل منسوب إليها فمن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب أحبابه ومن أحب أحبابه أحبه فحب أولياء الله هو مفتاح لمحبة رسول الله ومحبة رسول الله هي المفتاح لمحبة الله فسلسلة فسلسلة مرتبط ومحبة رسول الله ومحبة رسول الله روح تسري في عروق مؤمن روح تسري في عروق مؤمن تتخلل كل خلايا الجسد فلا يبقى فلا يبقى خلية صالحات المحب المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نجده مشغوف وملهوف بالتوجه إلى روحانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحب ممكن الإنسان أن يدعيه ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له علاماته وله آثاره فلا يظن الإنسان أنه بالإدعاء يصل إلى هذا الحب حب رسول الله حب عظيم حب كبير جدا لا يتحقق إلا بصدق التوجه لا يتحقق إلا بصدق الإقبال أما بمجرد الانتساب أو الادعاء فلا يفرح الإنسان أن يصل إلى تلك المحبة العظمى بالدعائه ونسبته كل المسلمين يقولوا من حب رسول الله ما بتسأل المسلم إلا شو بيقول بحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لو عرضنا حبه على ميزان أهل الحب فيا هل ترى هل يزم في ميزان الحب وزنا أم كما قال الله في حق المنتسبين الذين يقفون يوم القيامة في الميزان فيقول الله تعالى في القرآن العظيم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وخفوا بالميزان لكن ما وزنوا شيء لأنهم ادعوا الحب ولم يعملوا به وانتسبوا إليه ولم يتخلقوا به فالحب عمل وخلق وعلامات تظهر على المحب فلا بد للمحب أن يعرف بعض علامات الحب حتى يعرض نفسه على تلك العلامات فإن كانت فيه فليطمئن بحبه وإلا فليسعى بجد وإخلاص لحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سئل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤول من سيدنا علي كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد عند الضمأ الشديد يعني واحد عطشان عطشان جاب له كاسة مي أنا أحب كاسة مي إلى كل النبي عليه الصلاة والسلام كاسة المي تعادل تعادل حياته هكذا كان حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا هكذا كان حب النبي لأصحابه حب أصحاب النبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا حديث رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن يعني إيمانا كاملا لا يؤمن إيمانا يدخله الجنة لا يؤمن إيمانا يدفع عنه العذاب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ما أبدكم في حدا غالي عليك كغلاوة رسول الله ما أبدكم في إنسان محبوب إليك كحب رسول الله وكل حبيب يعرفك على حب رسول الله فحبه من حب رسول الله كل من أوصل إلى حب رسول الله فحبه من حب رسول الله لأن الإنسان لا يمكن أن يبلغ القمة ما لم يبدأ من البداية يطلع القمة مباشرة من غير ما يطلع من أول الجبل ما ممكن فلابد ما تطلع من بداية الجبل من السهل إلى الهضب إلى الارتقاء بعدين يصل إلى القمة ولا يمكن أن تبلغ قمة حب رسول الله ما لم تحب أحباب رسول الله فهم المفتاح لمحبة رسول الله فكان حبهم إذن للنبي عليه الصلاة والسلام حبا لا يعادله حب نسي أهلهن ونسي أولادهن ونسي أمهاتهن وآباهن وأموالهن حتى نفوسهن نسيوها أمام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائما لا يكون حب بلا عطاء أن تحب إنسانا من غير أن تجد منه عطاء ما ممكن واحد يحب إنسان بلا عطاء فلا يمكن وجدت من الصالحين عطاء علم أو أعطاء هداية فما وجدت من رسول الله هل وجدت عطاء من رسول الله هل بزل النبي من أجلك شيء صلى الله عليه وسلم النبي بزل لذلك يوصل إليك رضوان الله لتكون من أهل القرب إلى الله فما من مسلم قال لا إله إلا الله إلا ولرسول الله عليه فضل ولولا رسول الله ما قال واحد منا لا إله إلا الله فلا تفرح بأن قلت التوحيد ونطقت بالتوحيد اعلم من الذي أوصل إليك التوحيد من علمك الإسلام من هداك إلى كلمة لا إله إلا الله من هداك إلى الإسلام ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبتوفيقه لذلك إذا عرفت أن للنبي عليه الصلاة والسلام عليك فضل وعليك حق فواجب عليك أن تخلص في محبته وأن تصدق في اتباع سنته حتى تكون من أهل محبته فإذا كان أحب إليهم من كل شيء ومر معنا حديث سيدنا عمر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبح حبك لي يا عمر قال والله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي إلا نفسي التي بين جنبي حبك أكتم كل شيء إلا نفسي فكان جواب النبي له صلى الله عليه وسلم ما كمل إيمانك يا عمر إذن كمال الإيمان بحب رسول الله ما كمل إيمانك يا عمر ومعنى ما كمل يعني لن تدخل الجنة معي ولن تبلغ مقام القرب إلى رسول الله في الجنة لن يدخل الجنة مع رسول الله إلا أهل الكمال فلما علم سيدنا عمر أن كماله في الجنة يتوقف على أن يكون النبي أحب إليه من حياته قال امدد يدك يا رسول الله فوالله لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي ونفسي التي بين جنبي فعندها ربت النبي على كتفه وقال الآن الآن يا عمر الآن يعني كمل إيمانك يا عمر فإذا كان لابد من ذلك فمعنى ذلك أن تكون صادقا في حب رسول الله أكثر من الكل واحد يقول أنا بحب النبي فلو سألت أي سؤال ما ممكن يفضل يلي معه على حب النبي منهم من يبخل فحب النبي له علامات مشان ما نطول للحديث كأنه ديوم في فحص عند الطلاب لحنختصر علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن تفضل رؤيته على نفسك لو قيل لك أتحب أن ترى رسول الله وتموت أو تعيش من غير رؤية رسول الله أيهما أغلى عندك فلو كان مؤمنا محبا لتمنى أن يراه ولو نظرة ثم يموت ويلقى الله نظرة ثم يلقى الله أما إذا كان أهلا والله خليني أهلا بحياتي وبصلي عن نبي كثير إن شاء الله الله بيكرمني بعدين فهذا بيحب نفسه ما بيحب النبي عليه الصلاة والسلام أما الذي يحب رسول الله فهؤلاء قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أني أرى إخواني وددت لو أني أرى إخواني يتمنى أحدهم لو يفتدي رؤيتي بماله وأهله هدول النبي جعلوا أخوانه يتمنى أحدهم لو يفتدي رؤيتي بماله بماله وأهله فهل بلغت هذا المقام هل رؤية رسول الله أغلى عليك من حياتك أغلى عليك من وجودك آه لو لو يعرف شوفي بالرؤية كان آباؤنا رضوان الله عليهم إذا أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كان من أجل الرؤية يزبح منه يتبح خاروف منه يتبح اتنين أنا عرفت بعض الناس كان إذا رأى النبي يتبح سبع خواريف كل رؤية للنبي يتبح سبع خواريف فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره في السنة ثلاث مرات أربع مرات فكان يذبح في كل مرة سبع خواريف كرامة لرؤية رسول الله السبع خواريف أغلى أو لا مالك وأهلك أغلى يعني ذلك جزء من المال فكيف المحب كيف يبزل أغلى ما يملك في رؤية رسول الله نظرة واحدة فلو نظر إلى النبي نظرة واحدة في المنام ومن رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بيه لكن رؤية النبي ما كلها رؤية واحدة يعني كل يرى النبي على حسب استعداده في واحد يشوف النبي عليه الصلاة والطفل في واحد يشوف النبي شب في واحد يشوف النبي اختيار كل واحد رأى النبي كل واحد رأى النبي على حلق حسبه يلي إيمانه في الابتداء شافه طفل يلي إيمانه في قوة شافه شب يلي إيمانه فيه ضعف شافه اختيار فكل واحد يرى النبي على حاله كما أنه في رؤية تكون خيالا في رؤية تكون وهما في رؤية تكون ظنا فما كل رؤية ما نات أنت رأيت لابد أن تعرض الرؤية على خبير حتى يذكر لك أنك رأيت حقا أم رأيت خيالا كثير من النساء بتشوف بيبلغني بتشوف النبيك دائما وفحص فحص بسيط تتخيل كلها خيالات تتخيل أنه في الزكر رأيت النبي عليه الصلاة والسام تتخيل أنها اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسام خيالات أما الرؤية الحقيقية يا ابني عند العارفين بالله قالوا لرؤية رسول الله سبعين ألف مقم للرؤية ولا يراه الرؤية الكاملة إلا العارفين بالله الذين طهرت أرواحهم وقلوبهم ما دام فيه جزء من حسد أو جزء من حقد أو حب للدنيا أو ميل للهوى والشهوة لا تراه الرؤية الكاملة الرؤية الكاملة لا تكون إلا لمن طهر قلبه ونقيت روحه وصف فؤاده هذا الذي يراه بمرآة صحيحة فرؤية رسول الله إذا أي قصة أظن ما أصر لعشرين سنة عم بيحكي لكم يا أهان ولدهت زوجته ما في معه شيء بدي جبلها أكل ما فيه فأراضي انتحر لكن خطر باله أنه خد الصحن واطلع واطلع إذا الله أكرمك وإلا تلحش حالك تحت سيارة بتنتهي أخذ الصحن وماشي في الطريق والطريق اللي كان ماشي فيه هو الطريق اللي محل الجسر الجديد اللي حطوه اللي بيطلع ناح برسة العدوي ماشي بهالشارع اللي عن الجنين فيحاء اسمه بهالطريق ماشي وحامل الصحن فبيشوفه إنسان مرحبا وأهلا وسهلا مو أنت فلان إبن فلان نعم أنا مدئده بيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني الليلة أن أعطيك عشرة آلاف ليرة الليلي قال له هاي عشرة آلاف يلي النبي أمر فيها وهي عشرة آلاف مني إليك لأنه بسببك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عشرين ألف لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وخمسة آلاف فهم منها قال له خمسة آلاف لأنك قبلت مني هالهدية فدفع له خمسة وعشرين ألف يا هذا وين هذا ما حدا حاسس فيه طالع ينتحر من ضيق الحياة إيه فرسول الله حاس فيه شعر فيه هذا الحب يا ابن فالحب أن تفكر بالحبيب والحبيب يفكر فيك هذا إذا صدق صادق في الحب فأول وحد أن يكون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أغلى عليك من كل شيء هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا زيد ابن الدسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخرجوا من الحرم ليقتلوه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا تضرب عنقه وأنت في أهلك ارجع لبيته وكن بمحلك فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة في أخمص قدمه وأنا في أهلي شوكة تصيبه خليني أفعد أهلي وما يصيب النبي شوكة فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد والفضل ما شهدت به الأعداء كان على شرك وكفره فشهد بحب أصحاب النبي حبا ما أحب أحدا مثله أبدا هكذا الحب يا أبن ولا تكون صادق في الحب حتى الحاسد والمبغد يشهد لك بالحب حتى أعداءك يشهدوا لك بالحب أعداء النبي شوكة شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا محمد عشق ربه هذا الكفر وهي أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا هذه صفة وعلامة من علامات من علامات الحب وكثير من الصحابة من بلغوا هذه العلامات ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام متغير اللون يعني مصفر الوجه مصفر نحيف وجعل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما غير لونك خير من غدود حمر وشكل جميل إلى أصفر نحيف خير فقال إني إن لم أرك استوحشت لك استوحشت وحشة عظيمة إذا ما بشوفك حتى ألقاك إذا ما شفتك كثير بستوحش شو هالوحش اللي عم يحس فيها عم يحس فراغ في وجوده لا يملأ إلا النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين وأنا وين أنا وين تحت بدي يكون فوين هم بيشتاء لك بيشي بشوفك أما بالآخرة شو بدأ وصلني لعن ذاك فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين دائما خاطر باله النبي عليه الصلاة والسلام فعند رؤية رسول الله هالنار المشتعلة عما تنطفي أما ما دام بعيد نار عم تتوقّد في قلبه فهالنار حرقت لحمه فدوبتها حرقت دمه فاصفر شو صد له هذا الحب فالحب ليس هو كلام أن تقول أني محب وارجينا علامات الحب فيك فإذا وجدت علامات الحب فيا سلام على أهل الحب كان عبد الله بن زيد هذا الذي رأى منام الأدان اللي هو شارف منام بالأدان وحكى للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الأدان فعبد الله بن زيد كان رضي الله عنه وأرضاه إذا غاب النبي عنه بكى بكاء مرّا يبقي 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 فرآه النبي صلى الله عليه وسلم خير ليس كل هذا عم تبقي قال له يا رسول الله علمت أني أموت وأنك تموت هذا لابد منه أنا وياك كلنا علوة الموت لابد منه بده يموت فأنت فأنت ترفع مع النبيين وأما أنا فأبعد عنك ما لحسن نشوفك فعم ببكي لهم بدي أخسر رؤيتك بكرة في الآخرة فقال النبي له المرء مع من أحب يعني لا تفارقني لا تخاف ما دام بتحبني ما بتفارقني وهذه يا أبني الصفة التي بها اكتسب العارفون بالله اكتسبوا الصلة برسول الله تجدهم دائما في حذقة لرؤية رسول الله صباحهم ومساءهم دائما في حذقة ومن الأحباب دائما محترق على أن يرى يرى شيخه وذكرت لكم مرة أني التقيت ببعض الأحباب كان من أخوان شيخ أمين الله يرضى عنه والتقيت بأخ كان من أخوان الشيخ بدر الدين رضي الله عنه وارضاه يلي كان عند الشيخ بدر الدين كان بقي خادم للشيخ بدر الدين يحمل ناري الشيخ بدر الدين سبع سنوات حب الشيخ وحب الشيخ بدر الدين من أبناء رسول الله وها هذا الشيخ أن لا يقبل يد واحد غيره أنا جئت إلى باب السريجد وعز به يأتي وهو يبكي يلي الليلة أنا شفت الشيخ بدر الدين في المنام وأمرني أنه أنا أقبل إيدك وأن أكون معك رضي الله عنه وارضاه لأهلا وسهلا ومشي معي ودائما على بكاء والهان بالشيخ محيط بدر الدين فيوم إيام يجح كالي منام يدل على أنه قرب أجله فطم أنتم بتوفيق الله بعد ثلاث يام يجح لعندي قال لي إجاني الشيخ بدر الدين وطلبني قال لي ما لحد زورنا هيئنا لك الغرفة وهيئنا لك عم نستناك بعد بكرة تعال عنا عزمينك لعنا بعد بكرة قال لي شو قلت له بعد بكرة بدك تسافر يعني وبعد بكرة سافر بعد الموت رؤوا في المنام ما فعل الله بك قال له أنا مع سيدي الشيخ بدر الدين في السماء الرابعة مع سيدي الشيخ بدر الدين في السماء الرابعة رضي الله عنه وأرضاه هذا حب الأخري من أحباب الشيخ أمين الله يرضى عنه كمان في صدق الحب في توله الحب كمان قريب من هيك رأى الشيخ كمان عزمه قال له أنا جاي يزورك يوم الخميس جاي يزورك يوم الخميس وبدك تجي معي من شان عمدين لك عزيمة جاي يزورك جاي يزورك الشيخ قال الشيخ اجاه عازمني لعنده أنا ماشي معه سلام عليكم فاتد مرته يقول السلام عليكم سلم كمان فمن علامات الحب اولا ان تقدم رضى المحب اذا حكم عليك عن رضى نفسك انت اذا حكم بحكم ان تستسلم لحكمه من غير انتقاد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فاذا ما صار يا ابني حكم لو حكم عليك حكم عليك احلى من حياتك يقول ايه الشيخ يا ايج عليي الشيخ دائما حطمني الشيخ لك لا يا ابني هذا فحص للحب يا ابني اذا كنت محب وحكم عليك بتكون حكم عليك احب اليك من ملء الدنيا هذا الحب اما تقول ايه ليه شيك حكم علينا ليه شيك حك علي ايه انا ما لهيك الشيخ كذا متى ما طعمت يا ابني فمعنات انت ما عندك في الحب لا قليل ولا كثير يا ابني فاولا ترضى بحكم محبوبك عليك عندك هالاستعداد عندك هالاستعداد ايه بيقب خمسين شيخ مشان شوية مصاري مشان شوية مصاري وما الهم ممكن يكون مصاري لغيره بيقصر شيخه من شان مصاري لغيره وبيقول بحب هذا كذاب بالحب هذا كذاب وليس له في مكانة الحب ولا منزلة حب شيخك قال لك عطي مصاريك لغير لفلان شيخنا اجل عنده الله يرضى لي اخ قال له بدي اطلع للحج قال له انت حجي نعم قال له يا ابني وزالت لك هالسنة لا تطلع قال له متل ما بتأمرني قال له بتعطي مصاري لفلان الحجي عطاها لفلان انا كما صار معيها الله يرضى لي اي من الله يرضى لي كما بده يطلع على الحجي الحاجي قال له المصاري ندفع لفل لشاب طالب علم والله دفع المصاري تبع الحج وما طبع هذا يا ابني صدق الحب اما والله يا سيدي مشتاء بدي اطلع الاخ بعد ما دفع له قال له سيدي بتسمع لي اطلع هلا على الحج قال له ما لنا لك دفع له دفعت له قال له كمان التاني ادفع له فلان كمان التاني قال له بتسمع لي اطلع الحج ما تام دفع للأول ودفع للتاني قال له يطلع فالحب يا ابني ما في مخالفة علامة الحب تبزل كل ما تملك من اجل ان تصل الى صدق الحب اتنين من اثار الحب يا ابني نصرة دين الاسلام طولا طولا وفعلا والتخلق باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تنصر السنة ان تنصر سنة رسول الله هذا فيك فيك انت بدك تنصر السنة كل حديث بتسمع عن رسول الله الطبقه كل خلق بتسمع عن رسول الله تتخلق فيه كل ادب من اداب الشريعة تعمل فيه انه هي كل الشريعة من اتا بها رسول الله ومن تخلق بها رسول الله فاذا تخلقت فيها فانت صادق في حبك وانا فانت منتسب قلت انا بحب النبي سمعت الحديث قلت والله ما بحسن طبو هذا ما بنحسن طبو اخي سمعت الحديث التالي يقول اخي مين بحسن هذا عليه هذا ما حسنت عليه هذا ما حسنت عليه ما لك حب ما لك محب فلو المحب لو طلب منك تنتنازل عن مالك كله بتتنازل تتنازل عن كل اللي عندك قل له ما بملك شي انا هذا كله الملك اليك انا بحبك وما دام بحبك ما بملك شي قدام قدام محبتك هذا يا ابني صدق الحب اذا كان مؤمن اتى رجل وحكى لواحد قال له انا احبك قال له ايه شو انفقت علي قال له ما لك كله اليك قال له ايه ما لك شو بدي اعمل فيه غيره قال له لو طلبت مني ان اموت لمت قال له ان كنت صادقا فمت فسقط في الارض ولا روح فيه حب يا ابني يعني ما بيعرف ما بيعرف بيملك هذا لك يعني ما بيملك روحه لكن لما صدق في الحب الله عز وجل اعطاه بصدق حبه ليجزي الله الصادقين بصدقهم يا ابن في واحد بنتقد من شلون وما شلون يعني نقل لك الله يدوءك لما بتدوء بتعرف شو معناتها وزا مادا بنتقد شلون هيا وبصير هيا وبدو يحط لها فلسفات وبدو يجد فلسف يقول له اذا انت ما دقت الحب يا ابني لا تلوم يا ابني اللي حبه عبدالله ابن زيدة اللي حكيت لكم عنه رضي الله عنه وارضاه كان عم يشتغل في البستان فأتر رجل وقال له يا عبدالله ابلغك خير قال له لقد توفي رسول الله شو هالحكي احق ما تقول قال اي والله لقد توفي رسول الله فرفع يديه هو بالبستان وقال اللهم اعمي بصري حتى لا ارى بعد حبيبي محمد احدا فما ارخر يديه الا وفقد بصرة يا هذا شلون بيصير هذا هذا يا ابني اهل الحب الون الون اسرار غير المنتسب فبيكون واحد لسه عم ما شم ريحة الحب ولا دا ريحة الحب وبيجي بده ينتقد على مين على اهل الحب ايش لون ايه ابني ورجينا حبك لشوف ورجينا لوين واصل هل بلغت بنصرة سنة رسول الله هذا البلوغ وصلت الى البلوغ ما بلغت لسه ما صدقت في الحب من صد الحب يا ابني من علامات الحب التسلي بلذة الحب عن المصائب هاي هاي شغل يا ابني صعب وانها لكبيرة الا على الخاشعين اهل الحب بلا اوة سهلة التسلي بلذة الحب عن المصائب اصابته مصيبة بلية حبه للنبي بنسيء الالم بنسيء الوجع بنسيء التحام ايه معقول لك ابني معقول واكتر من هيك ولنجيب لكم مسألة واقعية وتاريخية وموجودة في الكتب سيدنا ابو مسلم الخولاني بتسمعوا فيه تسمعوا فيه شهدوا الايتون شهدوا ايتون وقدوا حتى صار حجره كالجمر فقال ادخل ابو سلم لجوه فوتوه عن نار بده يحرقه فدخل النار وهو يصلي على رسول الله شهدوا حكي هذا يا ابني ما بتغازت حتى تصبحت فرن صار له عم يؤدون ثلاثة ايام حتى صار حجره مثل الجمر والنار شعلي دخلوه دخلوه سكروا الباب وبقي من اول يوم من العصر الى صباح ثاني يوم شو معنى تصار هلا فالروج مشوي واللداب كله وهو يفتح الباب فخرج وهو يصلي على رسول الله ولم يتأثر فيه شعره ما تشوطت شعره ولا تأثر ثوبه ما تأثر بشيء من النار اشتقون هذا بيجوه بيصير خلي هذا ينتقد الحب خلي يجينا شوف ورجينا شنون هذا ابو مسلم من خلاني ولما بلغ سيدنا عمر اجهل ايه قال الحمد لله الذي اراني في امة محمد من هو على قدم ابراهيم الخليل هذا يا ابني بزمانه هلأ بزماننا بتصير يلي بده بشوفها في الرفاعية وفي قادرية رضي الله عنهم وارضهم الشازلية الرفاعية بباب تومة من من خمستاشر سنة صارتها الحادسة بباب تومة في جامع ابي ابن كعب اجتمعوا واشتغلوا بالذكر طلعوا على الشارع عم اشتغلوا بالذكر بالشارع ايه وين سيدنا ابي بتعرفوا وين ما بشري طلعوا لبرة جابوا طبق صاج مليان جمر جمر مقام واحد الله 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 وقعد فوق الجمر باوعي اعد فوق الجمر خمس دقائق ربح ساعة تلت ساعة الله وفز لا تشوطوا اوعي ولا احترق جلده ولا احترق هذا ابني اي اي من خمستاشر سنة ما امر كبير الله يرزقنا الحب لو يعرف ابني الحب بيعرف شو بيعمل الحب الحب يا ابني بيغير الوجود بيغير كل شيء في الحياة فبدل بدل النار بدلها الى نور وقبل خمسين سنة رضي الله عنه سيدنا الشيخ سليم لمسوتي رضي الله عنه وارضاه اجاب بعض الخوارنة قال له يا شيخ قال له انتو بتقولوا انه انتو على حق ولحنا على باطل قال له لحنا وياكم ننفوت على النار ما الله قال في القرآن وان منكم الا واردها قال له بلا انه مدام انتو بتكون نفوتوا لحنا بننفوت فشو فرع بيننا وبينكم ايزان قال له الفرع اللي حوارجيك ياه بعينك بعينك بدي يوارجيك ياه سحبوا هي بالعيبة الفرن يلي بالزاوية كان موجود لهلأ اظن لهلأ الفرن اللي بالزاوية اخده شلح الشيخ الجبة فردها واخد القلوصة تابعه السوداء حطه بالجبة ولف الجبة ولحشب الفرن والناس وافي لحشب الفرن انتو شو عملت يا شيخ قال له هلأز بعد خبز زاوية قال له الفرن الفرن سحب لنا ياها سحبها الجبة ولا فيها شعرة فتح الجبة وقلوصة عم تلهب بالنار قال له هاكذا دخولنا ودخولكم الى النار فما عتحمل إلا قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا يا أحبابي يلي يلي بيعرف بيعرف بيقول ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس يا ابني الحب هو اللي بيحول الإنسان من حيوان إلى ملك هذا الحب فحب رسول الله شو بيعمل في الإنسان فبدأ بحبك للنبي بتنسى كل شيء يا أبي لا ألام ولا مصيب أساسا ما بتحس بالألم أما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة فليزكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب لما عم يزكر النبي عم ينسى كل أهلامه بل أهل الحب يا ابني بذكر الحبيب بيصيب ويشفى من المرض بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال مرة إذا طن أزن أحدكم ما بطن الأدن قال فليذكرني فإني أذكره في الملأ الأعلى بخير فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أعاد يقعد على ركب ما يغير الأعلى فتخضر الركبة يجي ابن يفز ما يحسن فيقول يا رسول الله يا محمد ويفز راح خلاص ما بقى في شيء إذا طن أجن أحدكم فليذكرني فاذكر النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما بقى فيه لا وجع ولا ألم هذا الحب يا أبي من حبه صلى الله عليه وسلم كسرة ذكره صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح عشرة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة عشر مرات على بكرة وعشر مرات عشية قائم فيها لا وين الحب إذن قديش عم تصلي عن النبي كل يوم والله ما عم يجي لباله ما عم يتذكره كيف بدك تكون يا أبي من أهل الحب وأنت نسيال للحبيب المحب لا ينسى من يحب دائما حبيبك على خيالك دائما تتصور أمامك دائما والقرآن أمرنا نتصور النبي ولا لا بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ولا عليه عليك أيها النبي عليك بدك تشوفه قدامك هاي الرابطة يا ابني السلام عليك أيها النبي فإذا صلك عشرين سنة وثلاثين سنة بتصلي وما أجل بالك السلام عليك ما أجل بالك تتخيله قدامك وين الحب تبعك عما تحكيها عادي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلينا أشأل الله إليه وشأل محمد عبد الله عادي بين أما أهل الحب لا يسلم مرة إلا وتلتقي روحه بروحي حبيبي فهل هذا مثل هذا بينتقده الابني على إيش بدي ينتقد ما بينتقد يا ابني إلا الفاضي اللي ما عنده شي يلي فيه عنده ما بينتقد واحد عنده عنده مئة ألف واحد عنده مليون ما بينتقد عليه شو أعمل لكن اللي يتفاضي يقول الأخي ليه شيء عم يصرف المصاري كلها كانوا ما فيه عنده شيء الصلاة على النبي حلوة لكن فيه أحلى منها أحلى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمك للرسول عند ذكره أن تعظمه عندما تذكره تعظيم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عظمته فقد أحببته أما إذا ما عظمت فأنت لسا ما أحببت يا ابني كان جعفر ابن محمد كثير الدعابة يعني روح نيته كانت خفيفة فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه من هيبة رسول الله لما يذكر النبي اصفر شو صر له نشف دمه لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمامه وكان عبد الرحمن ابن القاسم ابن سيدنا ابن بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر النبي جف لسانه ما هذا يتحرك لسانه بيتمه وتغير لونه كأنما نزفه الدم هذا شو يقال له هذا بالله عليكم هذا حب وحبنا حب هذا حب وحبنا لحنا اللي عم ندهي حب جف لسانه واصفر لونه كأنما نزفه الدم ليش من هيبة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة الاسم بده يملأ وجودك محمد رسول الله فإذا رب العزة رب العزة قال محمد رسول الله فأي هيبة هذه ذكر لك يا بالرسالة بالرسالة ثم ذكره إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ يُصَلُونَ وَسَلِّمُوا وَلَيْهِ وَلَيْسَ الْحُبُّهُ تُنْ تُنْسَبُ إِنَّمَا الْحُبُ وَمَا لِسِوَهُ حَبِيْهُ حَبِيْهُ لَيْسَ يَعْدِلُهُ حَبِيْبُ وَمَا لِسِوَاهُ فِي قَلْبِيْ نَصِيبُ حَبِيْبٌ غَابَ عَنْ بَصَرِيْ وَشَخْصِيْ غَابَ غَاب وجوده شكله ولكن عن فؤادي لا يغيب فبتحسنوا تكونوا هيك يا أحبابي بتحسنوا يكون عندكم الشوق إلى لقاء الحبيب المصطفى تشتاءوا رؤيته يصير عندك شوق أكثر من الصلاة عليه بالتوجه إليه في كل يوم فلعله أن يتحنن في يوم من الأيام فيزورك ما صلك أنت تزور بزورك فالحبيب يا أبن دائما مع من أحب فإن أحببته أحبك وإن توجهت إليه توجه إليه وهذا الحب الذي أمرنا النبي به بقوله أحب الله لما يغذوكم به من نعمه أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله بحب الله أحب النبي وأحب أهل بيتي لحبي إياهم أهل بيت النبي هم العلماء الدعاء حب أهل بيت النبي كرمال النبي وحب النبي بحب الله وحب الله لأنه يتفضل عليك بنعمه الله يجعلني وإياكم من أهل الحب والله يا هذا بحث بده لكن عندكم فحص أكثر الطلاب عندهم فحص الله يا أبني يكرمنا بالحب إن شاء الله ربي بيكرمني وإياكم بحب رسول الله والله وووالله ما ذاق أحد حلاوة الإيمان إلا بحب رسول الله والله ومهما مهما أتله ومهما أصلى إذا ما صار يا أبني في قلبك صدق التوجه إلى الحبيب ما لا حتى حسنتحب اصدقوا في محبتي الله ورسوله فبعد محبة أهل الله محبة رسول الله بعد محبة رسول الله محبة الله وهذا الطريق ماشي إن شاء الله أول بوّل وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما تفضل علينا من محبة الله ومحبة رسوله هي ساعة سبعة مش هم ما نتأخر عليكم اللهم إنا نسألك بإسمك العظيم الأعظم وبسر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن تجعلنا من خلص أحباب رسولك ومن خلص أحبابك اللهم ارزقنا صدق المحبة لك ولرسولك واجعلنا من أهل الإخلاص في محبتنا وفقنا اللهم لما فيه رضاك عنا اللهم يا حي ويا قيوم بسر اسمك العظيم الأعظم وبسر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اجمعنا جميعا مع حبيبك المصطفى يوم القيامة في على في ظلك عرشك يوم لا ظل لا ظلك واسقنا من حوض نبيك شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين ومن حضر معنا ومن أحبنا وغاب عنا اللهم اجمعهم جميعا معنا مع رسول الله يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين مع سلامة الله لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبره إليك من حولنا وقوتنا ومن علمنا وعملنا ونلتجه إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بدأت معنا المجالس بتوفيق الله وفضله على محبة الله وما يقربنا إليها وكل المجالس التي بدأت والتي ستأتي من بعد كلها تدور حول قطب هذه الجلسة فهذه الجلسة قطب الطاعات وقطب العبادات التي عليها تدور كل العبادات والطاعات والإيمان هي محبة الله جل وعلا كل عبادة العباد وطاعة الطائعين وذكر الذاكرين وخشية الخاشعين كلها من أجل محبة الله والتقرب إليه فمن أدرك محبة الله فقد أدرك سر الوجود كله ومن فاتته محبة الله فاته كل خير في الدنيا وفي الدار الآخرة لأن حب الله عز وجل أسمى وأكرم نعمة الله تعالى ينعم بها على عباده أعظم نعمة إلهية يتجل الله بها على عبه أن يرزقه محبته لأن في هذه المحبة ترتبط وتحيا القلوب والعقول والحياة فكل الحياة مرتبطة بهذا الحب ولولاه لما وجد رباط بين الوجود كله كل الوجود من عرشه إلى فرشه كله ارتبط بحرفين الحب فما من السماء ملك ولا مخلوق ولا من الأرض موجود إلا وهو يحب الله جل وعلا فبحب الله يعمر الكون وبحب الله يرتقي العبد إلى مقامات الفضائد والكمال ولو فتشنا في العبادات والطاعات لما وجدنا طاعة ولا عبادة ألذ من محبة الله فهي ألذ العبادات وألذ الطاعات لأن الطاعات يشعر الإنسان فيها بالألم والوجع أما الحب فهو الذي ينسي الإنسان كل الآلام والأوجاع والأسقام فبحبه الحبيب لمن يحب ينسى كل آلامه السبب لأنه اتصال روحي وذوقه سري السر هو الذي يذوق هذه الحلاوة فمن كان له هذه الحلاوة ذاق بسره معناها وحلاوتها ومن لم يدرك هذه الطاعة أو هذه المحبة لا يزال على شاطئ الاسم يدور اسمه محب لكن هل تحقق الحب الحب عندما تنسى كل وجودك في حب حبيبك فإذا نسيت وجودك في حب حبيبك فأنت بدأت بطريق الحب فأولا لا يكون حب من غير منحة ونعمة لا يمكن للإنسان أن يحب إنسان إلا إذا كان هناك أحد شيئين إما أن يكون بينك وبينه سبب ونسب روحي تلتقي روحك بروحه واستعداد روحي من روحك بين روحك وروحك إذا وجد هذا الاستعداد وجد الحب أو يكون لك من المحب عطاء تفرح به وعطاء يبدل آلامك وأوجاعك يبدل فقرك إلى لزة وحب عندها تستغرق في حب من تحب فلأجل هذه المحبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله أحب الله أحب الله لما يغذوكم به من نعمه نعم الله علينا لا تعد ولا تخصى فأحب الله لما يغذوكم به من نعمه فإذا بدك تحب الله لنعمه عد النعم أديش وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يعني يجب إذا أعددت حبك لله أن لا يحصى مكانه أن لا تحصى مرتبته أن لا تحصى درجته حبك على قدر النعم التي أتتك فهل تعد النعم لا هذا إذا كان النعم فكيف إذا ارتقيت من النعم إلى المنعم فهل للمنعم حدود هل يحيط العقل بحدود منعم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إذا يجب أن لا يكون لحبك حدود تحب الله حبا يغلب حبه عن حب كل ذي حب في حياتك حتى وجود وجودك ونفسك فلا تحب محبوبا مثل محبة الله جل وعلا وكل محبوب يقربك إلى محبة الله فهو من محبة الله لذلك عليه الصلاة والسلام قال أحب الله لما يغلوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وتحب النبي لأنه بحب الله وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين يرثون منه الذين يرثون من رسول الله هم أهل بيته هم المقربون إليه ستنى فاطمة من أهل البيت بنت رسول الله وزريتها من آل البيت وكل عالم ورث عن رسول الله علومه وهديه وتبليغه فهو من آل بيت رسول الله فإذن أحب الله لما يغلوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي صلى الله عليه وسلم فهنا إذن الحب لمن أحب الله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك حب من يحبك فكل محبوب لله أو محب له فحبه من محبة الله فإن أحببت لله كان حبك لله خالصا أما إذا أحببت لغير الله فهذا الحب الناقص إذ أن الحب في الوجود نوعان فقط لا ثالث لهما ما في وسط إما حب كامل وإما حب ناقص الحب نوعان أن الحب الكامل حب خلود لا فناء والحب ناقص هو الحب الذي لا ينقص ولا يمر عليه فناء ولا يتلاشى ولا يضعف ولا تمر عليه أزمات يتبدل يتبدل ولا يتغير حب كامل لا يتبدل ولا يتغير أما حب ما سوى الله يتبدل ويتغير ويضعف ويتلاشى وممكن أن ينقلب الحب إلى عداء قال عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغيض بغيضك هون ما كمان اللي بتبغضه كمان خلي بالصلح مطرح وأبغيض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما فإذا كل حب يفنى وكل حب يتلاشى وكل حب يتغير إلا حب الله جل وعلا حب في ازدياد دائما لا نقص وكمال من غير نقص وحب لا تبديل فيه ولا تغيير قال سيدنا علي رضي الله عنه والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا إني الآن أحب الله أرمالي شايف أحب الله حب الغيب أحببته على غيب فلو ركشف الغطاء ونظرت إلى الله جل وعلا ما زدى حب فيه شعرة لأن حب له حب اليقين وحب اليقين لا يتبدل ولا يتغير فحب الله حب يقين لا حب خيالي لا حب مثالي حب يقين يمتلئ القلب بهيبة الله بجلال الله بعظمة الله فلا يبقى لغيره ميل ولا لشواه التفاق هذا الحب الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان فرأوا رجلا على قبر يبكي فقالوا له ما لك تبكي قال مات حبيبي فقالوا له سامحك الله لما أحببت من يموت لما أحببت من يموت حب من لا يموت حبيت من يموت إيه راح الحب تبعك وينص في هذا الحب هذا الحب راح إن كان لله ارتقيت به في الآخرة وإن كان لغير الله كان هذا الحب وزرا عليك بين يدي الله إثم ووزر وحجاب لك عن الله فلذلك نقول أن الذاكر عندما يذكر الله عز وجل إذا ذكر الله وهو يريد النور أو الفتح أو الصفاء أو تحريك القلب أو شيء من هالأحوال فهذا ذاكر محجوب عن الله حجب بأحواله عن الله وبأنواره عن الله أما المؤمن هو الذي يذكر الله لله ألا لله الدين الخالص لله لا يريد عطاء ولا يريد إمدادا ولا يريد الله لذلك هذه الكلمة التي علمها إيانا علمون ياها رضي الله عنهم أولياء الله فقالوا في كل نفس تتنفس في الزكر أن تقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أن لا يكون لك طلب إلا رضاء الله ولا قصد إلا الله فلا نقصد عطاء ولا فتحا ولا مددا ولا نورا ولا تجليا إن أتى فذلك من فضل الله وذا ما أتى لحنا مع الله نريد الله هذا الذاكر المخلص أما الذاكر لأحوال وأنوار هذا ذاكر محجوب عن الله محجوب ليش لأنه لما ذكر رأى الأنوار فرح ما شاء الله 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 شاف أنوار ما شاء شي حلو حال تاني مرة لما قعد لا يذكر أحد يذكر مشان إيش قعد يذكر مشان يشوف الأنوار ما مشان يحضر قلبه مع عظمة الله فحجب بالنور عن منور السماوات والأرض لذلك لا تطلب إذا أتى فهذا فضل الله العطاء منحة إلهية لكن لا تطلبها أطلب الله من طلب الله وجد كل شيء ومن طلب غير الله فقد الله وفقد كل شيء فأطلب الله يأتيك كل شيء تريده هذا الحب يا أبي الحب أن لا تحب غير المحبوب واحد حب أبوه أبوه عطاه خمس ورآت حبه تاني يوم ما عطاه خمس ورآت قاله ما بيحبه أنه ما عطاه هذا مكذاب بالحب بتحب أبوك لأنه أبوك لأنه عاش وهو يغزيك ويطعمك ويعطيت فانعطاكم ما عطاك بدك تحبه فكيف تحب أباك وإن لم يعطيك فالله ولله المسأل الأعلى تحب الله وإن لم يعطيك بل بعض العارفين بالله رآه بعض إخوانه رآه من أهل النار فأتى إلى الشيخ تاني يوم قال له يا سيدي والله بني أحكي لك لكن مستحي قال له ابني أحكي لا تستحي قال له والله يا سيدي صاري كم مرة عما شوفك أنك من أهل النار واسمك في اللوحة المحفوظة من أهل النار قال له يا ابني الحمد لله قال له وعزة ربي يا ابني من عشرين سنة شايف اسمي من أهل النار من عشرين سنة شفت اسمي باللوحة المحفوظة من أهل النار يا ابني أنا عبده أنا عبده خلقني بإيده نحطني بالنار ونحطني بالجنة ونحطني وين ما حطني أنا عبده شو بملك فراضي عنه بكل خلف ما أوجد فأنا ما أنا بدي قال له ليش الله ما نقل له ليش أنا معه عبده أينما شاء وضعني بكفي أنه أكرمني أنه أنا أحبه ما بتكفي هالشراف أنه جعلك تحبه فما أمس المساء حتى نقل اسمه من أهل النار إلى أهل الجنة هذا الحب الصادق وقال الإمام الشبل رضي الله عنه وأرضاه قل له وعزتك إني لأحبك وعزتك لو ألقيتني في نار جهنم لأخبرن أهل النار أني أحبك هذا حب هذا ما تمثيل هذا ما تمثيل هذا يقين لو ألقيتني في النار لأخبرت أهل النار أني أحبك فنودي في سره ما لنجعلك في قربنا لا نجعلك في النار نجعلك في قربنا وهذا مكان الحب فالحب لله يا ابني هذا ما هو كلام الإنسان يقول أنه أنا بحب الله مثل ما الناس بقولوا من حب الله حب الله له آساب حب الله بدك تسعى وراه ما معناته إذا أحببت الله معناته ما بيت تحب حدا تكره الناس تكره أهلك تكره أهلك لا يا ابني هذا خطأ بعض الناس بيصالوا لهذا الحالة هذا جاهل ابني في الشريعة الشرع أوجب عليك محبة الأهل ومحبة الأولاد ومحبة الزوجة هذا واجب شرعي لكن أن لا يبلغ محبة الله وأن لا يزيد عن محبة الله بتحب لكن ما يزيد الحب عن محبة الله عز وجل عملا بقول الله عز وجل قل احكيلوا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم إن كانت الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه فمعنات تهديد إلهي أن من أحب شيئا من هؤلاء أكثر من محبة الله فهو مهدد بالعذاب أما إذا أحببت أقل من محبة الله فلا مانع من ذلك بتحب زوجتك لأنها هدية الله إليك الله أهداها إليك بتحب أولادك لأنهم نعمة وهدية من الله إليك بتحب الشغل لأن الله عز وجعله باب رزقك بتحب المال لأن الله جعله بابا للتقرب إليه فكل شيء في الكون يقربك إلى الله تحبه بحب الله أما محبة الله لا يدانيها محبة النبي عليه الصلاة والسلام رأى أثمان ابن مزعون رضي الله عنه وأرضاه رأاه يحمل ولده ويقبله حامل ابنه عامي كشكشو وعامي بوسو فنظر النبي إليه ما قاله حرام وما بجوز وبتحب ابنك أكثر من الله لا قال النبي له يا عثمان أهو تحبه قال إيه والله يا رسول الله ابنه إيه والله بحبه فقال يا عثمان أفلا أزيدك حبا فيه تخليك تحبه زيادة ما قال له ما بجوز حرام أنه في بعض الناس هيك بفكر أنهم محبة الله ما في محبة حدا بيترك الكل هذا جاهل أفلا أزيدك حبا فيه قال بلى يا رسول الله قال إن من ترضى صبيا له صغيرا حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى إيه شو عميه ولا بزيط عمال لبسه وعطاه حتى فرح بيتم الله بيعطيك يوم القيامة حتى ترضاه يا سبحان الله إذن ما حرم محبة الأولاد ولا محبة الوالدين ولا محبة الأهل إنما رغب الإسلام في ذلك فقط أن لا تزيد عن محبة الله شو الدليل الدليل حديث حديث قدسي الله عز وجل أخبر به سيدنا موسى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يحب الله أكثر من كل من كل محبوب أوحى الله بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب أوصني يا رب أوصني عم يطلب الوصية من الله الشيخ بدي يوصيك الله عم يطلب من الله يوصيه يا رب أوصني فقال الله عز وجل يا موسى أوصيك بي يا موسى أوصيك بي قال يا رب كيف توصيني بك قال لا يحرض لك أمران أحدهما لي والآخر لنفسك لا يعرض لك أمران أحدهما لي والآخر لنفسك إلا آثرت محبتي على هواك أمرين واحد للدنيا وواحد للآخرة أنا واللي بتقديم زوجتك بدي غرض والمؤدين أدن فبتقده حق الزوجة أول ولا حق الله أول هذا الحب فحص في الحياة لذلك بتكون نايم وغفلان بيطلع لمؤدين الصلاة خير من النوم هذا فحص قوم لنشوفك والله نعسى ما له أدران غفلان أنت ما بتحب ما بتحب لأن أهل الحب لا ينامون عن محبوبهم وإذا دعاهم ولو بيأز النوم ما بقى في نوم بيطلع نومه بفز هذا الحب فالصلوات فحصوا امتحان يا أبني إلاك فهل أنت مع الله أم أنت مع نفسك إذا إجاك أمرين أمر للدنيا وأمر للآخرة وقت الدرس حضر وقت الدرس وانت عندك شغل إجاك مربع خمسين ألف وصار وقت الدرس أيهما الله لا يمتحننا والأخي من لحق البيع وبعدين من لحق الدرس من بيع بعضين من لحق الدرس أنت ما لك محب المحب بيترك الكل بيترك الكل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم متى صار الدعاء دعاك يجب أن تلبي مباشرة هاي علامة الحب حطوا الأكل وأدن لم أدن تأكلوا اللي بتصلي أول أيهما فحاص حالك أنا والله بناكل لساعة الوقت بقير بناكل بعدين بنصلي ما عندك حب أما الحب بتصلي أول بعدين بتروح بتأكل فدائما يا أبني هذا فحص في الحياة فلا تدعي الحب إذا ما كنت على مستوى الحب أمرين سمعت هذا الحديث قال موسى صلى الله عليه وسلم يا رب أوصني فقال الله عز وجل أوصيك بي الله عم يوصيك بحبه عم يوصيك بذكره قال يا ربي كيف توصيني بك قال لا يعرض لك أمران أحدهما لي والآخر لنفسك إلا آثرت محبتي على هواك مرباح والصلاة أيهما لذلك كانوا أجدادنا الله يرضى عنهم كانوا على حب صادق مع الله من المحبين اللي أدركناهم كان فيه بالعمارة قوس يلي بيدخل من العمارة دروح الأموية كان فيه قوس بالعمارة هذا يلي عمره من خمسين ستين سنة بيعرفه وكان قبل القوس كان فيه حلاء هالحلاء كان شغلته عم يحلق لما يجيه الأزبون يطلع بالساعة إذا باقي للظهر ربع ساعي يقول له مبلحة أخي أنت يبدأ يقول له إذا قدم بتركك وبمشي متى قدم بترك تجيني بعد الصلاة يقول له أنت يبدأ يحلق له نصرة سؤدن لمقدن يتركه وتماشي تخليه عن كرسي صاء أدن الله أكبر خلاص تركه وكان في كل العادي كان في المجتمع في دمشق كان العادي كل يوم يزوره ولي من أولياء الله فكان زيارة سيدنا الشيخ رسلان رضي الله عنه وأرضاه كان يزوره يوم الأربعة سيدنا الشيخ محيد دين كان يزوره الخميس سيدنا يحيى كان يزوره يوم الأحد فكل ولي كان له زيارة فيوم الثانيين صلى ورجع حلال الزبون وهو طالب يروح على صلاة العصر وقع حجر من هالأوص على رجل كسر يتجره ثاني يوم في زيارة سيدنا الشيخ رسلان جب صنو له يقول له يا ابني قوم ساويلي عكاكيز لكي بكرة روح زور الشيخ رسلان يزور الشيخ رسلان بكرة يا بابا مكسورة أبدا ساوي عكاكيز ليلتها يشوف الشيخ رسلان بالمنام بيقول له بكرة جاي تزورنا بيقول له حل عكاس الكيز بدك تزورنا لأننا ما منرضى تزورنا حل عكاس الكيز مس على رجله وقع له شيء وقال له ما فيه شيء إن شاء الله قوم وقام من الفراش وذهب ومشي إلى سيدنا الشيخ رسلان روح ومشي ورجع وقال له ابني فكش جبصين ما بقى فيه شيء لك بابا كسف وفكش جبصين ما فيه شيء شلون هذا هذا الحب يا ابني الحب بيعرف بيعرف حب بيعرف شوي لما بتحب الله محبتك لله الأمراض تكون رفع الدرجات لك الأسقام تكون مغفرة للزنوب هذا الحب ابني فلما ما بتحب بتشوف كله من المحبوب حلو ما في شيء من المحبوب بيطلع ناقص كل الحب يكونوا كاملا بعض أولياء الله رضي الله عنهم كان له بنت صغيرة بنت صغيرة أمرا ست سبع سنين فهل بنته هي ماشية شركلت وقعت على الأرض دخلت بحصة بكفة يقول كفة يقول كفة في بحصة شيء متعب فقامت البنت وهي تضحك وتقول الحمد لله الحمد لله ابتلاني في كف وعافاني في سائر جسدي سبع سنين الحمد لله ابتلاني في كف وعافاني في سائر جسدي فلما سمع أبوها منها ضمها وقبلها فقالت يا أبتي أوتحبني أوتحبني قال وكيف لا يحب مثلي مثلك هو من أولياء الله هي شو طالعك ما فقالت يا أبتي أوتجمع في قلبك مع حب الله حبي أو تجمع في قلبك مع حب الله حبي يا أبنتي أنت محبتك من محبة الله فقالت أسأل الله أن يفرغ قلبك لحبه شو بتفهموا من هالكلمة أسأل الله أن يفرغ قلبك لحبه فقال يا أبنتي ما اتعيني بنفسي يا أبنتي خليك معنى الله يفرغ قلبك يعني الله ياخذني لعنده مشان قلبك ما ينشغل فيه وماتت من ليلتها ابني هذا شو اسمه نحن بنسمع هي قصص لكن هي وقائع ابني وقائع الحب هذا مشان أنت تعرف حالك لوين واصل بالحب هل بلغت الحب إذا بتريد ببلاء أن تقول الحمد لله هي من علامة الحب أن لا يرى في حياته لا ألما ولا مصيبة وغيرا مصائب كلها حلاوة ولزة لأن المبتلي مين الله وزا هو المبتلي يا حبيبي ما أحلا بلاءه بيطلع حلو ما دام البلاء محايا دي محو الخطايا ومحو الزنوب ورفعة الدرجات فهيا يا ابني هي علامة من علامات الحب فإذا بدك تحب الله ما تقول بحب الله وأنت بكلامك وشاكتك شوكي ما بتعرف تنام وطول الليل عما تعنعين ووجعك بطنك ما بقيت تعرف لا تقوم لا تعود أنت عمت عنعين لا يا ابني ما هذا الحب الحب الحمد لله الحمد لله ابتلاني في كفي وعافاني في سائر جسدي فله الحمد فيا ابني هذا اسمه هذا اسمه حب من هذا الحب يا ابني هذا اللي الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله مع الحب ما في آلام بعض الخطائين المزنبين ارتكبا حدا حد الزنا فأقاموا عليه الحب الزنا كم عصائب يجلان مئة عصائب وعيف الحاكم والقاضي سطحوا بالعصائب سلخ على ظهره وما أن أنة واحدة ولا عن أنة واحدة يضرب ولم يئن مات ولا حركي فلما انتهت المية الضربة فز ومشى ولا كأن به شيء فأتاه رجل فقال له ما لك أو ما تأثرت بالضرب قال له شو شايفني خشبة والحجار أنا بشر قال لا أنيت ولا عنيت قال له نظرت حبيبي واقف أنا بحب فلان شفته واقف عم يطلع أو هي واقفة عم تطلع فما أحببت أن تقول بأني جزعت من أجلها أنا من حبها تصبرت ومئة عصائب ما قلت آخ من شان ما تقول عني أنه أنا من شانها تألمت أنا في حبها لو تقطعت أعضائي ما بسعود ما بحس هذا حب مرأة فأنت حبيت الله هذا ما أن ولا عن بميت ضربة أنت بشوكع بتعنعين بشوكع ما تتوجع فوين الحب يا ابني فحب الله حب إنتاجي عملي حب يقيني حب فيه لزة اللزة بتنسيك الآلام بتنسيك الأوجاع هذا الحب يلي إذا الإنسان بلغه يصل بهذا الحب إلى القرب الإلهي بعض العارفين بالله اتهمه بعض أهل الزندقة وأقاموا عليه الحد أن يصلخ أن يصلخ حيا علقوه من رجلين متما بتتعلق الشات وبدأوا يصلخوه من رجليه سلخ وهو ينشد في حب الله جل وعلا الأبيات فكتبوا منه ألف بيت شعر في حب الله وهو يصلخ يلي عم يذكر أبيات الشعر وهو عم ينسليخ شو هذا هذا بشر بشر هذا ما له حاسي سلخ عم ينسليخ من جلده من إجريه على ركبه إلى فخاده والدم عم يسيل وهو يذكر أبياتا في حب الله جل وعلا من غير أن يئن ولا يعن هذا حب يا أبني هذا شيء حب وحبنا حب نحن يا أبني ننتسب وليس لنا هذا الحب أما أهل الحب فلا يشعروا لا بألم ولا بوجع ولا بشيء في الحياة بل يرى الحياة كلها لذة لذات لذائز متتالية هذا الحب الإلهي ومن الحب يا أبني لا تظن أنك أحببت وأنت على خلقك الناقص إياك أن تظن أن إنسانا يحب الحب الكامل وهو على نقص ما ممكن من أحب الكمال لا بد أن يكمل في الكمال أما ما دام لسان ناقص وكلام ناقص وشدة أو عنف ما أخذ من كلام الله الحليم ما اتصف بصفات الله الصبور ما اتصف بصفات الله الكريم فهتت سماها رزق الحب يا أبني لذلك في مسلك الذاكرين يا أبني قالوا الذاكر لا يبدأ حبه لله إلا بعد أن يطبق تسعة وتسعين خلق اسم من أسماء الله في نفسه تسعة وتسعين اسم بدك تحصيهم في نفسك خلقا خلقا ما قولا إن لله مئة إلا إسما من أحصاها دخل الجنة ناشو ظنو يبدأ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أراها مئة اسم ما شاء الله صنع الجنة لا يا حبيبي أسماء الله تسري فيك أخلاقا تسري فيك صفات تسري فيك معاملة حتى تكون من أهل الكمال هذا محبة الله أما بحب الله وأحوال وأنوار وتجليات وأشكمال وكلام ما شاء الله لكن لسان يشتم لسان قاسي غير غير لطيف معاملة قاسية أنت لسا ما ما أخذت من حلم الله من حلم الله الله حليم العباد يعصوه ويرتكدون الزنوب والخطايا والكفر يكفروا وجعلوا له جعلوا له أبناء ويحلم عليهم ويرزقهم ويعطيهم هذه صفة من الصفات إلا هي بدأ تصير في المريد بدأ تصير في الأخ الزاكر هيك أما ذكرنا وصار معنا أحوال وأنت على على حالتك ما تغيرت لسا ما حبيت الله أنت انت سبت لكن لسا ما تخلقت إيه أنت بتتخلق لما الساعة تبعك الرمدية بتقلبها بتتغير صفاتك الناغصة إلى صفات كاملة الفاضي بيصير تحت والمال مليان فوق فبدأك تملي من المليان إلى الفاضي حتى الفاضي يصير كله مليان عندها كملت بحب الله وذكر الله هذا الحب يا ابني فلذلك يا ابني زين وحالكن على هذا الحب زين حالك هل أنت أحببت هل تبدلت فيك الصفات ولا قبل الحب وبعد الحب مثل بعضنا قبل الحب شدة وبعد الحب شدة قبل الزكر شدة وبعد الزكر شدة قبل الحب بلسان فلتان أنه هيك الحياة هيك المجتمع لا يا ابني لا مجتمع ولا كمال أنت مع الله ولا مع الخلق فإن كنت مع الخلق فمحجوب عن الله وإن كنت مع الله فلا تنظر إلى الخلق إلا أنهم إبداع من إبداعه وإيجاد من وجوده فلذلك بتكرم الخلق لأن الله خلقهم لا تسيء إليهم فلا تظنوا أن حب الله كلام يقال أو قصة تروى حب الله يا ابني صفات أخلاق بدأ تسري فيه فتتحمل من أهل السوق من أهل النقص من أهل تتحمل يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيمسكن من رأبته وبيشد الروب التوب حتى يأثر على رأبة النبي ويهز النبي قل له يا محمد اعطني اعطني فإن المال لا مالك ولا مال أبيك اعطيني يعني أهلك اعطيني وعم يهز النبي فالنبي يبتسم وقال قال حقا لا مالي ولا مال أبي وأخذه فأعطاه قال له اعطيناك قال له لا أكرمت ولا أجملت ولا جزاك الله خيرا من أهل ولا عشيرة قدام الصحابة النبي أخذ بيده وفات على البيت وما زال يعطي حتى الرضي شو قال له هلأ الله يجزيك الخير من أهل وعشيرة قال له ايه أصحابي زعلانين منك متأسرين منك فاللي حكيته هون طلع أحكيه قدام أصحابي حتى ما يزعلون منك ما حدا يوصل إليك أزاء فطلع أهل قد أكرمني وأنعم علي وجزاه الله من خير خيرا من أهل وعشيرة هذا حلم لأن النبي مع الله فأنت اللي عم تذكر الله وعم تقول أنه أنا ذاكر لله ومحب لله وما شاء الله فأنت يا ترى بذكرك صار عندك الحلم ولا التصرف والأعمال على غيري كمال فهذا الحب يا ابني لذلك بدنا نبدأ بحب الله بتكون تسمعوا حب الله الحب الكامل ما بدنا الحب اللي بيتغنوا فيه بحبك وبحبك 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 هذا كله كلام يا ابني ما بيسوه ولا أشرت بصلي الكلام الحقيقي أن يكون الحب فيك عمليا الحب فيك أثر يأسر فيك كما تؤثر النار بالجلد هكذا يجب أن يؤثر فيك الحب فإذا أثر فيك بدل صفاتك فهنيئا لك أنت من أهل أنت من أهل الحب وإذا ما أثر فيه فأنت لسه ما صرت على مستوى الحب لذلك قال داوود عليه السلام فيما يخاطب ربه قال يا رب أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك أي عبادك أحب إليك اللي أنت بتحبه لأن أنا حبه بحبك داك تحبه يعني بحب الله أي عبادك أحب إليك قال يا داوود أحب عبادي إلي تقي القلب أي أول صفة تقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلى أحد سوء هاي ثلاثة ولا يمشي بالنميمة هذو الأربع تزول الجبال ولا يزول الجبال تتغير هو ما بيتغير أربع خصال هذا الحب ابني سمعوا أحب عباد إلي تقي القلب القلب التقي والذي جعل وقايا بين محبة الله وبين محبة السواء لجوة للقلب ما بيدخل محبة أحد القلب لله وحده لله وحده فلا يدخله محبة أحد لا أهل ولا ولاد ولا مال حتى ولا نفسك حبك بر رب يكون القلب لله وحده حب القلب بكليته لله أما حب الأهل بالسويداء وين السويداء محلها الإشري اللي على القلب غلاف القلب هاي هم محبة الأهل أما لجوة ما بيدخل إلا محبة الله وحده جل وعلا هذا تقي القلب القلب التقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد ما بتزعل من أحد لو سبوك لو بهدلوك أجب بعض المريدين لعن شيخه قال له شيخي دخي لك بدك بدك توصلني إلى الله بدي أصل إلى الله قال له ابني الوصاد بده امتحان قال له امتحني بماشر فأنا جاهز قال له أول كل بتروح اليوم صباحا تدخل بالشارع الفاني أول واحد بتشوفه ضربه كف ورجع أمرك راح دخل الشارع وأشرف واحد لواء بتجيش حط إيده ورح نفضه كف واز اللواء لتفت إله قال له شيخك ماذا يمتحنك إلا معي يطلق من مقامات الكمل شيخك ما لا يمتحنك غير معي روح يا ابني بدك زمان لتصير للساعة ما تفكر يا ابني بضرب الكف أنه بتصير شيخك بعضك تضربني الكف حتى أحبسك وضربك لكن أنا رأيت اللي ضربني الكف الله مو أنت روح الله معك أحكي لشيخك روح رجع عن شيخه قال له سي والله هيك صار قال له ابني عرفت شو حكى لك قال له بدني كتير قال له بدك كتير لسا لسا بدك كتير حبيت الله ما هي حبيت الله بياكل الكف وبيشوف اللي يضربوا الله مع العبد يلي يضربوا مين يطلع من كبار أولياء الله رضوان الله عليهم يا ابني الحكي شيء هذا إذا ماشي بالطريق يجي واحد ضربوا الكف تقول له الله يعطيك العافية حب يا أبني حب المؤمن يرى وهو معكم وإذا شايف وهو معكم معناته ما في مين عم يأثر الفعال كله الله تقي القلب نقي الكفين لا يمد يده إلى حرام ولا يلمس حراما ولا يأخذ حراما ولا يعطي حراما نقي الكفين كف طاهرة والكف الطاهرة هي التي لا تمد إلا إلى الله ما بتنمد وبتنفتح إلا لله وحده هاي الكف النقية أما اللي تاخد هاي ما عليه شيء وهي ما عليه شيء وحطه برأبتي وحطه بزمتي هاي ومن هون لهم الله يدبره الله هذا هذا سماء ما حب نقي الكفين لا يأتي إلى أحد سوءا شوف يا ابني هذا الحب هذا الحب يا ربي دلني على هاللي بيحبك لا حتى حبه هذا بده يكون صفته لا يأتي إلى أحد سوءا مهما كان أساءه إليك فلا تسيوي إلى أحد ويالي بتسيئله بتروح تعتزل منه تستسمح منه أما إذا هو بده يجي يعتزل أنا ما بحطه واطي لحده أنا ما بعتزل من حدا إيه أنت كأنك تساء ما صدقت الحب ما أخلصت في الحب المحب بيجي لعن يلي أسائله بيعتزر سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه أو سيدنا سلمان الفارسي أظن ما هتو رفيقه أخوه في الله يخطب له وحده سيدنا بلال ما هتو قال له دخي لك والله أنا أحمد بده يتزوج حابب يتزوج فلانه فإذا بتخطب ليها راح سيدنا بلال سلمان الفارسي و بلال فرح بلال فقال له لحنا لسلمان ما منزوجه إذا أنت بتتزوجه منزوجك ياها إلا هو جاي يخطب له يا هلا مين لسلمان قال له إحنا ما منزوجه لسلمان أما إذا أنت يبدك منزوجك ياها آه إذا بتزوجوني بتزوجها أنا ما رجع لعن سلمان يومين ثلاثة بلغ سلمان أنه والله ملال لزوج فأجل سلمان دق على الباب بلال طلع بلال أخي والله لا تأخذني والله قال له أنا ما جاي أنا جاي اعتذر منك لأن الله كتبها إليك وأنا اجدخلت بينك وبينها الله كاتب لك ياها إليك وأنا أداخل دخيلك سامحني سامحني باعتذر منك مين لازم يعتذر من الثاني لازم سلمان اجعتزم من بلال أنه الله كاتبها إليك وأنا أداخل لك كتب لي ياها الحمد لله اللي الله كتب لك ياها مشان الله سامحني سامحني لاني تدخل في شيء اراده الله لك واردته لنفسي هذا شو اسمه ابني هذا هذا الايمان ما هذا الحب ولحنا من حب لو عاملة معك شو بتعمل يخرب بيته والله لا عمل له سحر هو وياها والله خمسين واحدة بس من شأن لا يا ابني هذا الحب لا يأتي الى احد سوءا لا باللسان ولا باليد ولا بالمعاملة هذا ابني حب خاصة يا ابني حب الاخوي في الله الاخ في الله بدك تحبه لله هذا الحب في الله وكل من نظر الى شيخك هذا حبيب بدك تحب كل من نظر الى الشيخ هذا الحب فاذا احببت هذا انا يلي الله بيحبه لا يأتي إلى أحد سوءا ولا يمشي بالنميمة ما بينعوا الكلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا يا هذا شو مقامه تزول الجبال ولا يزول جبال بتفنى هو ما بفنى لأن حب الله إذا سكن في قلب العبد لا يتبدل ولا يتغير ولو مضى من العمر مئة ألف سنة يبقى حب خالد وهي العجوب لكم مثال ورضي الله عن أحباب الله أجمعين سيدنا أبو يزيد البسطان رضي الله عنه وأرضاه قديس صلو متوفي ما يزيل عن ألف سنة والناس لهلأ بيقصدوا لهين لبرج السلطان بروحه مشان يزوره سيدنا الشيخ أبو يزيد البسطان لأنه أحب الله ألف سنة والناس ما نسيوه سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ محيد الدين قديس صلوهم كم عالم كان موجود كم عالم كان موجود في زمانهم كانت الأمة كل ياتها على دين كل على إيمان ليش ما زكر غيرها غيرهم هؤلاء عرفوا بالله عرفوا بحب الله فبقي حبهم مدى الدهر ومن كان في زمنهم كان على علم لكنهم فنوا مع الزمن أما من أحب الله فحب الله يبقى باقيا أحب الخالد فخلد الله حبه وهذاك أحب العلم فني مع العلم يا سبحان الله هاي الناس ما بينتبهوا إلها ما بينتبهوا إلها لذلك أحباب الله خالدين بحبهم في قلوب الخلق واللي ما صلوا الحب عم يفنى يا أبني تزول الجبال ولا يزول هذا الحب الإلهي فمحبتكم لله شلون لازم تكون الوقت خلاصوا ما بدانا للساء بعلامات الحب ما بدانا للساء من الدرس الآتي أنه حب الله ابني بحر وانا هندخل بهالبحر وأرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من غواصين هالبحر من الخواضين ولا الغواصين شو رأيكم؟ شو بتحبه؟ غواصين إن شاء الله من الغواصين فيه بحر محبة الله عز وجل أسأل الله أن يجعل محبة الله أحب الأشياء إلينا إذا أحياني الله عز وجل تممكم الحب في الدرس الآتي ونذكر أحوال المحبة وعلامات الحب إذا الله عز وجل أحياني إذا بقيت وإذا كان انتهب بيكون بخليكم لله جل وعلا لكن أرجو الله ويوم الثلاثة شو في بيناتنا وحد للساء تكون مصممين مصممين تحضروا مين كمان نصمم هلا لحتى نشوف مرة تانية يلي مصمم يحضر داد سلفقة النص يعني أكتركم أرجو الله الثلاثة الآتي إن شاء الله ما هي؟ مت الثلاثة والأربع صاروا يومين عندكم ما كتير عليكم؟ شو رأيكم؟ نجعلكم يا صباح الثلاثة ولا صباح الخميس؟ نيح الثلاثة؟ ثلاثة على بركة الله إن شاء الله ربي بيوفقنا ونبدأ المجلس الأول إن شاء الله في صباح السلساء أرجو الله أن يوفقني وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي ويا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة أن تحي قلوبنا بنور معرفتك اللهم اشرح صدورنا لمحبتك اللهم اجعلنا من أهل ودادك واجعلنا من أهل أنسك واجمعنا مع أهل قدسك واغفر لنا مغفرة عامة شاملة وارضعنا رضاء لا سخط بعده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين مع سلامة الله نحن لا نزال في بحث محبة الله جل وعلا هذه المحبة هذه المحبة البحر الذي غرق فيه المشتاقون وسبح فيه السالكون وغاص فيه المقربون وخاض به المدعون البحر واحد والداخلون للبحر متعددون ولو عرف الإنسان مقامه بالنسبة للبحر لعرف مستوى محبته مع الله ليس الحب ادعاء وليس الحب لله نسبة وليس الحب لله صفة يقوم بها الإنسان إنما الحب أن تملك ملكك لمالك السماوات والأرض أن يملك وجودك وقلبك وحياتك حتى لا يبقى لك منك شيء هذا المحب من ملك المحبوب ما يملك المحب وأغلى ما يملك المحب أغلى ما يملك روحه أغلى ما يملك حياته فأن يبزل حياته رخيصة في محبة الله جل وعلا ولا يظن إنسان أن الحب هو قتل أو فناء بالعكس الحب هو الحياة فاعش به الحب حياة الكمال الحب حياة التيسير الحب حياة الفرح والسرور الحب هو البلسم الشافي للأمراض الدواء المطهر من المصائب الحب هو الطريق الموصل لكل سعادة في الحياة ليس الحب أن تقول أحببت وليس الحب أن تنسب لنفسك الحب ولكن الحب ما أثبته لك المحبوب إذا المحبوب أثبت لك الحب فأنت محب وإذا المحبوب ما أثبت ذلك فأنت لسه في طريق الإدعاء أو في طريق الانتساب حتى تكون محبا لله جل وعلا لابد أن تسلك طريق الحب بعلاماته وبصفاته وبأخلاقه حتى تكون محبا لله جل وعلا فإذا أحببت الله الحب الكلية أعطاك العطاء الكلية ومن أحب جزءا أخذ جزءا ومسلك كمسل الداخل في البحر إن أخذ حفنة بيده هذا الذي أدركه من البحر وإن أتى بإناء فعلى قدر الإناء يملأ أما أهل الحب فغاصوا في البحر إلى أعماقه فلم يجدوا في حبهم محبوبا ولا مطلوبا إلا الله وحده عجيب أن أكثر أكثر المنتسبين يفتخرون بحبهم وأكثر المدعين يفخرون بحبهم وهم لا يزال على شاطئ البحر يخوضون عم يخوض عن رمل وفكر حاله بأنه بلغ البحر ووصل خاض على شاطئ البحر وعلامة الخائض أنه يكثر الوصفة هذا علامة الخائض يكثر الوصف لما يراه من أمواج وبواخر وما يرى من بنيان وجبال فأوصاف كثيرة فإذا صدق في عشقه وحبه كان كمن أخذوا به إلى أعماق البحار غاص في البحر اثنين ثلاثة كيلو متر فنقول له صف لنا ما ترى ماذا يصف فيقول لا أرى إلا صفاء من أمامي ومن ورائي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي كله صفاء في صفاء لا يجد شيئا يصفه فإذا بلغت أنه لم يبقى في وجودك من يمينك أو شمالك ومن أمامك وورائك إذا لم يوجد إلا الله فأنت أحببت هذا الحب أما متى وصفت ومتى عينت ومتى حققت فأنت لا تزال تخوض على شاطئ البحار فبحر الحب ما كل من ابتل به ادعى الغوص وأناس يسيرون بجانب البحر ويدعون الغوص لكنهم ما ابتلوا به كما قال ابن الفارض وخاضوا بحار الهوى دعوى فما ابتلوا بلل ما أصابوا فكيف بده يغوص ولو غاص لاختنق الغوص يحتاج إلى يحتاج إلى غواص خبير مجر الحب لله إخواني له له علامات عديدة ومن جملتها أن لا تملك مع حبيبك شيئا من جملتها أن تكون منقادا لما أراد ناسيا لما أردت أن تنقاد لما أراد ناسيا لما أردت لأنك لا تريد كمالا إنما إرادتك ناقصة أما لو تقربت إليه وآربت إرادته فإرادة الله لك كاملة أراد لك أن تكون من المقربين إليه فوجهك إلى طريق الكمال أما إذا أراد هذا أراد أن يصل من طريق الأوراد وهذا أراد أن يصل من طريق العبادات وهذا أراد أن يصل من طريق الطاعات كل بصلوا لكن أهل الحب وصلوا من طريق الحب طريق مختصر قريب لا شوك فيه ولا آلام في طريقه ولا قطيعة عن الوصول فمن رزق هذا الحب وصل إلى محبوبه بسلام فأغلى ما يدرك الإنسان في حياته أن يرزق محبة الله فمن علامات محبة الله جل وعلا أن تكون عن الله راضيا فيما قدر ودبر راضي عن الله الرضا صفة أهل الحب إذا رزق الحب رزق الرضا ما يفعل به حبيبه يراه كمالا ويراه ارتقاء بينما الغير يرى البلاء يراه نكبة ومصيبة أهل الحب يرى الفعال في الكون هو الله وحده قال لا إله إلا الله وثبت عليها قال لا إله إلا الله وعلمها يقينا كما أمر الله تعالى قال الله فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ما قال فاذكر فاعلم يعني علما يقينيا أنه لا موجود ولا محبوب ولا مطلوب ولا مرهوب ولا معطي ولا مانع إلا الله هذا المحب الذي علم أن كل ذرة في الكون هي نسمة من نسمات محبته فإن صدقت في محبته رأيت الكون كله كمالا وما ابتلاك به هو من الكمال أما إذا ضعف حبك وقصرت بك خيلك عن السباق فترى الكمال نقصا فمن علامات محبة المحب صفة غريبة أن تشفق وتخاف من إعراضه عنك هذه صفة من زاقها عرف عرف هدفها الإشفاق والخوف من إعراض حبيبك عنك متى يعرض عنك إذا علمت أنه يحب كذا فتركت محبوبه تركت محبوباته والتفت إلى ما تحب فأنت وقعت يا مسكين فيما يوقعك بالبعد عنه فالمحب هو الذي يشفق الإشفاق أشد من الخوف يشفق من إعراض محبوبه عنه بل يشفق من سلب نعمه منها بتخاف الله يسلب منك نعمة ما حبته يسلب منك نعمة ذكره يسلب منك نعمة التقرب إله هذا يا ابني المحب يخاف وأشد من ذلك أهل العشق والشوق يشفقون من سلب التوحيد يخافون أن يسلب منهم التوحيد الذي شرفوا به بأن قالوا لا إله إلا الله لذلك كان أبو يزيد البصطام رضي الله عنه يقول إن كنتم لإخواني إن كنتم تخافون على أنفسكم من الزنوب والمعاصي فإن أبا يزيد يخاف على نفسه من الكفر معقول بعد حبه وذكره معقول لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون على خوف لذلك العارب لا تجده دائما على قدم الخوف قائم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأخوفكم من الله وأشدكم له خشية وهو رسول الله فكم قال الحب أن تخشى من سلب النعم أن تخشى من سلب الفضل من سلب المعرفة أن تخشى من سلب التوحيد أن تكون اليوم على طاعة فتصبح غدا على خطيئة أن تكون اليوم على توحيد فتصبح غدا على شرق لذلك المؤمن دائما خارف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لذلك صلى الله عليه وسلم ما دخل بيته مرة أو خرج إلا وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب حتى نساء النبي عليه الصلاة والسلام استغربوا فمر عائشة ومر أم سلم قالوا يا رسول الله أتخشى على نفسك وأنت من الله من منزلة التي أنت عليها الله جعلك شفية الخلق جع المفتاح الجن بإيدك جعلك هذه الخلق اتخاف على حالك فقال وكيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يا سبحان الله الكاتب خائف يخطئ بترك نقطة أو كمالة حرف والأم عم يشخبر شخبر وما له فهمها وين هذا من هذا أين أهل الكمال من أهل النقص فالذي يصدق في الحب ويخاف هذا الخوف الله تعالى ذكرهم هؤلاء في القرآن قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لما خافوا أعطاهم الأمان أما الآمن الدامه خوف الدامه خوف فالمحب ما بخاف من عذاب حبيبه بخاف من إعراض حبيبه عنه المحب بخاف من التفات حبيبه عنه أن يقطع عنك ذرة مما أعطاك هذا المحب أما اللي ما حاسس بعطاء ولا حاسس بفتاح ولا حاسس بذكر ولا حاسس بإشفاق وخوف هذا المسكين ما تذوق شيئا لسه من الحب من الحب يا ابني أن ترى نفسك محتاجا إليه في كل في كل نفس ولا غنى لك عنه كل نفس أنت محتاج إله فلما بيكون كل نفس محتاج إله معناتك كل نفس بيضيع منك في خوف عليك كل نفس محتاج معناتك أنت ذاكر لله في كل نفس أنت مع الله في كل نفس أما أني تمر معك خمس دقائق عشر دقائق وانت ما لك محاصس أنه أنت بحاجة إلى الله أنت بهالوقت هذا يا ابني ضاع حبك ضاع حبك ونسيت نسيت وصالك لأنك ما عرفت كيف تصل ما تذوقت حلاوة الوصال هذا ابني المحب لكم بهذه الصفات دائما خشيته أن يلتفت عنه حبيبه أو يقطع عنه مدده أو يحجبه عن فتح أو يغلق عنه عطاء فتجد المحب في كل هذه اللحظات تجده قلق القلب ما لم يطمئن بالله فالطمأنينة من باب ذكر الله فهي من علامات يا ابني من علامات الحب ومن بعض أحوالي المحبوب بعض أحوال الحب من بعض الأحوال أن تقبل عليه بكليتك ولا تشغل عنه بجزء من وجودك بكليتك أن تقبل عليه إقبال الكل ما بس تقبل بلسانك دعاء أو بعينك دمعا تقبل تقبل عليه بقلبك حبا وبعينك دمعة وبلسانك استغاسة وبيديك افتقارا وبقلبك شوقا وعشقا وكل وجودك بده يقبل عليه حتى تكون من أهل الحب اقبال اقبال العطشان على الماء بل أبلغ من ذلك اقبال فاقد الهواء إلى الهواء الله أنت بحاجة إليه أكثر من حاجتك للأكسجين اللي عم تستنشقه لأن الأكسجين اللي عم تستنشقه خلق الله وإذا كان خلقه الله بدك تأخذه من عنده فإذا كنت محب إله أمدك به وإذا ديقه عليك عمل لك بريئتك شوية سدد صار معه ربو صار بيسعل بيزرق وشه بده شوية أكسجين فإذا منع عنك شوية أكسجين نبيه لك فكيف لو منع عنك أكسجين الحب أكسجين الفتح أكسجين القرب إليه فشو بده يصير فيك فلذلك يا ابني أهل الحب متزوق دائما التقرب إلى الله دائما الحب لله دائما أن يكون مع الله لذلك يا ابني أكمل ما يعطى الإنسان في الحياة أن يُعطى محبة الله المحبة التي تشغلك عن من سواء وتحجبك عن الالتفات لغيره فلا ترى في الوجود لا ترى في الوجود إلا هو ولا تقصد إلا هو ولا تطلب إلا منه ولا تسعى إلا إليه هاي علامة من علامات الحب منين جاي من عنده وين ضايح لعنده وين كنت عنده شو عم تعمل عنده عم حب بحبه كله ما في ذرة إلا وأنت معه ولعل الإنسان إذا انتسب أن يأتي يوم فيتحقق بما انتسب إليه ولا تظن هذا العطاء يا ابني بعيد ممكن واحد يقول أنا إنت أبدي يصي من أهل الحب إنت أبدي أخلص للحب إنت يا ابني لا تحتاج منك إلا إلى لحظات ما ساعة ما أيام لحظات لحظات صدق بالتوجه إلى الله فإذا صدقت إلى الله بالتوجه فلعل الله أن يبدل شقاءك بسعار بلحظة واحدة رابع العدوية شو كانت يا ابني رابع العدوية كانت مغنية لكنها بنظر من بعض أهل الله جذبها يا رابع قال له إلا إيه بتعمل ما تغني ألا تغني على حب الحبيب ما عدت عنه ما تغني عنه فبهذا الكلام شغفت بالله فأصبحت بلحظات انقلبت إلى والها بحب الله فاني بالله فصارت كل ما وجودها متجه إلى الله التقت مع العارفين بالله رضوان الله عليهم فقال فقال بعضهم لبعض من يذكر لنا الصبر فقال أحدهم الصبر أن تصبر على قضاء الله وقال الآخر الصبر أن تصبر على البلاء مع شكر وقال وقال الثالث الصبر أن تصبر مع الله أن يكون الله معك وقال الخامس الصبر أن تصبر في الله لله فقال فقالت رابعة ما أظنكم إلا أنكم غفلتم عن الله أشد الصبر أن تصبر عن الله أشد الصبر أن تصبر عن الله فما تحمل الإمام الشبل نفسه إلا أن صرخ صرخة ووقع في الأرض مغميا عليه يصبر عن الله بحسن تحسن تصبر عن نفسك طرفة عين كيف تصبر عن الله كيف تشغل عن الله هيا يا أبني من حال إلى حال سبحان محول الأحوال بطرفة عين تحولت ولما زاقت علامة الحب كانت تناجي حبيبها بكثير من الأبيات من جملتهم أكثر كن حافظين أحبك حبي أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك في حب الميل وفي حب أنه أنت أهل أنت حب وحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى ميلي وشغلي فشغلي بذكرك عم من سواك هذا حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عم من سواك ما عاد فيه بقلب مذكور إلا الله ولا محبوب إلا الله وأما الذي هو أنت أهل له أهل للحب فكشفك لي الغطاء حتى أراك هذا أنت أهل وإذا كشف الغطاء الله أكبر حتى أراك حتى ترى من فيوضات أنواره ومن ومن تجليات عطائه ما يشغلك عن كل شيء في الوجود ثم قالت فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي لا بحب الهوى ولا بحب إذ فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاك الفضل يعود لله إذا صدقت معه جذبك إليه متى صدقت بالتوجه إليه جذبك إليه أوحى الله إلى بعض الأنبياء إنما أتخذ لخلتي أن تكون خليل الله إنما أتخذ لخلتي من لا يفتر عن ذكري ولا يكون له هم غيري هذا الذي يصير خليل الله من لا يفتر عن ذكري ولا يكون له هم غيري ولا يؤثر علي أحد من خلقي فيه واحد بتفضل عليه إذا فضلت حدا عليه أنت ما عرفته لسه إنما أتخذ لخلتي من لا يفتر عن ذكري ولا يكون له هم غيري ولا يؤثر علي أحد ولا يؤثر علي أحد من خلقي يا سبحان الله كم الإنسان في غفل عن الله هذا الذي يصير من أهل محبة الله جل وعلا لا تؤثر عليه أحد من الكون لا قريب ولا بعيد ولا حبيب الله هو الأول والآخر لذلك سيدنا إبراهيم بلغ هذا العطاء وبلغ هذا المقام فأوحى الله إليه جل وعلا يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا أتدري لما اتخذتك خليلا قال لا أنا ما بارك أن الفضل فضل قال لا قال لأنك لا تغفل قلبك عني لا تغفل قلبك عني وعلى كل حال لا أراك تنساني ما أنه كان من الأغنياء وكان عنده الأموال وكان عنده البقار والغنى مجمال لكن ما شغل عن الله بغيره أتدري لما اتخذتك خليلا هذا خطاب إلنا بتحب الله يجعلك خليل حبيب أتدري لما اتخذتك خليلا قال لا قال لأنك لا تغفل قلبك عني يا أحبابي لما دلينا كن على ذكر الله حتى تصل لها الحال القلب لا يفتر عن الله طرفة عين هذا موضع الزكر يا أبي أن يكون قلبك ذاكر أن يكون قلبك ذاكر لله في كل نفس من الأنفاس لا تشغل قلبك عن الله ولا يلتفت عن الله وعلى كل حال لا أراك تنساني هذا أبني هذا الحب الصادق الذي أراد أن يكون من أهل محبة الله عز وجل إذا صدقت في حب الله أدركت هذا العطاء ما معنى ذلك أنك تنسى المحبوبات في الدنيا أنه هذا نشغل بحب الله ترك أمه ترك أبوه ترك زوجته ترك أولاده لا يا أحباب حب الله عز وجل يدخل إلى القلب وخارج القلب المحبوبات البئية لا يدخل حب الله مع حب الله حب إلى القلب كل المحبوبات ظاهر لذلك سمي الحب في السويداء دخل الحب سويداء القلب يعني غلاف القلب أما داخل القلب فلا يدخله إلا الله فإذا صدقت في هذا الحب فلك العطاء وإلا أو حالله إلى سيدنا داوود يا داوود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري محرم على قلب يحب الله إنه يمير إلى محبة غير الله حرمت حرمت القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري لكن بدي يكون القلب فقط لله من حب الأهل ومن حب الزوج ومن حب الولاد ومن حب الوالدين ومن حب الشغل لكن كل هذا الحب ظاهر أما الحب الكل لمين لله تعطي كلك له فيعطيك كل ما عنده من الأنوار والعطايا والتجليات فكن مع الله بكلك يكون الله معك بكل فضله وعطائه فلا تظن أنك إذا ادعيت الحب وصل فلابد أن تكون مع الله في كل حال إذا كان في كل حال ويبد يكون ما بدأ ينزل على السوق ما بدأ يشتغل وانت نازل بدأ تكون زاكر رأي على المدرسة جاي من المدرسة زاكر القلب حاضر مع الله لا يغفل عن الله طرفة عين ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مشيا من مشى مشيا لم يذكر الله فيه من مشى مشيا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة سخط وغضب وتأسر يوم القيامة مشيا أنا بتذكر وقلت لكم مرة أن الطريق يا ابني كسبوه طريق لا تضيع عليك الطريق ما سبحتك بإيدك طول ما لك ماشي اذكر أنا أنا أول ما حكيت هي حكيت للمشايخ لكن المشايخ سمعوها ونسوها فإياكم أن تنسوها أنتو الطريق لا تمشي خطوة بدون ذكر لا تمشي خطوة بدون تسبيه انشغل بالله انشغل بطاعة الله في كل حركة من الحركات لعلك أن تبلغ الفضل الإلهي وتكون من أهل الصفاء بحب الله جل وعلا هذا ابني ما بيجده الإنسان المحب مشغول بحبيبه دائما يعني العريس لما بيزل للسوق عالوين عالوين بيكون مع عروسته عم يفكر فيها بدون يشتري بدون يشوف شو اللي بتحب بيشتري لها شو تحتاج بيأمن لها فمشغول فيها وين ما مشي فهل أنت محب لله بهذا الحب هل أنت صادق مع الله بهذا الصدق هذا الحب هذا المجلس الأخير بعد منه لحي يجيكم بقى كيف بدأ بتسلق مثلك بقى الوصول بنا نبدأ بقى بالعطاء الإلهي بالسلوب حتى نعرف كيف تصل كيف الوصول إلى ليلة ودونها قلل الجبال ودونهن حتوفه بدك تصل هيك فيه قدامك يا ابني في المسيرة في قدامك أخصام وأعداء وجوال وتعب الله يوفقكم أن تصدقوا الله في إقبالكم وأنا ذكرت في البداية محبة الله حتى تعرف شو طلبك طلبك أن تكون طالباً لرضاه عاشقاً لوصاله نظرة واحدة تنظرها يوم القيامة هي خير لك من دنياك وآخرتك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نظرة واحدة تشغلك خيراً من دنياك وآخرتك أن تنظر إلى جمال أنواره وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لترون ربكم يوم القيامة هل تضارون يعني هل تشكون في رؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب حدا بشك حدا بشك الشمس لما تكون بالظهر وما في غيم حدا بشك أنه ما في شمس هل تضارون في رؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب قالوا لا قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة هكذا لا ترون ربكم يوم القيامة هون لحتى يشوفوا الشمس بيحط يا ابني كزلك أسود أو كحلي غامق حتى يشوف حتى ينظر إلى الشمس هذا لما بيكون كسوف لما بتكون مكسوف بيحط الكزلك الأسود فأنت إذا بدك تنظر إلى الله بدك تحط كزلك أسود ولا بدك تقول كزلك تبعك كزلك نوراني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك قال نور أنا أراه أو نوراني أراه وفي رواه رأيت ربي بربي يعني رأيت ربي بنور ربي على مستوى يلي قال الشاعر فيها أعارته طرفا رآها به فكان الرائلها طرفها أعطاه النور فرآه بنوره كحل عيونه بنور القدس فرآ جمال القدس فنظر ياب إذا صدقت فيها لعل الله أن يجعلك من أسعد سعداء أهل الدنيا وأهل الآخرة ومتى رزقت هذا الحب بتنال هذا العطاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقبل عبد على الله بقلبه ما أقبل عبد على الله بقلبه يا أبي بقلبه ما بلسانه بقلبه قلبك بدأ يكون حاضر معه ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عليه بقلوب عباده قلوب العباد كله بتتجه تتجه إله وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة الله أكبر وجعل قلوبهم تفد إليه بالود حب وشوق وعشق بيتمنى بس لو يصل يلمس إذا أصبع من أصابع من يحب هذا يا أبي من أقبل على الله وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع وكان الله بكل خير إليه أسرع كل الخير بيجي لما تعرفت على الله عرف الخلق عليك لما حبيته حب بالخلق فيك لما توجهت إله وجه الخلق إليك والفضل أولا وآخرا لله وحده فأقبل على الله يفتح لك أبواب العطاء والإقبال بالقلب لا بالجسد الإقبال بالقلب والروح والشوق إلى الله عز وجل لذلك يا أخواني أكثروا من ذكر الله أكثروا من ذكر الله من امتلأ قلبه بالله ملأ الله الكون من هيبته من امتلأ قلبه بنور الله أضاء قلوب الخلق بنوره فكن مع الله تسري فيك أنواره وتتغزى قلوب الخلق من هذه الأنوار فإذا كنت من علامة حب الله إذا أحببت الله أكسرت من ذكر الله ومن علامة الحب من علامة الحب أن تحب ما يحب المحبوب إذا أحببت ما يحب فأنت محب أما إذا كان المحبوب يحب شيئا وأنت لا تحب فأنت لست بمحب ذكرت لكم الصيد أبو يوسف مع ابنه سمعتوا ما سمعتوا أبو يوسف كان قاضي القضاة ابنه قدامه حامل كتاب حديث عم يقرأ فقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء شو الدباء الياطين الياطين كان النبي يحب الياطين كأنه الياطين فيه ألياف بيطر المعدي وبالحجاز ما في غير تمر وحليب النو تمر وحليب النو شو بيعمل امساك التمر وحليب النو وشو بيعمل امساك فالياطين بيعمل تراوي فكان النبي دور على الياطين حتى يأكله فقالوا أن النبي يحب الدباء فالولد عم يقرأ الكتاب فرفع العسل قال له لا أبو قال له والله يا بابا أنا ما بحبه ما بحب الياطين أنه في أولاد هاي بحبه وهاي ما بحبه قال له ويحق رسول الله يحب الدباء وأنت لا تحبه حط إيده على السيف بده يسحب السيف يقطع راسه قال له دخيل بابا والله بحبه خلاص بحبه أطع راس السيف ما شغل قال له خلاص بحبه قال له نطبخه لنا اليوم ياطين طبقوا ياطين قربعا على الأكل الأب قاعد عم يطلع على أبنه شلون بده يأكل بده يأكل هو يعني غسبا عنه عم يبلع هاللهمة ولا بشأهية الولد طلع شاف أبو عم يطلع عليه وهم صار يأكل مثل الفجعانين أكل بكل شاهية فأبو قال له والله لو تمعر وجهك وأنت تأكل لقطعت عنوخك النبي بحبه أنت عم تأكل غصبا عنك لكن لما شفتك عم تأكل بشاهية وقابلية ما أنا تحبيته على المزبوط ثم قال له يا ولدي أتدعي حب رسول الله ولا تحب ما يحب رسول الله هذا بيصير إذا حبيت النبي بدك تحب كل شيء بيحبه النبي وإذا ادعيت محبيت الله بدك تحب كل شيء الله بيحبه فانظر في القرآن عرف الصحابي بيحبه النبي بيحب العلم الأمور ويكره سفسافها إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها معنى ذلك يعني بدأ تكون نفسك عالي تحب دائما الكمال ما تحب النقص ما تحب القلة ما تحب الضعف تكون دائما صاحب همك أما الأمور الضعيفة الأليلة لمالا إيمية لا تلتفت إلها الله يحب معالي الأمور معالي الأمور شو فكر النبي معالي الأمور أن ينقذ العالم صلى الله عليه وسلم هيك كان تمت فأنزل الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هي همة النبي عليه الصلاة والسلام إجا سيدنا أبو بكر محب لرسول الله الأم ارتدت فقام أبو بكر فرد الأمة إلى الإسلام فأنتج ما أنتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر بهمته فأوصل الإسلام لوين إلى إيران قام عثمان فأوصل الإسلام إلى الصين هاي علو الهمة أما علو الهمة عم يقدم بكالوريا صار له سنتين وما عم ينجح ثلاثة سنين وما عم ينجح وقال عم يقدم بكالوريا ما في همة هذا هذا لا يحب معالي الأمور معالي الأمور من الأول سنة بتأخذ الدرجة الأولى هذا معالي الأمور هذا المؤمن هذا اللي بيحب الله يا ابني شو دخل حب الله بالدراسة لك يا ابني انت ليش عم تدرس مشان تاخد وراء واللي عم تدرس مشان تخدم دين الله ناخد البكالوريا أو الجامعة لخدمة دين الله فهذا الحب خده بدرجة جيدة يلي بده يصل بده يطعم الحب لكان يا ابني بدك يا وانت نايم الحب بده جهد بده تعب ممكن ابن الصليل تفز مرته بتقول له بدي بدك تجيب لي لبن العصفور ابن الصليل بيقول لنا عسان تعبان ما قدران ما في لبن عصفور بيقول لأيه على عيوني بيترك فراشه بيفز لأنه أحب فأنت أحببت الله فإذا أحببت الله إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها أعلى شيء فيها فورجينا همتك في حب الله إذا الله يحب ذلك هل أنت تحب بدك معالي الأمور معالي الأمور أن تكون أول الزاكرين أول الخاشعين أول المتقين وأمرت لأن أكون أولا من أسلم هذا المسلم هذا المحب أول يا سبحان الله بيأخذ الأولية ومتى ما أخذت الأولية بيشتغل الحسد بيحزدوه بيتأمروا عليه بيحكوا عليه لكان ابني ضريبة النجاح دك تدفع ضريبة النجاح متما نجحت بدن يشتغل أمثالك ويلي معك بدن يشتغل بعدوتك فهل تستطيع أن تتجاوز الكل إلى الله إذا اشتغل الخلق بك فاشتغل بخالقهم الناس بيشتغلوا فيه أن تشتغل بأله لا تلتفت إلى الله لا تلتفت إلا إلى الله جل وعلا ومما يحب الله جل وعلا إن الله عفو يحب العفو عم يؤذوه عم يتعدو عليه عم يحكو عليه عم يطعنو فيه اتصب بصيفة الله إن الله عفو يحب العفو عافي عنه كل ما لهم عم يتعدو عافي عافي مرتين وثلاثة وخمسة وعشرة إذا كان الله يحب العفو فأنا أحب ما يحب هذا الحب يعني الحب لذلك امتسال امتسال تطبيق اتباع فكما يحب الحبيب بدك أنت تحب حتى تصير اسمك محب أما من حب وما فشروا والله ما بسامحوا واحد منهن أنت ما بتحب هذا كذب فالحب هو أن تحب ما يحب حبيبك ماذا يحب الله يحب معالي الأمور ماذا يحب يحب العفو حال فأنا أعفو كما الله يحب ماذا يحب كمان إن الله إن أحب عباد الله إلى الله أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده أحب عباد الله إلى الله أنصحهم تنصح بالبيع بالشراء بالحديث بالمجالسة كله نصح هذا اللي بيحب فإذا الله يحب فورجينا حبك هل أحببت ما يحب الله الدعوة سهلة يا أمني أما التطبيق التطبيق بده تعب بدك تتعب لحتى تطبيق تصين من أهل الحب العملي ما أهل الحب الادعائي الدعوة يا أمني بسيطة واحد يفرز بقول أنا رئيس جمهورية والتاني يقول أنا رئيس وزارة والرابع يقول أنا قائد الجيش والخامس يقول أنا بلك المشرق والمغرب الدعوة بسيطة ما في عليها جمرك كل واحد يدعي ما يريد أما عند التحقيق هل تعتمد الدعوة فورجينا حبك إن أحب الخلق إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده وأحب الأعمال إلى الله أحبها أحب الأعمال إلى الله شو هو؟ نعم لا 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 أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان تحفظ لسانك من السوء لأن اللسان هو الذي يضعف لك الحسنات ويكسر لك السيئات ويحجبك عن محبوبك الله اللسان اللسان أحب الأعمال إلى الله حفظه هذا الحب صلي يا أبني كتير مسيطة وتعرى قرآن كل يوم ختمة كمان سهلة أما تحفظ لسانك من سب من شتم من طعن من غيبة من نميمة يا أبني لا يطيقها إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولا يبلغ هذه الدرجة إلا رجال رجال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هذول اللي بدين نصيروا من أهل الحب يا أدنى تحسنوا تطلعوا من هالدرس بهالحديث بهالحديث ما بدي أكتر تحسنوا تطلعوا من هالدرس بالطب والحديث هذا وحده أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان حفظ اللسان ما أنت يعني عم تأكل وضحكان حفظ اللسان لا يعرف إلا عند الغضب ففحص حالك عند الغضب شلون بيكون لسانك الله يعفي عننا ويتوب علينا يا أخواني بدنا نحب الله بقلبنا ما بدنا نحب الله يا أبني بدساننا فإذا بدك تحب الله عز وجل هاي محبوبات الله فهل أنت على استعداد أن تطبق حب الله عز وجل في نفسك أحب الأعمال إلى الله صلاة ولا صيام ولا الحج بيطلع على الحج وبالحج بيسبه بيشتم بالحج بيغتاب أحب الأعمال إلى الله حفظوا اللسان كان الرومان كان يجيبوا المرأة يجمعوا الشفتين ويسقبوا لها ويحطوا لأفل يسقبوا الشفتين ويحطوا أفل للشفتين حتى ما تحكي منه وكتم كلامها من كتمها كتر ما بتلت كتر ما بتحكي حتى ما تحكي هلأ بتشوف عشر نسوان بيجتمعوا بيشوشوا الجامعوا كلهم وبتعبل جامع أرجان ما بيطلع صوت واحد منهم فاحفظ لسانك ما استطعت خاصة يا أبني عند الغضب لا تشتب لا تسب لا تكذب لا تغتاب خليك حافظ اللسان لعل الله أن يجعلك من أهل محبة الله عز وجل وحديث آخر إن الله يحب الملحين في الدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء بيدعي لكن بإلحاح على الباب مثل إذا كان واحد خايف وقف على الباب وعم يدق شلون بيدق بيدق دق أو بيستنى لاحينه لاحينه وقف على الباب يحط إيده على الباب يتم بيخ بيط لحقوه افتحوه لنا أما خليك على باب الله عدوك الشيطان وراك ونفسك وراك بدهم يهلكوك وما لك غير باب الله فاشلم تؤيف على باب الله إن الله يحب الملحين في الدعاء اللهم اجعلنا من الصادقين في محبتك المخلصين في طاعتك واجعلنا اللهم من أهل القرب إليك ومن أهل الخشية بين يديك وصل الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالم لحنا ما عمنا تهليلي ولحنا بجوار سيدنا الشيخ محيد محمد أمين الله يرضى عنه فنقرأ ولو عشر مطرات تهليلي ليروح آباءكم كمان مادام انتوا غرآنين في الحب خليهنين كمان يصلهم هدف فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بفضل الله وبتوفيقه لا نزال في طريق سلوك الإيمان وطريق الآخرة طريق كسب رضاء الله وذلك يكون بفضل الله وتوفيقه تقدمت معنا البحوث من الصحبة ثم بعد الصحبة المحبة وبعد أن انتهينا من الأسس التي عليها يسلك المريد ويصل بتوفيق الله نبدأ اليوم في أول طريق السلوك أول طريق الإيمان الموصل إلى الله الله عز وجل خلق الإنسان وقال في حقه ونفخت فيه من روحي وهذه الروح هي التي عليها مدار الحياة من طاعات وأعمال وعبادات وحب أو كره أو بغض وهذه الروح التي هبطت إلى هذا الجسد إن قسمت إلى نوعين نفس وروح وبحثنا اليوم عن النفس إذا الله أحيانا للبحث الآخر نبحث عن الروح النفس ومراتب النفس وكيف يتخلص الإنسان من النفس بحوث طويلة لأن النفس هي العقبة الوحيدة بين المؤمن وبين وصاله بالله جل وعلا هي العقبة الوحيدة ليس من عقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله إلا النفس لذلك سيدنا أبو يزيد البستامي رضي الله عنه لما حصل في خلوته على حضور كامل مع الله عز وجل سأل الله قائلا يا ربي كيف الوصول إليك فقال اترك نفسك وتعال فالعقب الوحيدة هي النفس من استطاع أن يتغلب عليها بلغ مقام القرب ومن لم يستطع فهي الحجاب الأعظم بين الإنسان وبين ربه فالحمد لله الذي خلق الخلق على أربعة أقسام كل الخلق من بني آدم خلقوا على هذه الأقسام الأربعة عقل وحكمة لا طبيعة ولا شهوة وهم الملائكة عقل وحكمة لا طبيعة ولا شهوة وهم الملائكة نين لا عقل ولا حكمة وله طبيعة وله طبيعة وشهوة كسائر الحيوانات ثلاثة لا عقل ولا شهوة ولا حكمة كالجماد أربعة عقل وحكمة وطبيعة وشهوة وهو الإنسان فهذه أربعة مراتب خلق الله الخلق عليها عقل لا عقل ولا حكمة أول واحد عقل وحكمة لا طبيعة الطبيعة يعني ما في أكل شرب لا طبيعة ولا شهوة وهم الملائكة نين لا عقل ولا حكمة وله طبيعة وشهوة وهو الحيوان ثلاثة لا عقل ولا حكمة ولا طب شهوة كالجماد الأربعة عقل وحكمة وطبيعة وشهوة وهو الإنسان فمن غلب عقله وحكمته شهوة فهو ملحق بالملائكة غلب عقله وحكمته غلبت شهوته فهو ملحق بالملائكة ومن غلبت شهوته عقله وحكمته فهو شر من الحيوان وأدنى مرتبة من الحيوان لأن الحيوان غير مكلف هو مكلف فمن هنا نشرح إذن النفس وطبيعتها وما خلقت فيه وكيف السعي للتخلص منها أنا في رمضان شرحت هذا البحث هذا شرحت النفس وبيّنت مراتبة لكن فين منكم ما حضر فاليوم بشرح مرة تاني لكن بإن شاء الله بأسلوب آخر أولاً للمرتبة الأولى التي خلق الله عليها النفس والروح الروح الروح هي لطيفة ربانية فإذا دخلت وامتزجت بالجسد صارت نفساً وأخذت وأخذت مراتبها مراتبها الست ست مراتب لها هي أصلة روح لطيفة ربانية طاهرة مقدسة دخلت إلى هذا الجسد يلي أصله من إيش؟ من طين من حمأ مسنون مسنون الحمأ الطين لم أنت مسنون لإله ريحة فمن طين من حمأ مسنون هذا الإنسان لذلك لما دخلت الروح الطاهرة إليه تلوثت به فأصبحت نفساً بيّنت أنا في رمضان أنها دخلت إلى القلب ما كان منها على طهارته وتزكيته سكن في أعلى القلب وهذه الروح وما نزل إلى أسفل القلب سمي بالنفس فأسفل القلب النفس وأعلى القلب في الشريان الأبهر هي الروح فالنفس التي هبطت إلى أسفل القلب هذه النفس الله عز وجل ذكر لها في القرآن ست مراتب الأمارة واللوامة والمطمئنة هيتلادي أمارة ولوامة مطمئنة ثلاثة التالية ملهمة راضية مرضية ست مراتب للنفس هذه المراتب الست كل وحدة إلها حال وكل وحدة إلها مقام أما النفس الأمارة التي قال الله فيها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه الذي رحمه الله بالعناية والرعاية هو الذي تبقى نفسه روحاً لا تتبنى إلى أسفل القلب فالأمارة من طبيعتها الأمر بالسوء طبيعة من طبيعة النفس بدك تعرف حالك عندك نفس ولا روح ممكن تعرف نفسك إذا كانت تأمرك بالنقائص أو بالرزائل أو بالميل إلى التقصير أو الميل إلى الانشغال عن الله فأنت صاحب نفس هذه ناحية من النواحي أمارة بالسوء وهذه النفس لا يتخلص منها العبد إلا بتوفيق الله عز وجل وتوفيق الله مقيد لا أظن أن التوفيق أعطوا كذا التوفيق أن تسعى وراء أهل التوفيق التوفيق وتجالس أهل التوفيق ثم تعمل بعمل أهل التوفيق فتوفق للعمل الصالح أما واحد يصير طبيب بمجرد ما سمى حاله طبيب بيصير طبيب أو بمجرد ما يلبسه بالأبيض صار طبيب كذلك لا يمكن أن تكون موفق ما لم تصحب أهل التوفيق وتجالس أهل التوفيق حتى تكون من أهل التوفيق والذي رحمهم الله عز وجل في الآية إلا ما رحم ربي الله بيّنها في سورة ثانية بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا الفضل هنا ما هو ولولا فضل الله عليكم ببعشة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وجود رسول الله وجود المعلم بعد رسول الله لولا هذا الفضل ما زكى منكم من أحد أبدا إذا من الذي زكى الأنفس هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله من مهمته تزكية النفوس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قدم بهذه الآية التزكية على تعليم الكتاب على الحكمة لأن الكتاب والحكمة على علوم إذا لم يجدوا نفسا مزكاة لم ينتفع الإنسان بهذا العلم حتى ينتفع من العلم تكون النفس مزكاية فلذلك الأنبياء زكوا الأنفس فلولا فضل الله عليكم ببعشة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده العلماء العاملين العلماء الوارثين لو لا هم ما زكى منكم من أحد أبدا فليعلم الإنسان إذن أنه إذا أراد أن يتخلص من النفس الأمارة فعليه أولا بالمزكي أن يجالس المزكي وأن يسير على طريق المزكي والمزكي يعلمه أول التزكية ذكر الله تعالى أي أول التزكية فإن جالس المزكي وذكر الله عز وجل دخلت التزكية إليه فتطهر وتعقم من نقاعص النفس مهما كانت كثيفة يتعقم ويتطهر منها وينقلب من نفس إلى روح وهو الإنسان الفاضد النفس ما تفسده في لحظة واحدة لا يستطيع الشيطان إفساده بستين سنة ستين سن الشيطان بحاول لا يستطيع أن يفسد ما تفسده النفس بلحظة فمن ننتبه إفساد النفس كيف يكون لنأخذ الاحتياط الكل من هذه النفس أولا النفس قرينها الشيطان مقارن لها لا يفارقها ولا يجتنبها ولا يبتعد عنها بل هو صاحبها الذي يعدها ويمنيها دائما بيحط الله الأمان دائما بيحط الله الوعود وقد قال الله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فإذا أمان الشيطان ووعود الشيطان كلها غرور غرور معناتها كالسراب يلي ماشي بش الطريق هو عطشان شو بشوف نبعيد لما بيكون في صيف شو بشوف نبعيد شوف كأنه في مي وهو عطشان بيظن أنه صحي في مي بيركون ما بيلاقي في شيء هذا الغرور الذي يغتر به الإنسان يظن أنه على استقامة على هداية على طاعة لكن بيطلع غرور ما في شيء لا يلي من أمره على شيء فإذا كان الشيطان قرين النفسي وصاحبها ويعدها ويمنيها إذن يجب أن ننتبه من النفس لأن قوتها بقوتين قوة النفس وقوة الشيطان الشيطان فقوتين تآمرتا عليك ثم يأتي قوة ثالثة من نفخ الشيطان غير وساوس الشيطان يأتي من نفخ الشيطان وهو الهوى الهوى صاروا ثلاثة فالثلاثة بيهجم عليك هجوم واحد متى بدأت بالطاعة متى بدأت بالذكر متى بدأت بحب أهل الله متى بدأت بحفظ القرآن الثلاثة بيهجم عليك النفس والشيطان والهوى يسعون بكل جهدهم أن يقطعوك عن طريق الهداية ويبعدوك عن طريق الصلاح لذلك أخوف ما يخاف الإنسان عن الأخ الجديد اللي بيجي أول ما بيجي للجامع أهله بيتسلطوا عليه جيرانه بيحكوا عليه رفقاته بيطعنوا فيه هذا كله من وساوس الشيطان وإذا متزوج زوجته بتصير دائماً بتنق براسه إذا بدك تروح لعند الشيخ أنا ما بيت أعود عندك أنا بدي روح لبيت أهلي أنا عم أخاف لحالي كل ذلك من شأن تحرموا من مجالس أهل الله التي تقربه إلى الله السبب أنك لو سبت على الإيمان ماتت حظوظ النفس وإذا ماتت حظوظ النفس أصبحت ملكاً مقرباً إلى الله صرت من أهل القرب إلى الله فالنفس ضاع حقها ونحن دائماً في حياة يسعى الإنسان إلى الوجود ما بيسموا بالأفلام تبع الوحش بيقولوا صراع من أجل البقاء الصراع من أجل البقاء فالنفس إلى وجودها فبدأت صارع وتقاتل حتى تبقى يكلها مكانة يكلها وزن يكلها منزلة وليكتكون يوم القيامة معها رفيقاً للشيطان فتحشر مع الشياطين يوم القيامة فلذلك عم تسعى يكون في إلها إصاحب أما إذا استقمت على الإيمان واستقمت على التقوى ما بقى لشغل فمعنى ذلك أن النفس بدا تموت ففي واحد به الموت وبيرضى فيه فالنفس لا ترضى في ذلك فإذا النفس قرينها الشيطان مقارن لها والشيطان له قوته قوته بالوساوس وإلى طريق آخر بحث تاني فالشيطان يأتي إلى النفس قريناً لها ومع هذا القرين يكون الهوى فهؤلاء ثلاث ثلاث يسعون لهدم الإيمان في الإنسان وأول ما يبدأ الشيطان مع النفس أن يأمروك بالسوء أول شيء أمرك بالسوء أمرك بالنقص ومن السوء تقصير الهمة ضعف الهمة عدم النشاط في العبادة هذا من سوء النفس بتكون أنت ما فيك شيء تشعر أنه أنت تعبان ومالك أدران وهمتك رايحة هذا كل من النفس حتى تضعفك عن الطاعة حتى تضعفك عن الإيمان فإن كنت مؤمن تعبان مرضان بتفز كث كان الصالحون ردوان الله عليهم حتى ما تفوتون الجماعة كان يستأجر رجلين في كل صلاة يحملانه إلى الجماعة حتى ما يعطي النفس حظة أنه تعبان ومرضان ومالك أدران يستأجر اتنين يحملوني بس على الجامع لصلي بالجماعة حتى ما يضعف عن طاعة الله وعبادته فانظروا قديش النفس عما تعمل وأهل الله شلون اكتشفوها فما بيجعلوا لها مجال تضعف الهمة أو تقصر في العبادة والطاعة أو تشغلك عن مجلس ذكر أو عن مجلس إيمان هاي النفس الأمارة فلذلك تكن تعرفوا كيف تتعامل مع هذه النفس فما في معاملتها إلا المخالفة وستأتينا فأولا تأمرك بالسوء فإذا أمرتك بالسوء وأطعت زينت لك الشهوات متى أطعتها بالسوء يلي هو تقصير أو فتور الهمة أو عدم الزكر عندها تزين لك الشهوات المحرمة فمعنى ذلك بتشوف انت حالك ما بدك تتزوج ما عم تحسين ما بتحسين تتزوج تقع في مشكلة الشباب بروح بقع في مشكلة جذب منيه بيده هذا من الشهوات اللي النفس عم تدفعك إلها فالنفس والشيطان والهوى تسلط عليك طيب انت شو بدك تعمل انت كإنسان والإنسان دائماً مركب على هذه الثلاثة فإذا كنت تحب الله فتترك الكل لله وتفارق الكل لله وتخالف النفس فيما تأمرك به فدائماً إذا أمرتك بالسوء أعطيها عكس الأمر افعل الطاعة افعل العبادة انت يا شاب وبكرة بيفزر بدنك بدل ما أنه تقع بكرة هالأكل وين بده يروح كله فقوم شوي فإلا بدل ما أنه أقع بهذه الخطيئة لأذكر الله نصف ساعة أيهما يطفئ الشهوة أكثر جلوسك مع الله أم فعلك للمعصية الجلوس مع الله بجعل لذتك به لذتك بحبه لذتك بذكره فبتنسى النفس والشهوة وتتقرب إلى الله بحال الذكر ومتى كان طلبك الله تتزوق حلاوة ذكر الله في مثل هذه الساعة إذن هاي النفس إلها المراتب أمرتك بالسوء ثم زينت لك الشهوات المحرمة ثم ترتقي بك إلى الدرجة الثالثة وهي طول الأمل طول الأمل هذا الإنسان ما عرفانه أنه هذا من النفس طول الأمل أنه أنت لساعتك شب ومن هون يوم الله بيدبرها الله وبكرة بتتوب إلى الله ولا تصير أده وتصير شامع على خده هذا كله من الأماني لا بكرة لا تكبر بكرة لا تتجوز بكرة لا تفتح بيت بتتوب إلى الله بكرة بتصير تجي على الجوامع بكرة بكرة بتصير هذه الأمور التي ينتقد الإنسان منها مرحلة إلى مرحلة فمتى وقعت بهذه الثلاث أمر بالسوء وتزيين للشهوات وإيطالة الأمل متى النفس أخذت هذه الثلاث منك هبطت إلى أسفل القلب ما هت فيه إلى قوة روحية لا زوق روحي ولا أنس بالله ولا حب لله ولا خوف من الله ماتت منها الأمور الروحية لذلك تنبع فيها الأخلاق الذميمة تبدأ الأخلاق الذميمة تطلع وحدة وحدة تنبع فيها الأخلاق الذميمة متل إيش؟ متل؟ بتصير إنسان حريص على الدنيا حريص على القرش حريص على الحياة حريص على أن يكون لك مكاني منزلي حريص بديه منزلته بديه مكانته بيفكر إنه بديه يظهر بديه يبين إيمانه وعلمه لا هذا الحرص حرص على الحياة والمظهر هذا من النفس الأمارة هذا من أخلاقها الذميمة حرص غضب غضب يصير معك يصير كثير الغضب عنيف بغضبه شديد بالغضب ومتى ما غضب الإنسان صار بين إجرين الشياطين مثل الكرة بين إجرين اللاعبين هذا الوصف الذي وصف لسيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه سيدنا موسى لما بده يروح ناجي رب العزة شافوا إبليس بالطريق وين يا كليم الله قال له إلى أمو ناجات الله ومكالمة الله قال له دخيلك قال لي عندك طلب واحد طلب واحد خير قال له طلبي تسأل لي الله بيقبل توبتي إذا بدي توب الشيطان قال له بتتوب قال له مين بيصلوا الله يتوب عليه وما بيتوب إذا الله بيتوب علي أنا بتوب من قلبك عم تحكي قال له والله عم قللك من قلبي إذا الله بيقبل توبتي أنا بتوب فرح سيدنا موسى فكلم الله مائة واربعا وعشرين ألف كلمة من لذة المخاطبة مع رب العزة ما بقى في حدا نسي نسي فلما انتهت مكالمة قال الله تعالى يا موسى أدي الأمانة نسيها قال له يا ربي وأي أمانة قال أما حملك أحد من خلق أمانة توصلها إلي وين الأمانة إيه فتذكر قال يا رب إبليس يطلب منك التوبة بدي يتوب بتتوب عليه فقال الله تعالى إني أقبل توبته على شرط واحد سبب خطيئته ولعنته أنه ما سجد لآدم يروح اللي يسجد له سجد لقبره وأنا أبتوب عليه سجدة لقبره وأنا أبتوب عليه فرح سيدنا موسى معناتها ما بقى في جهنم انتهينا يعني معناتها الجنة تفتحت أبوابه وتذكر الجهنم رجع فرحان شافوا بديس خير يا كلمة الله شوفي عندك قال له لك أبشر أبشر الله يقبل توبتك ما هو؟ قال له بشرط واحد ما الشرط قال له تروح لقبر آدم تسجد له سجدة لقبره وبيقبل منك أنه تسجد له قبر السجدة واحدة فبيغفر لك وبيتوب عليك ضحيك حتى ألف على ظهره قال له أنا لما كان طيب ما سجد له أسجد له هو ميت الله لا يشقينا قال له لكن يا كلمة الله أنت عملت معي معروف لكا فيك عليه حتى إبليس يعرف مكافأة على الإحسان كثير من الناس لا تعرف المكافأة قال له أنا أبدي كافيك على هالمعروف يا موسى إحذرني عند ثلاث إحذرني عند ثلاث خذ احتياطك مني عند ثلاث الثلاث هدول أنا بهلك الإنسان فيهم يا موسى إحذرني عند ثلاث أولا قال له عند الغضب فإن الرجل إذا كان حديداً يعني حامي وشديد بغضب أوام فإن الرجل إذا كان حديداً لعبنا به كما تلعب الصبيان بالكرة شلون هذا بيضرب الفطول من هون وهذا بيضربه من هون كما تلعب الصبيان بالكرة فمعناته إذا صرت بين إجرين الشياطين شبأ فيه إلى كاب هذا الغضب أثنين قال له إحذرني عند النساء فإن الرجل إذا خلى بالمرأة زيناها له وزيناه لها حتى يقعوا في المعصية ثالثة قال له والساسي إحذرني عند الجهاد فإن الرجل إذا خرج إلى الجهاد ذكرناه بأهله وولده حتى يفر فيقع في غضب الله فانتهوا بنشوفوا أي الشيطان مع سيدنا موسى فلا يظن يا ابني أنه النفس قاعدة أمال ومتى ما أمال خلق بعد منها بعد منها غضب بعد منها حرص غضب تغضب ومتى ما غضبت شو بيطلع على لسانه بقى ممكن يكون له سبعين سنة بيتعباد بغضب خمس دائب قال له بلأ الله بلاء نسأل الله السلامة أو بسب الدين حبط عمله كله سبعين سنة راحوا على الأرض ولا حسن بإيله لذلك بده يعيد الصلاة يلي صلىها وبده يعيد الصيام وبده يعيد الحج يلي حجه هذا بغضب دقيقة فانتبهوا يا أخواني النفس ما هي أمر سهل لحنا إذا النفس بحثنا فيها جمعة أو جمعتين درس أو درسين معناتها في إيلها أمور كتير ضرورية لازم تنتبهوا وتحزوها فحرص على الدنيا غضب حتى يوقعك بعض أوقات الغضب من بيتك بعض أوقات من ابنك بعض أوقات بغضب من حبيبه فبيجي الشيطان والنفس حتى يوقعك في سخط الله فاحذروا النفس الأمارة هاي أول مرحلة منها فمتى ما وقع في الغضب بيطلع بأسمرات الغضب الحسد بيصير حسود يحسد الناس ومتى حسد الناس انتقد على تقدير الله ويلي بيانتقد على تقدير الله شو صار بإيمانه إيمانه وين صفي انتقد على تقدير الله ليش الله عطاه هذا ما عطاه ما عطاني ليش هذا الله رفعه أنا ما رفعني انتقد على تقدير الله ونسأل الله العفو العافية الشيء صار بدينه وإيمانه فوقع وقع في الحسد ومتى وقع في الحسد صار في عنده كيد صار يكيد للناس يكيد بهم ويمكر بهم فالكيد والمكر من صفات النفس بيبين لك أنه بيحبك وبيطعم فيك لما بديه ظهرك هذا كيد يكيد للناس إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين بدين الله أمهلهم رويدا فهي صفة من صفات الغضب بيكيد للناس بيظهر للناس محبته بيظهر للناس خدمته أهله سهله كيف صحتها إن شاء الله بخير والله إحنا أديش من حبك متى ما دار داره مشي يخرب بيته ما أكد والله لو صر لي لخوز أم أبو لا كشلول اللي كان قابلته شو المقابل اللي قابلته يا هذا الكيد يا هذا يا ابني من صفات النفس فإذا فيك واحدة من هدو أدول معناته أنت صاحب نفس يا ابني معناته صاحب نفس وإذا صاحب نفس صاحب النفس لا يتقرب إلى الله قال الله في الحديث القدسي أقسم الملك القدوس أقسم الملك القدوس أن لا يدخل حضرته أحدا من أرباب النفوس أقسم الملك القدوس أن لا يدخل حضرته أحدا من أرباب النفوس تحط نفسك برا ما دام في نفس لن تصل إلى الله ولو زكرت ولو صليت لن تصل إلى الله ما دام فيك نفس حتى اتزكيها فإذا تزكت النفس وانقلبت إلى روح صرت أهلا أن تدخل الجنة أما نفس ودخول الجنة لا يلتقيان نفس ونظر إلى وجه الله لا يلتقيان فغضب غضب ركب فيه الحسد الحسد صار كيد للناس كيد ومكر بينكر بهاد وبكيد لهاد وبتآمر على هال وعند زعمه أنه عم يصلي وحجي وبيصوم فهذا يا ابني صاحب نفس فالنفس الأمارة فإياكم وإياها النفس الأمارة بدها بد سلوك حتى نصل إلىها فهي من أمراضها متى ما صار كيد الكيد يسبب الحقد بحقد على الناس صار حقود الله يورجيه ساعة سودة بفلان الله يورجيه ساعة سودة بفلان هذا هذا حقود يا ابني ومتى حقد على الناس ظهرت فيه ثمرة البخل صار بخيلا حقد على الناس صار بخيلا والبخل شجرة في النار متدلية الأغصان إلى الدنيا من تمسك بغصن منها دخل النار هذا البخل هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام البخل شجرة في النار متدلية الأغصان إلى الدنيا من تمسك بغصن منها دخل النار والسخاء شجرة في الجنة متدلية الأغصان إلى الدنيا من تمسك بغصن منها دخل الجنة فلا يجتمع مع الحسد والحقد لا يجتمع السخاء إنما يجتمع البخل ومتى كان البخل بعده متى ما كان الحقد شو بيصير بعده سمرت البخل هذه من سمرات النفسية فالنفس الأمارة بالسوء إذن هي التي ترغبك في النقائص ولم تنجو منها إلا بالمخالفة مخالفة النفس لو قالت لك كل لا تأكل لو قالت لك أوم صلي لا تأمرك بخير بعض أولياء الله رضي الله عنهم قل كنت جالسا في تلاوة القرآن فإذا بحديث نفسي نفس عما تحرد قم إلى الصلاة ثم صلي فقلت ويحك ويحك لن تأمري بخير فلما تأمريني بالصلاة ما في بالعادة تأمري بخير شلون أوم صلي أوم صلي قم صلي قال فخالفتها فانتظرت قليلا فإذا برجل من الصالحين دخل فعرفت لما أمرتني النفس أوم صلي حتى أنه وانت عما تصلي لما بفوت الصالح ما بتعمل غمض عيونه وخشى حتى يظهر مرائي فتحبط أعماله كلها الرياء يحبط الأعمال كلها فقالت له صلي إذا مو من شان الصلاة قالت له صلي من شان إيه من شان يصير في مرائي إراءي الناس ويشرك مع الله هذا الشرك فمرة فمرة أن يعطي لأوم صوم صوم ألا عشر زحجة صوم فقال لها ويحك ما أمرت بخير وليس من صفتك أن تأمري بخير فلم تأمرين بالصيام قالت قم صم فإن الصوم فيه فيه أجر لك من الله فقلت لا والله حتى أعلم ما تأمري به ما لحصلنا حتى عارف شو بدك أن تأمري بالصيام وإذا بعد شوي بيجي واحد لعنده بالنهار وقال له والله يا سيدي عم صوم بس ما عم يصر لي اللي بدي صوم أنا بس مشان أكل لأمي طيبة من الجوع يعني مشان تلزز بأكله شوي ما عم تلزز وبدي يشتري هيك مع ملائي الأكل الطيبة إيه إيه قال له ما عم لاي الأكل بقى شو بدي أعمل فالنفس قال له أنت يقول له أنه أنا بصوم وما عم لا أطلب هذا الشيء هذا قال له ويحكي يخرب بيتك بدت يقل لها أنه أنا بصوم أكترم منك وما عم لا أطلب هذه الأشياء ما بدنا نطلبه هنا بدنا نصوم لله فأنا عم أصوم فمتى ما قال أنا عم أصوم معناته دخل في العجب يخرب بيتك إذن في من وراها إحباط الأعمال الصالحة يا أبني ما شغل لعبي لذلك شغلت يا أبني جينا لعند الشيخ وذكرنا الله ما شغل أنه حطيه جينا على الجامع وذكرنا سلوك يا أبني بدك تسلوك بدك تعرف شغل أن تخالف نفسك الأمارة ويكفيك بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال حُفَّت الجنة بالمكاره حُفَّت الجنة بالمكاره وحفَّت النار بالشهوات ورد في الحديث أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لما غرس الله الجنة وبناها ناداني يا جبريل أدخل الجنة وانظر لخلقي فيها قال فدخلت إلى الجنة فنظرت فيها فقال ما رأي فقلت يا رب وعزتك ما سمع بها أحد إلا دخلها ما واحد يسمع بها الجنة وهالنعيم والحور وما فيها إلا بيدخل إلها قال فأمرني أن أدخل إلى النار وأنظر إليها فدخلت فرأيت من حميمها وغساقها فقلت وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها من بدأ يدخل لها الجحيم قال فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ثم قال الله لي يا جبريل أدخل إليها فلما رأيت المكاره حولها قلت يا رب ما أظن أن أحدا من خلقك يدخلها كل مكاره ما بتدخل إلا تدعس على نفسك تكرهها الوضوء بالبرد توضى بالبرد هذا مكاره المشي على الجامع مطر تلج برد قوم والله اليوم تلج والله اليوم مطر ما في مطر وتلج قدام المؤمن كله هين طالب الله أنت طالب رضاء طالب مغفرة الله بدأ مكروه النفس قوم قيام الليل إيه ما بتصحى ما عم تصحى نعساني وعما تنام قوم قوم كارها كارها للمكروه قيام الليل إيه نعسان كمل كمل إيه ما عد حسن كمل قوم توضى جدد وضوك رد وعيف صلي ركاتين رد جدد وضوك صلي ركاتين كاره النفس لن تدخلها إلا بالمكاره والنار لما رأى إليه قال يا ربي ما أظن أحدا إلا يدخلها أنه كل شهوات شهوات النفس والميول والأهواء لكلهم يدخلون فحفت النار بالشهوات إذن بدنا ننظر أن النفس التي تأمرك لا تأمرك بخير فبدك تخالفها مخالفة النفس فذلك الولي الصالح صوم ما صال فمرة من المرة قالت له قوم جاهد على الجهاد قال له جهاد كمان بتأمري قاتلوا لك من شاء أن تموت و أخلص منك لك ما عم تلبي لي ولا وحدة بدي أخلص منك بقى مخالفتك مخالفة يا ابني لذلك يا ابني ما عرج العروج ما عرج العروج إلا من وطئ على النفوس لا يستطيع أن يعرج إذا لم يطئ على نفسه بدأ تلعس عليها حتى تستطيع ترتقي إلى الله تتزوق حلاوة طاعة الله يا أخواني أنتو هلا كلكم بتعرفوا حالكم صلاتك فيها وساوس صلاتك مع ما تتزوق فيها حلاوي عم تذكر مع ما تزوق فيها شيء النفس ها في حجاب حجاب ليش حجاب ما بدايك تتزوق لأنه والله لو نسمت لك من أنوار المحبة نسمة نسمة والله لتركت جميع الخلق وأقبلت على الله نسمة مع ما تخلي السبب عما تطيعها فلو خالفت مرة مرتين ثلاثة بعد ابتلك قوم على الجهاد لك موت حتى أخلص بس منك متى ماتت النفس حيت فيك الروح فلا تحيا الروح إلا بموت النفس أما نفس وروح ونفس وروح مرة هون ومرة هون إيه أمتى بدك تصال يا أبني ننتم بالمعركة وإيه أمتى بدك تفتح البيت وإيه أمتى بدك تصال وإيه أمتى فهي النفس الأمارة لذلك اعلم أن النفس الأمارة يا أبني بطبيعتها النفس بطبيعتها تميل للنقائص هاي النفس الأمارة طبع من طبيعتها أن تميل للنقائص فأنت يشوف حالك بدك تحكي كلمة في كلمة طيبة وكلمة ناقصة إذا حكيت الناقصة وما حكيت الطيبة فأنت ناقص إنت صاحب نفس لو صليت يا أبني لو صمت لو حفظت القرآن بتظنه إذا حفظ قرآن يعني صار مقدس لا يا أبني النبي قال لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد لا ينبغي الوجد الغضب يعني لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ويله مع من لها وفي جوفه كلام الله بيغضب بيغضب بكان إذا ما ماتت النفس لو حفظ القرآن ما بينتفع أول شيء ماتت النفس وأهل الله عرفوا شوني موت نفوس لا تموت النفس إلا بالمخالفة خالفة في كل واحدة أنا كنت في أول الأمر بعد فضل الله وتوفيق الله استغفر الله وأتوب إليه بأول الأمر كنت أنا أشرب شاي وقهوة بالبيت وما أغلي الشاي إلا بالبراد الكبير وحلي أن نشرب على بكرة على كسرة الصفراء خمس ست كاسات شو زاد يلي زاد طول النهار حطوا عدامي الإبري طول ما لقاحد على كرة نص من الإبري حتى حتى يفضل الإبري يعني كل يوم إلي ربع تنكة مي ربع تنكة شاي عم بشرة وعم بذكر فمرة وأنا في الزكر لا إله إلا الله عم بذكر وأنا بالذكر جتني كلمحة بانية روحية إنه كيف تصل إلينا وأنت متعلق بغيرنا كيف تصل إلينا وأنت متعلق بغيرنا وأجلب لي الشاي بساعتها شو الغير اللي متعلق فيه فزيت على بكرة جبت الإخوان مين بعهدني على ترك الشاي وترك الأهوة اتنين من الإخوان عاهدوا تركوا بعدين ننكسوا ورجعوا صلي هلأ بتوفيق الله عز وجل ما يقالب مانا واربعين سنة لا شاي ولا أهوي ولا شكليطة ولا كاكو خلص عهدت عهد وعشت بله فمخالفة للنفس ما تحرين لأنه هذا حلال ما بجوز نحرمه لكن مخالف للنفس حتى ما أعطي نفسي هوا وإلى الآن بفضل الله لو نفسي بتشتهي شربة الماء بحرم إياها لو بتشتهيها ما بشرب إلا لطاعة الله ما باكل إلا لطاعة الله ما بنام إلا للطاعة أما إذا شفت نفسي مش تهي النوم مش تهي أكل بحرمها كل شي بتشتهي بحرمها يعني صار الطبيعة يعني ما عاد فيها تكلف طبيعة كل شي بدي كمال ونقص إذا في نقص خلص ممنوع مدام في نقص خلص ممنوع يا طيب بيصير تترك لها غاد كل واحد له حال ما بيكون يعني أنتو حرموا يا بني على حالك لا ما بجوز نحرم الحلال الحلال حلال لكن فخالفة النفس حتى ما يتعلق قلبك إلا بالله وحده هذا المؤمن يعني هذا المؤمن بعض أوقات قدامك المجتهيات قدامك الملزات قدامك أبدا جبل من الذهب وشوية إحجار مثل بعض البعض في الإيمان كل واحد هذه مخالفة النفس أما النفس شو بتقول لك مد إيدا تقول ما في حدا تقول ما حدا شايفك وما حدا بيحس وطاصي ضائعة إذا الطاصي ضائعة بالأرض أما عند الله ضائعة عند الله ونضع الموازين القصة ليومي قيامة فلا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مسقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالنفس يا ابن إذن تميل بطبيعتها إذا النقائس وتنحدر وراء الهوى هي طبيعة النفس تنحدر انحدار مخيف وراء الهوى ومتى ما انحدرت وراء الهوى شو بيصير فيها بيصير حديث النبي عليه الصلاة والسلام حبك الشيء يعمي ويصم حبك الشيء يعمي ويصم متما مال ومتى ما هو ما عاد لا يشوف ولا عاد يسمع خلاص حب فلان كله كمال شارع عنده لك لا يا ابن حبك الشيء يعمي عن رؤية الحق ويصم عن سماع الحق فهذا من الهوى لما يتغلب عن نفس ما عاد تشوف إلا النقيصة صار يشوف فضيلة فتنحدر النفس وراء الهوى وتعشق الرذائل هذا طبيعة النفس يعني عشان تعرف إيه نفس أنت معك نفس ولا لا كلنا فينا نفس تعشق الرذائل وأشد وأشد الرذائل التي تعجبها ما يحبط العمل في رذائل لا تحبط العمل كشرب الخمر ما بيحبط العمل والوقوع في المعصي ما بيحبط العمل لكن بتوجهك نحو ما يحبط العمل كالعجب العجب شوف حالك بطاعتك شوف حالك بصلاتك شوف حالك بذكرت شوف حالك بجيتك على الجامع شوف حالك أنا مؤمن الله قال لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام ما هي للإيمان لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان للفضل لأ الله ما ألك فالنفس توقعك في العجب في الكبر في الكبر أنت ما لك حاسس على حالك شو الكبر تجي لها رفيق عم تزقل أنت ويا قال له شلون ذكراك والله الحمد لله والله أنا اليوم بالذكر صار معي شو صفاء والله الله فتح علي اليوم صار معك أنت يا شو معناتها يعني أنا خير منك أنت ما صار معك الصفاء أنا صار معي صفاء أنت ما صار فكر حاله ما سوا شي ما حكى شي شلون أنت اليوم إن شاء الله فزيت على قيام ليه ولو الله أنا ما حسنت اليوم ولو الله أنا فزيت اليوم قبل بساعة صليت شو معناتها يعني أنا خير منك هذا الكبر يا أبي الكبر تشوف حالك على غيرك ولو بعمل فالكبر يحبط الأعمال الرياء يحبط الأعمال هذا يا أبي من نقائص النفس التي تريك أنك على مستوى صلاح وأعظم ذلك رؤية العمل هاي من النفس العمل الفلاني أنفقنا الانفاق الفلاني زرت أهلي كله أناها صلينا وعملنا وزرنا ما في بتوفيق الله ما في بفضل الله نسيان الله ما في غير هو هذه رؤية العمل ما أنت اللي صليت يا أبي لما الله تفضل عليك ما وقفت بالصلاة لما الله طلبك للذكر ما ذكرته لما الله هداك ما تديت فالمو أنت يا أبني الله فتقول يا أبني بتوفيق الله حفظوها كل وحدة بفضل الله بتوفيق الله برحمة الله بيجود الله بإحسان الله أما صليت صمت ذكرت حجيت لا يا أبي هي رؤية العمل تحبط العمل عنكم خبرها انتبهوا لها رؤية العمل تحبط العمل أن ترى العمل منك أما حقيقة العمل أن تراه من مين من الله وحده فالملهم الله والمتفضل الله والمحسن الله وانت ما لك شي قوكن يا أبني من النفس من جاي والله من الجامع وين رايح والله على الجامع بتوفيق الله رايح بفضل الله جاي بكرم الله بإحسان الله فدائما خليكم مأقل الله فلا تفكر يوم أنه أنت تنسب لنفسك عمل هذا العمل يا بنهيي النفس فأنت ما لك تفكر عم يعمل ونفكر صلينا وصمنا وجينا وحجينا وما في شي فكر حاله أنه عامل كل شي بيطلع ما قال في شي لذلك هؤلاء الذين تنطبق عليهم الآيوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وين الأعمال أنت نسبتها إلك أنت شو شو عملت أنت شو بيطلع بيدك تعمل مناك ولا منه شو رأي يكون منكم ولا منهم أنت الأول والآخر ولا هو الأول والآخر فهي يا أبني يعملوا فهموا شلون بدكن تتعاملوا مع النفس الأمارة هاي النفس الأمارة سماحها كيد غيرها هاي النفس الأمارة وهي إذا كان انتبهتوا تستطيعوا تتخلصوا وإلا يا أبني بتروحوا حياتكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس الكيس يعني العاقل الكيس من دان نفسه يعني حاسبها حاسب نفسك أنت شو عم تعمل مع الله ولا مع غيره الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز والعاجز من أعطى من أتبع نفسه هواها وتمنا على الله هذا العاجز الذي ما فيه عقل ما فيه فهم مسكين انضيع حياته فانتبه يا أخواني أخواني وعنائي وعنائي خالف نفسك واتقي ربك بذلك تخلص من هؤلاء الأربع فهي اليوم على النفس الأمارة أرجو الله عز وجل أنه ربي يعينكم تطهروا منها فشيء واحد يا أخواني مخالفة النفس فانت كل واحد يا ابني عنده ميزان الميزان موجود عند كل واحد منك الخير والشر الكلام الطيب والكلام الناقص كل شيء فيه نقص فمن النفس وكل شيء فيه كمال فمن الروح فالآن شوف النفس إذا استطعت أن تتخلصوا وتجاهدوا حق الجهاد والله 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 لو استطاع أحدكم بعشرين سنة يتغلب على نفسه ويقهرها والله صرف زمنا قصيرا وأدرك عطاء عظيما صرفت وقت وقت قصير أنت عشرين سنة ما يقول نقيم لكن أدركت سعادة الأبد الخالد فلو عشرين سنة تميت عما تخالف نفسك شوف حالك خاصة عند الغضب فإذا كان لك تغضب شو رأيك النبي قال لك واقف قال لك عود خالف نفسك عود بده يخالي بده عود شفت حالك ما سكن سطح سطح تهدأ النفس ما هده ومتوضى بهذه الأشياء بتغير حالك وتغلب على النفس الأمارة بالسوء فاليوم عديثنا إذن النفس الأمارة فانتو علي شيء منها نستطيع إن شاء الله نتغلب المجاهدة في إلها في إلها دس خاص للمجاهدة متى ما خلصت النفس حكيت لكم عن الروح إن شاء الله جايكم البحوث والله بحوثكم بفضل الله وتوفيقه كل واحدة عما تجي بترتيب الله عز وجل أسأل الله أن الله يجعلني وإياكم من أهل الصدق في محبة الله اللهم تقبل منا وقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن في نحن في طريق السلوك سلوك طريق الإيمان سلوك طريق الهداية والمعرفة بالله عز وجل الطريق الموصل إلى رضاء الله جل وعلا وعندما الإنسان يريد أن يسلك طريقا فالمفروض به أن يدرس الطريق وما فيه وما هي نهايته حتى يتحقق بالنجاح إلى ما يريد فالطريق الموصل إلى الله طريق فيه لذة وفيه إيمان وكمال غير أن الإنسان في طريقه يجد عقبات ولا يمكن للإنسان أن يبلغ الكمال من غير عقبات العقبة الوحيدة التي تعترض السالك هي النفس هذه العقبة التي تحجب الإنسان عن الوصول إلى الله عز وجل وبينت لكم أقسم الملك القدوس أن لا يدخل حضرته أحدا من أرباب النفوس لا يمكن لصاحب النفس أن يصل إلى الله مهما ذكر ومهما تعبد ولما سيدنا أبو يزيد البستامي لما حصل على حالة الصفاء بالوصال قال يا ربي كيف الوصول إليك قال أترك نفسك وتعال فالعقبة الوحيدة هي النفس لأن النفس لها إثنان يعينونها الهوى والشيطان والهوى إله إله يعبد من دون الله من دون الله وقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ختم فلا يمكن أن يدري بعده شيء فهذه النفس الأمار التي بحثناها في الدرس السابق يجب على الأخ أن يعلم كيف يستطيع محاربة النفس والنفس ليس لها محاربة إلا عمل واحد هو المخالفة خالف نفسك بما تريد تصل لما تريد خالف نفسك بما تريد تصل لما تريد أما إن أعطيت نفسك ما تريد حجبت عن كل ما تريد فلا يمكن أن يصل لشيء مما أراد فمن أراد الله أو التقرب إلى الله فليخالف نفسه فيما تأمر وفيما تسعى إليه ومخالفة النفس في الحياة تحتاج إلى جهد وجهاد ليس الجهاد أن تقاتل في المعركة ولكن الجهاد الأكبر أن تجاهد نفسك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة قال رجعنا من الجهاد الأصغر سيف ورمح وعدة الحرب الآن سلاح دبابات ومدافع وراجمات هذا سما حرب أصغر سما جهاد أصغر قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى فهذا من أعظم من أعظم ما يجاهد به الإنسان وورد في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد من جاهد نفسه في سبيل الله المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله الجهاد بالنفس كيف يجاهد ليس لك في الجهاد إلا مخالفة النفس فالنفس دائما تميل إلى النقائس تميل إلى الرذائل تميل إلى الخطايا فخالف نفسك تصل إلى ربك إذا استطاع أن يخالف النفس يرتقي من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية ارتقاء السلوك ارتقاء لنخفاض وليس هو سير إنما هو ارتقاء يرتقي العبد في مسيرته إلى الكمال وإلى الفضائل يرتقي من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة النفس اللوامة كثيرا من الناس من يصل إليها من يصل إلى هذا العطاء وهذا المقام في طريق السلوك النفس اللوامة هي التي تسير دائما بين حالتين بين حالتين هذه تتقلب بين الفضيلة والرذيلة بين الاستقام والانحراف والانحراف بين الصدق والكذب دائما تميل مرة إلى هذه ومرة إلى هذه مرة ذكر ومرة غفلة مرة إقبال ومرة إجبار فهي النفس اللوامة ليس لها ثبات على مقام إنما هي تتنقل من حال إلى حال إن عملت الخيرة فرحت وإن عملت الشر ندمت فعاقبة ونهاية الأمماء اللوامة الندم فدائما تندم على ما فعلت ياريتني ما عملت ياريتني ما ساويت ياريتني ياريت ياريت بعد ما عمل عم يندم ليش ندم لأن الندم باب من أبواب الاعتراف بعظمة الله باب من أبواب الاعتراف بعظمة الله متى من دمت عرفت بأن الله رأىك وأن الله اطلع عليك وأن الله سيحاسبك وأن الله سيحاقبك فندم على ما فعل وهذا الندم الله عز وجل ارتقى بصاحبه إلى أن أقسم رب العزة بهذه النفس فقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بمعنى أقسم فجعلها الله قسم يمين لأنها اعترفت بعظمة الله اعترفت بلقاء الله اعترفت بحساب الله فكانت نفسا تلوثت ثم تطهرت وقعت في خطأ ثم ندمت على هذا الخطأ هذه النفس اللوامة هذه النفس اللوامة لها دواء دواءها دائما المحاسبة أن تحاسب نفسك على ما فعل لماذا فعل لماذا فعل طيب إذا كان فعل بعد ما فعل تشوفي بعد ما لماذا فعلت كيف فعلت فدائما كلمتين تترددان على النفس اللوامة لماذا وكيف فلما فلما يقول لماذا فعل قل فعل قهرتني نفسي وتغلب علي هواي وضعفت أمام الشهوة ضعفت أمام الميل فوقعت كيف وقعت وقعت عند الغفلة لما غفلت عن الله وقعت أما لو كنت ذاكرا لله لا يمكن أن يقع الإنسان في معصية وهو يذكر الله عز وجل فلذلك النفس اللوامة يجب أن نوجهها إلى الاستقامة أن تستقيم على الحال أن تستقيم على الثبات واستقامتها لا يكون إلا بكسرة محاسبتها محاسبها كيف ولماذا كيف ولماذا فلما كيف ولماذا عندها تقول أستغفر الله وأتوب إليه وترجع إلى طاعتها أما حالتها دائما بين طاعة وتقصيص دائما إلى حالتين النفس اللوامة ليس لها سبات وليس لها استقامة فبدك بتربيها بتربيها على الاستقامة بتربيها دائما على كثرة الاستغفار كثرة الالتجاء إلى الله فالنفس اللوامة متعبة جدا تتعب تتعب صاحبها بينما هو على الفضيل تميل إلى النقص بينما هو على طاعة تجي الفترة بيفتر بينما هو على همه وعزيمه بيضعف أمام الحياة فالحياة تميل إليه بشهوتها ولزدها وميولها فلما بتميل إله بميل وهذا الإنسان أحد رجلين إما أنه فاقد الارتباط الروحي بالعارفين بالله والكمل من أولياء الله وإما أن يكون إنسانا غافلا عن الله وقع في الغفلة لذلك النفس مالت إلى النقص بدل أن تكون نفس مزكاة مطهرة ففي إدامنا إذن في الطريق في إدامنا عقبة النفس فالنفس العقبة الأولى أن تكون أمارة أنا ما بدي إيجي كنت اليوم لكن الحمد لله النفس الأمارة تتعب الإنسان ولكن لا يشعر بندم لا يشعر بأسى أما النفس اللوام كلما قصر ندم وكلما قصر لام نفسه كيف فعلت لماذا فعل هذا الإنسان صاحب هذه النفس يتعب كثيرا ما لم يأخذ في طريقه أحد الطريقين إما استقامة على ذكر الله أن لا يترك الذكر أبدا أو رباط مع أولياء الله رباط روحي مع أولياء الله فالذي يرتبط بروحانيته مع العارفين بالله فروح العارف بالله تحيط بهذا الأخ فكلما أراد الميل ظهرت له روحانية شيخه هذه الحالة التي أكتير المريدين فقدوها مسكين بيظن أنه الرابط بس تغمد شوف الشيخ لا يا أبي الرابط تبقى معك في كل حالات في بيتك في طريقك وينما تماشي الرابط معك وما دامت الرابط معك أنت في حصن داخل في حصن من حصون التوجه إلى الله من حصون مراقبة الله فمتى خرجت من الحصن صرت معرض إلى الزئاب والوحوش والأهداء لذلك بده يكون دائما الأخ في حالة النفس اللوامي بده يكون دائما الذكر أو متصل الرباط والحب هذا الانتصال الذي يحصن مع المريد رابط الرابط بين روحك وروح الشيخ بتكون في بيتك تكون قاعد بدك تفتح التليفزيون بتحس أن الشيخ دائما حولك بيرابطك مع الشيخ ما عد تفتح على محطة لا تصلح مع التنظر منظر لا يليق روحانية أهل الله معه هل هذه الروح تشعر أو لا تشعر هو النقطة كثير مهمة هل تشعر أم لا تشعر روحانية أهل الله يا ابني مرآة تنطبع فيها حالة المريد فإذا كان وقفنا قدام لمرأة شو بتشوف حالك بالمرأة لابس شو لابس بيظهر قدام لمرأة وإذا أنا وقفت قدام لمرأة وأنت بآخر الأوضة تنشاف تنشاف هكذا قلوب العارفين بالله أبني مرآة صقلوها صقلوها بذكر الله ونوروها بنور الله فأصبحت مرآة ممكشفة بعض أوقات تعمل أنت خطأ هذا الخطأ اللي فعلته بتظن ما حدا شافك تيجي للدرس بعض أوقات فالشيخ يوجه لك بعض الكلمات أنه أنت فعلت كذا إما أكن حاسس ما شعرت معنى ذلك أن الروح أبني مطلعة الله يرضى عن سيننا الشيخ خالد مولانا خالد النقشبندي رضي الله عنه وأرضاه كان مرة يعلم المريدين الرابطة وما فائدتها فبعض المريدين اللي قاعدين ما الكل بيكونوا ناضجين قال له سيني طيب ما هي الرابطة من حق الشيخ المريد المريد ما له حق على الشيخ المريد دائما لازم يعمل رابطة مع الشيخ حتى يتم دائما امداده المتصر طيب الشيخ ما له حق المريد ما له حق على الشيخ قال له مال أبني أين هو حق قال له إيشو حقه على الشيخ قال له سيظهر معك قريبا بعينك. ما لح احكي لك انا. فهذا المريد لما سمع شيخه هيك حكى. هل الشيخ عما اذا يقطوش ويلحوش? ما ما في شي على حقيقة? ترى كنزل. لما نزل التقى بامرأة كان يصحبها قبل جيته لعن الشيخ. فما زالت به حتى اخذته الى البيت. فلما اراد الدخول للبيت سمع سعلة الشيخ جواه البيت. قال له مين في جوا? قال له ما في حدا. لا قال له في حدا. قال له ما في حدا. قال له انا سمعان. سعلة الشيخ جوا. لكن ما في حدا فاتت دورت. والله ما في حدا قوت. لما فات سمع سعلة الشيخ مرة تانية. فات دور ما في حدا. يا ترى عم يسمع وهم ولا حقيقة? حقيقة الروح بما انه عندها القوة هي عم تعطيك. هالتنبيه هذا هزار انتبه. فتاني مرة لما شاب ما في حدا جلس امامها. ولما اراد يتقرب واز بطيارة نزلت بنقرته متل طباء الجمر. سلخ. اخ شبا قال. مين ضربني? ما في حدا. ضب الاوعية وهريب. طلع عركين لعند الشيخ. بمجرد ما دخل لعند الشيخ. الشيخ قال له ابني من اول ساعة ما حسيت. من تعني ساعة ساعة ما حسيت. ما بتعس الا بقتله. عرفت يا ابني شو حق المريد عالشيخ? حق المريد عالشيخ انه يا ابني يرعاك بروحانيته. فهالرعاية هي بروحانية الشيخ حتى ما تقع في خطيئة. فالشيخ ما انتفع منك. لكن انت انتفعت من روحانية الشيخ. هي صارت مع مولانا خالد. مع شيخنا رضي الله عنه وارضاه. بهالجامعة كنا الجامعة القديم كان فيه ممشايا فوق والغرفة باخرها. يلي بيعرف في الجامعة القديم بيعرفها. كنت جالس انا وشيخنا. وبعض الاخوان معنا. وكان الشيخ عما يحكي لنا. ان القوة الروحية كيف تتصرف بالمريد. هي كانت القوة الروحية كيف يتصرف روحانية الشيخ بالمريد. وهو عم بيحكي نندق الباب. الشيخ قال له تفضل. ونقلب الحديث مباشرة. الشيخ التفت قال يا ابني في عندي من الاخوان متل اللي بغال. نمسلي واحدة ما بيحس بده مسلتين. وازل الاخ لتحش على الشيخ دخيل امان بوس ايدك توبي. قال له يا ابني نفكر انه الشيخ ما شافك لما طرعت لالدزدان وقلت لالدزدان وصاحب الدزدان على حسابك. قولي ايه شو الدزدان. هذا دائم ماشي بالطريق شاف واحدة كمان يلي بيعرفها. طلبته. قال له بيجي لعندك قلت له باقي ما جيد. اعطاها الدزدان قال للدزدان وصاحب الدزدان على حسابك. فالشيخ قال له ما شافك الشيخ بفكر انه لما عطيتها الدزدان. فلما طلعنا حكيت له الاخ لطلع. لك شو موضوع تلعكي لي. قال لي والله هيك هي صارت معي ورحت لعندها. قال لي اول ما حطيت ايدي عليها شفت صورة قلبت لصورة الشيخ. والشيخ عما ازب رأسه. قال لي رجعت. وهن بعد دايتين. فز. بده اعناه قال لي والله شفت صورته بشورة الشيخ لكن عاضد على شفتهم بحل عيونه. عم يهزله برأسه. قال لي تركته هريب. اجل عند الشيخ قال لي. بن مسلي واحدة ما حسيت. بدك مسلتين. هيا ابني رابطة الشيخ. حتى يحطك دائما في حماية الروح. فالنفس اللوامي دائما روحانية على الحارب بالله. اذا كان صادق المريد بالرابطة. فهي التي توجهه الى الاستقامة الدائمة. فبيتغير من حالتين الى حالة. كان تقصير وهمة صار همة من غير تقصير. كان طاعة وتقصير صار طاعة من غير تقصير. فدائما الرابطة مع اهل الكمال ترقى بك الى الكمال. الناس بيظنوا ان الرابطة عبودية لا يا ابني. ما في عبادة هون. العبادة لله وحدة. لكن هاي الارتباط هذا. مثل يا ابني التلفزيون اذا ربطوا بالكهرباء. تظهر في كل المحطات على حسب ما تكون حطوا على المحطة. وزبافي كهرباء. اضعت حريب ما في شيء. وانت يا ابني تلفزيون. اذا اتبطت باهل الله ظهرت فيك امداداتهم وتوجهاتهم وفيوضات انوارهم والاستقامة على صحبتهم. واذا ما صر لك هالرباط. انا انت اللي قصرت يا ابني. تلفزيونك ما صر له كهرباء. ايه ما صر له كهرباء قطعة حديد. لا بتسمع فيه اخبار ولا بتشوف فيه صور. فاذا النفس اللوامي المريد بده يصله احنا هاتين حالتين. اما ان ترتبط روحيا بشيخك واما ان تكون زاكرا دائما في حالة الزكر. والكمال انه تجمع التنتين. زكر مع الرابطة من الانوار الهابطة. هذا صاحب النفس الامارة اللوامي يتبدل من نفس اللوامي من مواصلة الزكر. مواصلة الارتباط الروحي. ينقلب الى النفس المطمئنة. بتغيب من نفس اللوامي الى نفس مطمئنة. هي ما بتجي هيك بالحكي. بمجرد ما يتمنى ان يصير نفسه مطمئنة لا يا ابي. بدك تسعى بكل الجهد. تسعى بكل استعدادك ان تجعل نفسك ذاكرة حاضرة مع الله. في كل حال. فاذا تميت زاكر ترتقي. الارتقاء. طيب والنفس اللوامي شو صاريت? محيناها. المحيط. المحاسبة انتهت. ليش? انه صرت دائما تتوجه ان تكون مع الله. حاضر مع الله. مطمئن بالله. هاي الدرجة التالتة اللي ما بده يرتقي فيها المريد. لكن هاي بدها يا ابني جهد. لا تظنوا يا ابني انه بتصل فيها مباشرة. لحنا عما نحكي. لكن الوقت تصير. اما بالنسبة للعمل بدك تتحمل يا ابني. زكر. بدك تلازم على زكر الله. وتلازم على حب ورابطة اهل الله. حتى تصير معك. هالاستعداد القوة الروحية. فترتقي بعد فضل الله عز وجل. الى المطمئنة. سميت نفس لوامة. لان الانسان يلوم نفسه يوم القيامة على التقصير. يلوم نفسه على التقصير. يلوم نفسه على الغفلة. يلوم نفسه على الاساءة التي اساءها. شلون اساءت هذه الاساءة. شلون قصرت هذه التقصير. فلذلك نقول النفس اللوامة منبع الندامة. النفس اللوامة منبع الندامة. فمن مال الى نفسه اللوامة وصل الى الندامة. والندامة نسأل الله السلامة. ما من ميت الا ويندم. ما من ميت الا ويندم. ان كان صالحا ندم على انه مزداد. يا ريت كتر. وان كان سيئا ندم على انه ماتاب. فيبدك تندم على التوبة. يبدك تندم على التقصير وعدم الكمال. اما انه الندامة التانية ما دام عمل. يعني فيه شوي. اما الاول راحت منه. فالنفس اللوامة. هذه نفس متعبة للمريد في الطريق. بيكون قاعد عم يذكر. وصفاء. صفاء بيخطر لباله خاطر بيخطر. من قلب. من صفاء الى تحكيز. كون قاعد عم يذكر. بيجي واحد بيقول له سلام عليكم. كيف صحتك? روى عليه حاله. بكون هو في حالة ذكر. هاي النفس اللوامة. ما لها سبات. دائما تتبدل. ودائما تتغير. لان صاحبها لم يثبت على مقام واحد. فبدنا اذا نثبت على دوام الزكر. لازم واصل على دوام الزكر. مع دوام الارتباط. ينتقل من هالمقام الى المقام التاني. بيسرد وسهولة. اما اللي ما صر له الارتباط. وما صر له الزكر صعب انه ينتقل. صعب انه اللوامة متعلقة بشهوات. بلزائز. متعلقة بدنيا. متعلقة بغفلة. متعلقة في الها شيء ارضي. ما عم تحسين تصعد. لما عم يجي الحال الثاني حال الزكر. الهمة القوة بترتقي. برنا بتجي واحدة رد نزيل. فبين صعود وهبوء. دائما فلا يستطيع الوصول ما دام على هذه النفس. فلذلك لما بتكون على زكر. وقت الزكر لو بيجي ملك الارض. وبيقول لك كيف صحتك. لا اذا كان امك او ابوك. نادوك وهنهم بحاجة بتلبيون. اما غيرهم لا تند على احد. خليك صادق التوجه. والنفس مع الشيطان يتفقان على ان ساعة الانس. ساعة الصفاء يعكروا لك يا ها. هذا اتفاق. النفس والشيطان. ساعة انسك. ماسك المسبحة وصايرك يا عم سابح. في بعض من جليات الله. هدوء النفس. طمأنين ايه. انس بالله. بيجي الشيطان بيبعث لك واحدة بيعاك. بي لحظتها. يا بيجي رفيقك يا بيجي صاحبك يا بالله. قوم شوف شو صار بالبيت شوف شو صار بيغير لك المسيرة. فهي حالة يا احبابي كتير من الاخوان. بيكون عم بيذكر بيترك. السبب. ما استقام. لذلك الاستقامة عين الكرامة. عندك وقت للذكر. لو بيجيك الملك ما بتترك هالوقت. وقت الزكر بين الفجر وبين طلوع الشمس. ايه من اجاب. لا تنشغل به. ولا تلتفت اليه. ولا ايه تميل له. ما اصبحتك عم تذكر. ولو كان في حاجة وضرورة. بيتأخر كل شيء بيتأخر. الا الوالدين. اذا كانوا في ضرورة ما بيجيزء لك تأخره. امر في صاحبك. ايه اجال عندك. ما بغير مجلس الزكر مهما كان. حتى ولو كان الى طاعة. انتبهوا. هاي الناحية اللي بتكون تمشو فيها. لو كان الى طاعة. بتكون انت احد عم تذكر. مغمض عيونك الله 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 والقلب. عم يتجاوب الله الله وبدنك كل. وعروءك كله عم تشتغل الله الله الله. شي حلو. هالحال هي. شي حلو. بيجي الشيطان بوسع اسئلك. انت اليوم ما اريد قرآن. وقراءة القرآن مباركة. والله قال ان هو الا ذكر وقرآن. وبين هاي زكا قرأ لك شوية قرآن. هو عم يذكر. صاف يمشوا منه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا الظالين آمن. بياخد المصحف لحتى يرى. هي اول زحلية زحلاء كيها الشيطان. بقعدك عن الزكر. الزكر مجالسة لله. بقعدك. اخذت المصحف حتى ترى. ما بترى صحيفي او صحيفتي. لك انت اليوم ما سبحت. والله قال والباقيات والصالحات خيرا عند ربك ثوابا وخيرا املا انت اليوم ما سبحت. اشتغل بالتسبيح. زهر بالجنة كم شجرة. ايه صدق الله العظيم. اهم المصحف مسك المسبحة. من طاعة لطاعة نقلها. مسك المسبحة. سبحان الله والحمد ولله ولا اله الا الله والله اكبر. يقول لك اه اه اه. التسبيح قائم ليش ما بتقوم بتزور فلان المريض. وانت احمد تسبح. تقصد طاعتين بوقت واحد انت بتفكر انه هذا الهام لا يا ابني هذا مو الهام هذا وساوس الشيطان بتقوم انت ماشي عم تسبح رايح جور فلان مريض بيبعث لك واحد شيطان مرحبا اهلا وساهلا وين رايح والله رايح جور فلان مريض مين اللي قال لك مريض ما في شيء الحمد لله مبارك انها الحنوية بالله والله ما في شيء الحمد لله الحمد لله لنرجع وانت ماشي معهم شوف سبحان الذي خلاها سبحان الذي خلاها تفرج ما افلانا افلانا الابن الكلب هذا اللي عمل معك كذا كذا هذا نقلك من الزكر للقرآن للتسبيح للغيبة والنميمة او النظام الحرام فانت ما لك نفكر فانتبه يا ابني هاي النفس اللوامي هاي النفس اللوامي اللي عم تنقلك من حال الى حال يمكن هاي اغلى عليكم من كل شيء كأنه لحد تنتبهوا لوساوس الشيطان ما اتمر عليكم فعليكم يا ابني بالاستقام وقت الزكر فاتح حيونه ما في حدا بيترك بيستطح بالفرشي يا جلسة الزكر لما تجلس لا تذكر الله جلسة الزكر لها ملائكة خاصة ملائكة تهبط بالانوار من حضرة الله وقد ورد ان لله ملائكة يرشون النور في قلوب عباده ملائك خاصة فالملائك نزل من عند الله ليصب في قلبك الحكمة والانوار فانت وقتا اللي جايبني صب تركته وهربت لما ابننا عطيه الجائزة وامهرب هذا ما هي اللي تعائل يقول ايه والله خفت جن واحد يذكر الله بجن يا ابني ما الله فدائما ابني خليكم على طريق الاستقامة عود مهما حصل لا تنشغل عن الزكر مهما حصل لو شفت طلع الريح ونسف البيت كله وصفيت انت قاعد على عامود ارتفاعه خمسة كيلو متر والعمود صار يميل يمين وشمال وانت عم تذكر لو اجاك الموت بتموت وانت مع الله شو بدك ليش لا تخاف فتح هيونك بتشوف لا في عامود ولا في شيء تقاعد بالارض فمعناته الشيطان عم يوهم لك هالأوهام هاي حتى تترك الزكر وهذا عند الصفاء عند الصفاء لذلك بنا نصلي يا ابني للمطمئنة لكن انتبهوا اللوانة انتبهوا كيف نستطيع التغلب عليها الاستقامة على اثنين ما في شيء تحب متعب كثير على دوام الزكر وعلى الارتباط فاذا ارتبطت فانت يا ابني على الكمال واذا كان الرباط كان ضعيفا بيجي الشيطان بالعرف فيك كان الشيخ امين الله يقدر سره رضي الله عنه وارضاه كان في بعض الاحباب يلازم يلازم على الجلسة ففجأة اطعم مع البيان فمرة الشيخ هو جاي على البيت شافه بالطريق له الاخ لكن يا ابني قال له وين مع ما تبين صلنا زمان ما شفنا والله يا سيدي قال له قال له احكي الدغري احكي لي الدغري شو عم يصير معك قال له والله يا شيخ اذا بدك احكي لك الحقيقة يعني قال له احكي قال له سيدي كل وقت الدرس بدي يجي للدرس عم يجي ملك بيركبني على الكتافه عم ياخذني على الجنة على الجنة وهيش عم يعيش بالجنة بناعين وقت الدرس عم ياخذك على الجنة ليش ما الدرس ما هو جنة ما مجالس العلم روضة من رياض الجنة هاي الجنة قال له ابني متيقن انت النعم ياخذك على الجنة ايه والله يا سيدي قال له شو فواكع نشوف فيها شو جنة قال له يا ابني انت بتحب الشيخ ولا ما بتحب الشيخ قال له والله يا سيدي بحبك قال له الحبيب ما بيتذكر حبيبه لما بيكون هيك بيلزه قال له برأة قال له لما بتصل للجنة تذكرني عم يضرابيطة تذكرني بقي بتنعم معك ايه بسم الله وقت الدرس اجد ملك اخده مشان يحرموا الدرس مشان يحرموا بركة التفسير بركة اهل الله مغفرة الله في المجلس فلما قعد بالجنة غمض عيونه وعمل رابطة مع الشيخ مشان انه الشيخ يتلزز امير رابطة مع الشيخ انه الشيخ لاحي يجي الشيخ قال له اخي ابني انا ما لاحي يجي لعندك فتح يونه ليش ما بني يجي فتح يونه على مزبلي اعين على مزبلي وين انا على مزبلي هو الكلاب حواليه هو الاوساخ حواليه فرق عيونه وغمض عيونه انكشفت الله يهني اللي له شيخ يا ابني عجالك عشية اخده لما اجحك الشيخ الجاسي والله هيك هيك سأل معنا ارى ابني هاي هاي جنة الشيطان ضحك عليك حرمك مجالس العلم حرمك مجالس التفسير حرمك امداد اهل الله وكلاك تتوهم المزبلي جنة فيا ابني انتبه ما تخلي الشيطان يضحك عليه لازم على جلسة الزكر مهما كان الحال والرابطة لا تقطعها وانت ماشي في الطريق ما شرط تتغمض عيونك ابني الرابطة ما شرط تغمض العيون الرابطة رباط روح بين روحك وروح شيقك هالارتباط الروحي وانت ماشي وانت آهن وانت هم تاكل وين ما لك ماشي هالرباط الروحي يلي بي بيواصل بيقول بكرة جزا الله الشيء افضل الجزاء يا ابني لزة الايمان اللي بتشعر فيها لو بتصلي عشرين سنة ما بتحصلها من رابطة الروح كأن رابطة الروح روحانية الشيوخ نور كلها نور فلما عما ترتبط عم تختلط روحه بروحك فروحك عم تتغذن الروحانية الشيط لذلك عما تتزوق حلاوة الايمان حلاوة الزكر صفاء الزكر هذا اللي بيصلك مع الزكر فهي الروح هي النفس اللوامة فإذا صلك الاستقامة ننتقل بتوفيق الله عز وجل إلى النفس المطمئنة النفس المطمئنة الله ذكرها في القرآن قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئنه القلوب إذا اطمئنت النفس ما تظن أنك وصلت ما تظن أنك تزوقت الكمال اطمئنت النفس بالذكر لا تزال في البداية طمئنينة الزكر وصفاء الزكر والأنس بالذكر هذا في البداية هذه خشخيشة لكي نعلقك لكي نعطيه خشخيشة للولد حتى يأتي لعنا لا يهرب أنت هذه خشخيشة لذلك نرجع للقرآن حتى نسمع القرآن يقول الله تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة يَا أَيَّتُهَا هذا نداء القريب ولا نداء للبعيد لو كان القريب شو من إلا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة لكن وجود يَا هذا معناة النفس لا تزال بعيدة ومطمئنة بالذكر لكن بعيدة لسه لذلك أَلَّا ارجعي ارجعي إلى ربك أنه هم تذكر وهي شاردة طمئنينة لكن فيها شروط وهذه النقطة في الزكر يلي بتحصل مع الأخ بعد المجلسين إن شاء الله بيجيكم مجلس نحكيكم عن ما يحصل مع الزاكر من وساوس ومن خطرات ومن حال تاني ما أحكيكم ياه كله انتبهوا بس الآن خلينا نحط الدوليب على السكة الطمئنينة بالذكر الطمئنينة في الزكر متى ذكر اللي صار معك شيء حلو لكن لا تزال في بداية الزكر ما أظن نوصل قلبك والله طمئن القلب لا يا أبي لساعتك في البداية ومن نقول لك ارجعي ارجعي أيتها النفس لساعتها نفس ما صارت روح بلغ الطمئنينة لكن لسا شو سماها نفس يا أيتها النفس النفس معناتها لسا بعيدة اطمئنت وذكرت وأنست بالله لا تزال فيك فيك ميول فيك انشغال فيك إعراض لا يزال في ذكرك عما يشرد القلب عن الله عم يشرد وانت عم تذكر عم يمر معك الخطرات وانت عم تذكر بتمر معك الوساوز وانت عم تذكر بتمر معك فيوضات فيا ترى اني على صحيحة الخطرات ولا الوساوز ولا الكرامات ولا اني بقى فمن قللك انت الآن تريك الكل عليك بالذكر وكرر في كل نفس إلهي أنت مقصودي كر نفس كرر إلهي أنت مقصودي فبتكرار هذا هالكريم هاي تكرار الكلمة بتجعل للقلب سكينة نعم شو عم تقول إلهي أنت أنت وهي تا تا إيش اسمه تا إيش خطاب عم تخاطب الله الله فمرة على مرة بتلاحظ وأنت عم تقوله أنت بتلاحظ أنك أمام هيبة وجلال يقشعر جلدك يرجي في قلبك تدمع عينك هاي كلمة بوقت بوقت الزكرة أنت لساعتك بعيد هالحال لازم يشير معك وأنت بالطريق وأنت بالبيت عند النوم عند الأكل تشعر بهالطمأنينة فلما هالطمأنينة بتسكن في قلبك السكون هاي تاخد وقت كل حياتك بهالسكينة صار دائما في قلبك سكينة بالله وتوجه إلى الله ورضى بالله ما تزعل في الحياة من شيء صرت تشوف الحياة كلية فعل الله تدبير الله كمال الله فتجد الكل كمال فكمال الكون يحصل للمريد عندما تطبئنه نفسه بالذكر يرى القون كمالا كل تدبير الله يراه كمالا إليش بعض أوقات لما بيشير معك شيء بتقول فيه حكمة ما بتقول ليش الله عمل معي تقول فيه حكمة لعلها حكمة إلهية أرادها الله حكمة حكمة بعدين تكشف عليك الحكمة فتجد أن ما أراده الله لك خير مما تريده لنفسك فهذه النفس المطمئنة تطمئن دائما إلى ما يدبر الله لها وما يقضي لها وما يقدر عليها ترضى فتستسلم لله في كل تدبير وهذا يسمى سلك مسلك الكمال سلك حتى يصل إلى الكمال هي النفس المطمئنة مأنا لكن لا تزال بعيدة فارجعي ارجعي إلى ربك رايحة لسا متعلقة بالدنيا متعلقة بالأهل متعلقة بالإمال متعلقة بالجاه متعلقة ارجعي تركي الكل وارجعي إلى الله فهون النفس المطمئنة لها شروط تشرد على الذاكر هو عم يذكر بشرد لذلك كتير منك أخوان والله يا شيخ لا قبل الذكر ما كان الشيء معي لما بععد لأذكر خمسين خاطر عم يمر ببالي صحيح ليش من أول ما كنت أتحس ليش هلأ حسيت من أول يا أبني ماشي بالعتمي ما لك حاسس بشي هلأ شهل الضوء قدامك ست طرف هم في جورة هم في بير هم في زحليقة شهل الضوء قدامك اتنين يا أبني أنت من قبل رادم البير بير مردوم قعدت عشرين سنة وانت عما تردم فيه لحتى سكرته هلأ أجلبها لك تفتحه ومشان تشرب منه بمجرد ما تقيم شوية تطرامع المش وتطلع المي بدك تفضي بدك تفضي هالبير اللي عبيته بها العمر عمر عشرين ثلاثين سنة عما تعبي خطايا وزنوب تعب بدك هلأ تفضي فلما بتفضي هالبير تفضى بيطلع المي أكري بعدين تطلع لذلك بدك تطول بالك حتى يطهر البيض مما أوقعت فيه من الأوساخ والأقزار فالنفس المطمئنة لحتى تصير لكان على الطمأنينة نقل لك لا تشرد عود هالشروض شبنا نداوي عم يذكر الله بدون إرادته عم يشرد صح الدواء تبعه بسيط لو حاولت تتوجه ولو حاولت تذكر لو حال الشروض غلب ما بيروح الشروض منك إلا تسديد الهدف بالرابطة تسديد هدفك بالرابطة لذلك متى ما شردت رجع للرابطة مجرد ما ترتبط بروح الشيخ سكن القلب رد اشتغل بذكر الله صار في شروض رجع إلى الرابطة فإذن الرابطة ما هي إلا حماية للقلب من شروضها عن اليمين وعن الشمال هذا الحب يلي النبي طلب من الصحابة حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده والناس أجمعين لما بتحبها الحب عندها ما عاد فيه تعلق بالقلب بالغير فلذلك شروض الزكر ما له إلا ما له إلا الرباط الرابطة وهو عم يذكر بيعمل رابطة نعم عم تذكر الله بالقلب الرابطة وين محلها الرابطة بالمخيلة بالمخيلة فالقلب لله وحده ما بتخل للقلب غير الله المخيلة تتخيل سورة شيخات تتخيل روحانية الشيخ لتستمد من هذه الروح الإمداد الكامل فتكون من أهل الصفاء الروحي بذلك بتكون حصلته المقام الأول اللوامة انتقلنا من اللوامة إلى النفس المطمئنة فاللوامة فيها ندامة وبدها محاسبة نصل إلى المطمئنة المطمئنة بدها رجوع 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 إلى الله في عندنا توبة وفيه إنابة التوبة للجسد والإنابة للروح لذلك الله قال وأنيب إلى إلى ربكم بدأ يشكي رجوعك إلى الله وارجعي إلى ربك ما ارجعي إلى ذكر ربك انتبهوا ما قال رجعي إلى ذكر ربك قال ارجعي إلى ربك شو الفرق بين الزكر وبين الرب الذكر تذكر الله الله أما ذكر الرب ذكر الهيبة والجلال والعظمة ترجع إلى هيبة قلبك بالله هحضورك مع الله أنيبوا إلى ربكم هذا رجعي الزاكر إذا رجع إلى الله متى رجعت إلى الله بهيبته وجلاله ما بافي عندك لا وساوس ولا خطرات ولا غيرها راح تنكل لأنك تراقب أن الله معك هيب أن الله مطلع عليك أن الله يراك بذارة ما عاد يلتفت لهن أو لهن هي النفس المطمئنة التي يذكر العبد فيها فمتى اطمئنة النفس صاحبها ملك عند الطمأنينة وإن كانت شاب لشوي لكن يصحبها ملك هذا الملك يقذف في هذه النفس يقذف فيها البر والخير لذلك الله يوفعنا يا أبي لما ملك يقذف افعل كذا افعل كذا دائما يأمرك بالخير والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان لنفسه لقلب ابن آدم لمتان إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة لما قذف بيقذف الشيطان والملك بيقذف إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان ما يقذفه الشيطان في القلب فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق هاي لمة الشيطان بيقلك شو بدك تروح الدرس اللي أتساوي اللي وقت نايم أنت نعسان الليل ما ارتحت نملك شوية الدرس بتاخده نسجل تشوفه مسجل هاي قذف من الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق بيجي الشيطان بيقول لك مشان إش الرابطة ما بمشي الحال واحد برا رابطة اذكر الله برا رابطة حتى ما تقع في الشرك هذا ما في الشرك يا ابني الشرك له ما صر له حب في الله يا ابني هذا اللي بيصر للشرك أما الحب في الله إذا أحببت من يقربك إلى الله فقد أحببت الله فبيجي الشيطان بيسوس لك هالوساوسي هاي لم بيت الشيطان قال وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكُ ما يقذفه الملك في قلب المريد فإعاد بالخير وتصديق به صلى الله عليك يا رسول الله يعيدك الملك بالفضل بالخير بالعطاء وبسبت في قلبك فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله فليعلم أنه من الله فليحمد الله الحمد لله إذا الملك عم يقذف في قلبك وهذا بيجينا بالروح الملهمة كيف يقذف الملك في قلب المؤمن الخير والرضا ومن وجد الأخرى يلي هي وساوس الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة فأي وسوس أي قذف في القلب يميل إلى الشر هذا من الشيطان وقلت لكم أن النفس دائما تميل للنقائص لا تحب الفضائل ولا تحب الكمال فاليوم أخذنا نفس النفس اللوام واخذنا دواءها والنفس المطمئن وعرفنا شرودها واخذنا دواء الشرود كذلك وشرود النفس كثير شرود النفس المطمئن كثير تشرد بيكون بده توجه إلى الله تشرد فهالشرود هذا دائما شده وتبعه الرابطة هذا من خبرة أنه كان يصيب معنا كثير حاول حاولنا الزكا حاولنا التوجه حاولنا بالرابطة ثانية ثانية بالرابطة بروح الكل لذلك فروحانية الشيخ جعلها كعصى موسى متى ما ألقيت على كل الوساوس والخطرات تبلعهم وبتبقى قلبك في حالة الصفاء وحالة الزكر والتوجه إلى الله فكرروا في ذكركم إلهي أنت مقصودي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وأسأل الله أن ينفعني وإياكم فيما علمنا هذه حالة إلا خمسة يعني مشان ما تتأخروا كمان الله يتقبل منا ومنكم يلي إلهي سؤال كذا يسجلي لأسر السؤال اللي حتى جاوبكن عليه ببقى بإذن الله عز وجل أنه هذا حال يعني الذي صار لكم ما صار لغيركم يعني يعني هناك كثير من الإخوان ما بيعرفوا لسه حالة الطمأنينة وحالة اللوامة وحالة هاي قليل من الإخوان اللي بيعرفوا فهي الله عز وجل عم يوفقنا نعلمكم ياها اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك واشرح صدورنا لمحبتك واجعلنا من أهل قربك اللهم عطف علينا قلوب أوليائك واجعلنا اللهم من أهل الصدق في محبتهم ومن أهل الإخلاص في مجالستهم اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الله يفتح عليكم الله يفتح عليكم ويجعلها خالصة لوجه الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة